أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات في الآيات قبل هذه قال تعالى وقوله الحق وكيف تكفرون بالله وقد عرفنا أن هذا الأسلوب هذا الاستفام فيه معنى التقريع والتأديب وهو يحمل معنى التعجب أيضا إذ كيف يكفر الإنسان بخالقه تصوه كيف ينكر وجوده يقول أنا غير موجود أنا غير مخلوق من يصدقه هو لا يصدق نفسه فكيف إذن يكفر ويصطر ويغطي ويجعد خالقه أمر استدعي لاستغراب والتعجب وصاحب يؤدب ويقرع بالمقايا كيف تكفر بربك وأنتم تعرفون السياق في أرد على أولئك الكافرين من المنافقين ومن المشركين إذ كفروا بربهم وعبدوا غيره وحاربوا كتابه ورسوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون حجة بعد حجة بعد حجة كيف يستسير العاقل أن يجحل ربه وهو قد خلقه قبل أن لم يكن شئا ثم أعظم من ذاك أنه يميته هل هناك من فاض بقاءه على الله وقال مثلي لا يموت أو أنا لن أموت والبشرية مضت عليها قرون هل وجد من فاض بقاءه على الله إذن كيف يكفر بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم يبقى ثم يحييكم الذي يتمتع بعقل إنسان أدمي ما دام قد عرف أنه كان غير مخلوق وخلق وأنه مات بعد أن كان حي بأي ذوق أو منطق أو عقل يدعي أنه لا يحيى مرة ثانية هذا الكلام عقلي منطقي كما نتكلم في دنيانا هذه الشاة تساوي كذا هذا البستان لفلان هذه الدجاجة بيضها كذا بالعقل إذن كيف يكفر هذا الإنسان برمبي حتى يعصيه ويتمرد عنه ويخرج عن طاعته وقد سبق أن عرفتم أن إنكار وجود الله كإنكار البعث الآخر العلّ والسبب في ذلك هو أن يتمرد الإنسان ويعيش بلا قانون ولا شرع ولا نظام يريد أن يعيش كالبهاين فلهذا كيف يتخلص من الطاعة لقياد الإدعاء بالكفر فلهذا أنكر وجود الله وأنكر لقاء الله وقد عرفنا سبب إنكار وجود الله وإنكار البعث الآخر ولقاء الله في قول الله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أماما في سياق تقرير البعث والجزأ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الذي يريد أن لا يصلي ولا يزكي ولا يذكر الله ولا يغتسل من جنابه ولا يعطي حقا من الحقوق ماذا يصنع يكفر هذه الحقيقة فالذي لا يد أن يدعن لقانون الدولة ينكره ولا يوم به ولا يعترب بهذا الحاكم ولا هذا الحكم حتى ما يتقيد أبدا بقيد ولا يلتزم بمبدأ هذه حقيقة وكيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه توجعون لو كان رجوعنا بعد الموت إلى غير الله لهان الأمر لكن رجوعنا إليه وقد تمردوا عنه وفسقوا عن أمري وخرجوا عن طاعة وحاربوا وحاربوا رسوله كيف يكون هذا الرجوع ماذا يلقون من جزاء ماذا يتحملون من ألوان الشقاء والعذاب ولكن لا يعزينا ولا يسلينا إلا قولنا قضاوا الله وقضاوا حاكم الله عليهم بالشقاء وفهم أهل وآخر ثم قال تعالى وهو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه نعمه هذه آثار حلمه وعلمه وقدرته ورحمته خلق لكم خاصة لا لغيركم لا لسواكم خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض من حيوان من أنواع الفواكه أنواع الخضر اللعوم كل ما في حتى المعادن خلقها لكم ولا تقولون الحمد لله ولا تقولون المنة لله ولا تقولون امرنا يا ربنا نطعك أطلب منا نعطيك لأن إنعامك سابغ وإفضالك عظيم ونحن عبيدك وأولياء قالوا لا يأكلون ويشربون ويركبون ويسكنون وينكحون و ولا يذكرون الله هذه هي آثار الكفر والعياذ بالإعتالة إذ الكفر في الحقيقة موت ما زلنا نقرر هذه الحقيقة الكافر ميت لا يسمع لا يبصر لا يعقل لا يأخذ ولا يأخذ هذا شأنه فإن حي بالإيمان وتفتحت حواسه سمع وبصر أصبح قادر على أن يأي ويفهم ويفقى وإن أمر أطاع وإن نهي استجاب الموت في الكفر وليا ذو الله خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا هذا مضاه نعم الله أولا الذي يقدم لك رغيفا من الخبز فقط تحمده وتثني عليه وتشكه الذي يضع لك حصيرا تجلس عليه تحمده وتثني عليه فكيف بالذي أعطاك سمعك وبصرك ومنطقك وأعطاك قواك تذهب وتجي وتقوم وتقعد وخلق وخلق لك ما في الأرض من مخلوقات لاك ومن أجلك تأكل وتشرب ومع هذا لا تقول أرب لك الحمل عجب حال الكافر ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هنا السؤال أيهما خلق قبل الآخر الأرض أو السماوات هذا فيه كلام طويل عريض وخلاصته ونحن لا نعي ولا نترب أفهامنا وعقولنا فيما لا طائل تحته فنقول خلق الله عز وجل الأرض كوكب ولم يخلق فيها ما فيها من أنواعي هذه النعم بعد ثم خلق السماوات ونستمع إلى آية في هذا الشان من صورة فصلة حاميم قال تعالى قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها واسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كارها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمع هذه الآية نص في أنه خلق الأرض أولا في يومين وخلق الأقوات والأوزاق في يومين لكن ليس شرطا بالتتابع خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين وخلق بعد ذلك ما تتطلب حياة الناس على الأرض من وجود هذه النعم وقوله تعالى من صورة والنازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء يا من ينكرون البعث الآخر والحياة الثانية أخبرونا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضعوها والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولعنعامكم فأل فهمتم عني هذا أقول أقول خلق الله الأرض وخلق بعد ذلك السماوات وعاد إلى الأرض فدحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ولماذا قلت لكم ما هناك حاجة إلى أن نجزم بهذا أهداك إذ الذي نجزم به أن الله على كل شيء قده وأن نعم الله لا تعد ولا تحصى وأن المطلوب منا بعد الإيمان أن نشك والرحمن بطاعته لأن السياق قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أين يذهب بعقولكم أتجحدون الرب العظيم الذي خلق ماذا الأرض في يومين الذين أنكوا البعث والجزاء والحياة الثانية قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء من يقول نحن أشد خلقا ما نحن بالنسبة إلى السماء ماذا نحن بعض السماء بناها أرفع سمكها فسواها وأغطش ليلة وأخج ضحاها ونحن نقول ما يستطيع أن يعيدنا من جديد أن يعيد خلقنا ليحاسبنا على أعمالنا ويجزينا بها وقد عرفنا آل إلا أنهم يريدون أن يواصل الفجور لا استقام ولا طاع ولا أدب ولا خلق ولا حياء ولكن حيوانات وبهايم إذن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سمارات نعم سبع سماوات السماء الأولى والثانية والثالث والرابعة عشناها ليلة ماذا ليلة الحديث في صحيح البخاري إذ عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس المسجد الأقصى إلى الملكوت الأعلى فاخترق السماوات السبع وأعلمنا لنتأكد أنه وجد في السماء الأولى آدم أبا البشر وأهل وأحب وسهل به وقال من ابن ونبي وعرج بإلى السماء الثانية وهو يستفتح له جبريل ويقال له من معاك فلان أذن له دعية وإلا لا يقول نعم فوجد في السماء الدنيا السماء الثانية وجد من وجد ابن الخال عيسى ويحيى عليهم السلام وجد ابن الخال عيسى ويحيى عليهم السلام ووجد في السماء الثالثة يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق عليه السلام وجد في رابعة إدريس عليه السلام ووجد في الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبارهم وهو يرى رؤيا العين ثم ارتفع وتجاوز السماوات السبا حتى انتهى إلى جنة عدن إلى دار السلام وثم شاهد السدرة المنتهى وارتفع أيضا وبقي جبريل دونه حتى انتهى إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام وصوت أقلام القضاء والقدر وناجاه ربه وناداه وكلمه شفاء وجها لوجه لا واسطا وقد كلم من قبل موسى في جبل الطور وناداه وقال يا ربي أكلامك أسمع أم كلام رسولي قال بل كلامي يا موسى حتى تاقت نفس موسى واشتاقت رحو أن ينظر إلى وجه الله الكريم ولكنه عاجز لم يقوى ما يقدر لأن هاتين المقلتين قوتهما بحسب حياتنا في هذه الدار ما عندها طاقة كبيرة ترى أنوار الله عز وجل وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم هرأيت ربك قال نون أن أرى فلينظ أحدكم إلى الشمس يستطيع أن يرى شيئا حجابه النور لو أزال تعالى حجابه لحترق منتا إليه بصر قولوا آمنا بالله آمنا بالله مظاهر العلم والقدرة والحكمة ثم استوى إلى السماء وما قال إلى السماوات السماء اسم جنس إذن فلهذا قال سواهنا بجمع المؤنث سبع سماوات سماء بعد سماء بعد سماء وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمك السماء وغلظها مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والسماء مسيرة خمسمائة عام ومع هذا اخترقها صلى الله عليه وسلم في دقائق معلومات إذ تم هذا كله وعاد وتقول أم هاني وفراشه دافئ ما برد بعد لا يسعك يا ابن آدم إن أن تقول آمنت بالله آمنت بالله وهو بكل شيء عليم واستوى نبهنا ليس معناه على وإنما آد وعزم ولم يلتفت إلى شيء إلى السماء حتى سواهن سبع سماوات أو على علو قهر وغلب غلب هذا الملكوت وخلق السبع سماوات وهو مع هذا بكل شيء عليم أسألكم بالله أهذا يكفر أهذا يجحد كيف تستطيع أن تجحده أنت ما تستطيع تجحد والله ولو كاس حليب على طاولة تقول لا مستحيل أن يكون هذا قد وضعه إنسان ممكن تستطيع أن تجحد وجود عربة أو دراجة عند باب المسق قل هذه ما وجد أوجدها حد هل وجدت هكذا ممكن كيف إذن ينكر هذا المخلوق خالق كل شيء ورب كل شيء وما لكل شيء ومن بيده كل شيء عجب كفر الكافرين وإلىنا فكيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يعييكم ثم إله ترجعون هو الذي خلق قالاكم ما في الأرض جميعا ثم استرى إلى السماء فاستواهون سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي أذكر يا رسولنا أذكر أيها السامة أذكر أيها المؤمن للملاحدة والمشركين والكافرين والهابطين أذكر لهم ما تم في الملكوت لا لا لترتفع هممهم وتتفع وتعلو علومهم ومعارفهم إنهم جهلا عميان لا يبصرون ولا يعلمون أذكر لهم مظاهر العلم والقدر والحكمة الإلهية وإذ قال ربك للملائكة الملائكة معشر المستمعين والمستمعات واحدهم ملك هل هو مأخوذ من آلك يألك الألوك هي الرسالة ما هناك حاجة إلى أن نشق في هذا الباب عرفتم علم لا ينفع وجهال لا تضر أخبرنا الله عن أسمائهم وحدث بذلك رسوله الواحد ملك والجمع ملائكة ما الملائكة خلق عظيم نتحدث فيه دقائق أولا كم عددهم لا يحصيه إلا خالقهم لو تضرب الآلات ألف سنة ما تستطيع يدلنا على هذا العدد العظيم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله وقد حدث أصحابه وهو جالس بينهم فقال أطت السماء وحق لها أنطئق أي تأرجحت بالثقل فوقها ثم بيّن ذلك لهم فقال ما من موضع قدم أو شبر إلا وعليه ملك راكع نفسه سيجد من يعد من يحصي السماوات السبع ما يسمى واحدة أطت السماء وحق لها أنطئق ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك راكع نفسه ثم هؤلاء الملائكة ذكر تعالى صفاتهم وذكر أسماءهم في كتابه القرآن الكريم فذكر أسماء جبريل وميكائيل وإصرافيل وذكر لنا من أعمالهم أن جبريل موكل بالرسالة بالوحي بين الله وبين رسله وأن ميكائيل موكل بالأرزاق والخيرات والأمطار وأن إصرافيل موكل بمهمة واحدة وهي أن ينفخ في الصور أو في الناق فيتم الفناء وينفخ نفخ أخرى فيبعث الخلق وينفخ نفخ ثالثة فيصعق من في المحشى كله وينفخ رابع فإذا هم قيام ينظرون وقرأوا وما قدر الله حق قدره أي الذين عبدوا غيره الذين أله سواه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بكل أجزائها ومحيطاتها وصحاراها ومحيطاتها وجبالها قضغته يوم القيامة كحبة خردلة في يده والسماوات السبع مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين من يجرع على أن يقول هذا القول أو يدعى للدعوة سوى الله رب العالمين ونفخ فالصوري فصعيقا من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات الملائكة إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى نفخ أخرى فإذا قيام ينظر وأشرقت الأرض بنور ربها جاء الله امتلأ الأرض بالنور ووضع الكتاب وجئ بالنبيين وقضي بينهم الحق وهم لا يلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون أين نحصل على هذه المعافة والعلوم؟ هل تقوى عقول البشر إلى أن تاتي بمثلها؟ أو يخطب بالها مثلها؟ هذا هو القرآن العظيم إذا وأن نبتدع بعد ما عرفنا مهمة جبريل وميكائيل وإصرابيل فأن نعرف مهمة عزرائيل من عزرائيل؟ بعض أهل العلم يقولون ما ورد في القرآن اسمه ولا في السنة ونحن نقول عافت البشرية وتناولت هذا من الكتب السابقة أن اسمه عزرائيل أن يمانع من مانع؟ وعزرائيل كجبريل وميكائيل بمعنى عبد الله أو عبد الرحمة لأن إيل هو اسم الله إذن وهناك عرفتم ملك الموت وله أعوانه قال تعالى فيه قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تَوْجَعُونَ وَقَالَ تَوَفَّتْهُ وُصُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرُ الْحَاسِبِينَ مَلَكُ الْمَوْتِ مَلَكُ الْمَوْتِ مَلَكُ الْمَوْتِ رطيفة ضريفة ذكرها ابن كثير في تفسيره ما هي كان نبي الله سليمان عليه السلام على سرير ملكه يحكم بين الناس إذن فهو جالس وملك الموت أيضا جاء وجلس سليمان أعطاه الله قدرة على أن يرى الجان ويستخدمهم في مهام الأعمال إذن ويرى الملائكة إلا أن ملك الموت جاء في صورة إنسان كما كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل كريم جميل ويجلس إلى رسول الله والصحابة مئات يشاهدون إذ من خصائص الملائكة أنهم يتشكلون بما شاء الله أن يتشكلوا وقد نزلوا في وقعة بدن وعليهم عمائم وخاضوا المعركة مع رسول الله السلام وأصحابه مسومين إذن فكان أن دخل شاب من شبيبة بلاد سليمان يقول يا نبي الله لي حاجة نريد أن نمشي في رحلة الأولى ما نستطيع أن ننتظر إلى غد رجاء تجعلني ممن يرحلون في رحلة الأولى إذ كان له ما يسمى ببصاط سفينة هوائية وهبها الله سليمان تعرفون السفن التي تمشي في البحر سفينة سليمان هوائية برية بحرية برماوية أو برمائية سفينة صنعها يركبه وجيوشه وأمتعته وسلاحه وتأتي الريح فتحركها ثم ترتفع وتمشي الريح معها تقودها حيث شاء سليمان غدوها شهر مسافة شهر تمشية في الصباح ومسافة شهر تمشية في رواعها غدوها شهر ورواعها شهر والله العظيم هذا كلام الله هذا الشاب مستأجل فابتسم ملك الموت أمام سليمان وسألوا قال هذا الشاب الذي يعتعد أنا مأمر بأن أقبض روحه في الإقليم الفلاني وانظر كيف هو يستعجل يستعجل موته يترطف ويسأل من فضل الله ثم أن أرحل في هذه أول رحلة الله وهذا ذكر ابن كثير عند قول الله تعالى من صورة لقمان وما تدري نفس بأي أرض تموت فانظر كيف جاء مستعجلا يولح في الطلب لا تحمني من رحلة الأولى يا نبي الله لأكون أول من يركب لي مهمة شغل في الإقليم الفلاني وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إذن جبريل ميكائل إسرافيل ملك الموت عرفنا عنهم مهماتهم إذن وعندنا حملات العرش قال تعالى وقوله الحق وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِنْ ثَمَانِيَ أَلْعَرْشُ إِذْكَرْ اسْمَكِ من نحن كيف نذكر اسم الله فكيف باللذين يزعون ويسخرون ويكفرون والرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره سمح لي أن أذكره هذا العرش الذي تحمله الملائكة اليوم أربع ملائكة إقرأوا قول الله تعالى من صورة البقى آية الكرسي من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأول لو أخذنا السماوات السبع رقعة رقعة وأرسقنا واحدة بالثانية سبعة وجعلنا الأراضين السبع رقعة واحدة ألزقنا كل أرض بالأخرى ووضعنا عاش الرحمن عاش الرحمن أوسع لا الكرسي فقط موضع القدمين أوسع من السماوات والأولين وسع كرسي السماوات والأولين لا نلتفت إلى المبطلين والظالين الذين يؤولون ليبعدوا خشية الله من قلوب المؤمنين وحب الله يؤولون الكرسي بالعلم عجز الله أن يقول وأحاط بكل شيء علما حتى يعبب الكرسي عن العلم كل هذا من أجل أن يفقد المؤمنين حب الله ورغبه ورهبه والخوف منه فيحرفون كلام الله وسع كرسي السماوات والأولين ويقول الحبر بن عباس رضي الله عنه ما عبد الله يقول نسبة الكرسي إلى العرش إذا أردنا أن ننسب بالتقدير نسبة العرش إلى الكرس كيف هي قال كحلقة ملقات في صحراء حلقة تعرفون الحلقة وجموا حلق في عنق الإنسان ولا في أصبعه أو في يده حلقة ألقيناها في صحراء ما نسبة الأرض إلى تلك الحلقة أو الحلقة إلى تلك الأرض مواجه كما ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن نسبة العالم هذا الدنيوي نسبة الأرض أو الحياة الأولى إلى الآخرة كما هي في أن يغمس أحدنا أصبعه في البحر ثم يخرج أصبعه ويمسح البلل ويقومه بربع ميل ميليميتر مثلا ما هي النسبة هذه البلل الذي يعلق بأصبعك إذا نسبته إلى البحر كيف تنسبه يقف العقل كذلك نسبة الدار الآخرة أو الحياة الآخرة إلى هذه الأولى بهذه المثابة قولوا آمنا بالله هذا العرش نسبة الكلس إليك ما سمعتم ومع هذا يحمله الآن آبعة ملائكة فقط ويوم القيام يضاعف الله العدد لأنه يوم الهول والموقف الصعب فيجعلهم ثمانية وأقرأوا من صورة الحق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقاو كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أية أيام خلت هذه سوف تخلو وتنتهي وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدعي مع حسابي يا ليتها كانت القاضية كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانية يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدعي مع حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم فيه سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه من فمه وتخرج من دبري سلسلة طولها سبعون ذراعا بأذرعتنا هذه نحن البعض ما قيمة أذرعتنا لما هذا المخلوق إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ملحد كذا هذا جزاؤه ولا يحض على طعام مسكين هذه تعاليم الله التي أحيت البشرية بعد موتها وكونت أمها لم تكتح العين الوجود بمثلها في قرونها الذهبية الثلاثة عدلا ورحمة وصدقا وصفاء وطهراء وكمالا وعزة ما عرفت الدنيا أمة أطهى ولا أكمل من تلك الأمة ما سبب طهرها وصفائها وعزها وكمالها هذه الدراسة قال الله قال رسوله وعاف العدو هذا وأبعد المسلمين عن الكتاب والسنة ماتوا ففعل بهم ما شاء وما زلنا مبعدين عن نوع الله وحكمة كتابه وما زال الجهل ينخى في عظامنا ويمزقنا إلى الآن إذن عرفتم حملات العرش كيف تتصور الملك الذي أعبى يحمل العرش هو أعظم من السماوات والعراضين عرفتم جبريل عليه السلام سادوم عمور مدن كبيرة في البحر الميت كانت تسكن الأمة جبارة قوم الغط كما تعرفون رفعها من أسفل الأرض إلى السماء وقالبها عرفتم قوة جبريل لما تجلى وظهر في السماء لرسولنا في مكة في جياد بالضبط سد الأفق كله إذ له ست مئات جناح وقرأوا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي للملائكة رسولا أولي أجنحا مثناء وثلاثة وارباعة يزيد وخماس إلى متى اكتفى يزيد في القلق ما يشاء جبريل له ست مئات جناح الملائكة الملائكة الأطهار الأصلياء مادة خلقهم ما هي النور مخلوقون من النور يوجد النور وإلى لا وتوجد النار وإلى لا العوالم الثلاثة بنوا آدم من مادة الطين والتراب والشياطين والجان من مادة النار من شواض من نار والملائكة من نور فهم أعلانا وأصفانا وأطهرنا وأزكانا وإلى لا قاطعا ما في ذلك شك يسبحون للمنهار وإلى لا يفطون وإلى لا يفطون وإلى لا يفطون ولهم وضائف حافنا وظيفة جبريل وميكايل وإصافيل وحملة العرش وما هي وظيفة الكرام الكاتبين وإلى لا يفطون للمنهار الحمد لله مملئا يا ويلك لو كان مسجل أعمالك وحركاتك لأيما كرام كاتبين ما من أحد منا إلا وله أربعة ملائكة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ما من التعاقب يطلع اثنان ويهبط اثنان يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعان في صلاة العصر وصلاة الصبح فلهذا الشقي المحروم التعيس من لم يشهد صلاة الصبح وصلاة العصر في بيت الرب مع عباده المؤمنين الشقي التعيس المحروم من لم يشهد صلاة الصبح وصلاة العصر في بيت الرب مع عباده المؤمنين لما لأن الملائكة التي تقوم بعمل الإحصاء والكتاب في النهار ينزلون في صلاة الصبح فيجدون المؤمنين يصلون فيعرج ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار إلى صلاة العصر إذا أذن المؤذن وحضر الناس في بيت الرب ينزل ملائكة الليل ويعرج ملائكة النهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي اسم هذه الشهادة من كريم يقول وَجَدْنَاهُمْ فَالصَّلَا وَتَرَكْنَاهُمْ فَالصَّلَا لا حصاد ولا زر ولا عمل ولا أكل ولا شرب ولا وجدناهم في الصلاة والله كذلك وتركناهم في الصلاة بكم تشتري هذه الشهادة ما تقدر أبداً بمقدار شهادة من ملائكة كذبوهم لا والله صدق ما وجدون في صلاة الصبح ما وجدون في صلاة العصر وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله كأنما أخذ منه أهله وأخذ منه ماله وبقي بلا أهل ولا مال من فاتته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله عرفتم السر وإلى لا فلهذا الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وصلاة العصر إذ ما منهما إلا وسطى الصبح قبلها المغرب والعشاء وبعدها الظهر والعاصر وإلى لا والعاصر قبلها ماذا الظهر والصبح وبعدها ماذا المغرب والعشاء كلاهما وسطى وإلى لا فلهذا إذا قال المالك نحن نعتقد أن الوسطى هي الصبح أنت على حق وإذا قال الحنبلي صلاة الوسطى والله على حق وما اختلفنا صلاة الوسطى إذن هؤلاء الكرام الكاتدين كم عدد البشرية اضربهم في أربعة أليس كل واحد موكل به أربعة وهناك أيضا مهمة أخرى لملائكة من نور آخر كلفهم الله بحمايتنا هذا الحرص الجمهوري أولي المالكي ومعهل وتسب الله يأحمق وتنكره وتكفر به وأنت محفوظ بحماية والله لو لاتك حماية لا تمزقتها ومزقتك الشياطين والجن وقرأوا من صورة الرعد له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وإذا جاء أمر الله وقفت الملائكة لينفذ حكم الله فيك يا عمنا الله لكن لا تقول إذن ما الفائدة ما الفائدة أريك الفائدة إن كنت تعقل الملك عنده حرص ولا لا السلطان الرئيس عنده ولا ما تشاهدون الحرص قد تقول إيش هذا حرص وليمة والقضى نافذ القضى ماشي أنت بهلول تقول هذا الكلام ليس معنى هذا أن الملك أو السلطان أو الرئيس ما يموت إذا جاء القضى والقضى وقف كل شيء ولكن وجود حرص يطمئنه يسكن نفسه يهد خاطره يطمئن يقضي أموره ويقضي بقضاءه وهو مطمئن بخلاب لو ما في حرص يلتفت كل دقيقة ولا لا لعلكم ما فهمتموني معاقبات من بين أدينا ومن خلفنا يحفظوننا أليس غذلك لا تقول ها نحن نموت إذا جاء القضاء وقفوا قفوا واتحقوا ينفذ أمور الله عز وجل لكن فائدة ذلك أنك تعيش مطمئن النفس هذه البالغة غير خائف ولا تلتبئت الآن الشياطين أو الجان يأخذونني حماية معك وضربت لكم مثلا شارحا مبينا بل حرص للعظماء من أهل الدنيا ما يوجد لهم حرص قد تقول ما الفائدة من حرص له فائدة عظيمة وهي أن المحروص صطمئن نفسه ويهدأ باله وخاطره وينسى الخوف الالتفات من أن يقتلوا فلان فلان هذه عظيمة ولا لا وأما قضاء الله نافذ إذا جاء الأجل وقف كل شيء عرفتم الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون ويدونون أعمالنا ولا ينقصوننا حسن واحدا اطمئن ومع هذا ورد أن كاتب السيئات يمهلك ساعة ما هي بالدقيقة هذه فإن استغفرت وأنبت واجعت ما كتب عرفتم هذه يمهلك بعد معصيتك ساعة من الزمن قبل أن يكتب لعلك ترجع لعلك تتوب فإن أنت عرفت الذنب وقلت أستغفر الله أتوب إلى الله غفرانك ربي ما يكتب أما صاحب الحسنات على الفور يكتبها كرام وإلى لئام من وصفهم بالكام الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تبعلون ما في جهال عندهم دقيقة للحديث صيناء لنعيش مع الملائكة يوم آخر أو يومين إن شاء الله ونحن مع الملائكة في كل ساعة أعوذ بالله من الشيطان رجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هنا في هذا السياق الكريم تتأكد الحقيقة الوحيدة وهي أنه لا إله إلى الله فلا كفر ولا شرك ولا نفاق إذ كلك المعبودات أوهام باطلا لا تستحق أن تعبد أبدا بحال من الأحوال ها هنا تتجلى مظاهر الربوغية والألوهي الإلهية وتتجلى مقتضيات عبادته وهي القدرة التي لا يعجزها شيء والعلم الذي أحاط بكل شيء والحكم التي لا يخلو منها شيء والرحم التي تتجلى في كل المخلوقات هذا الذي يستحق أن يعبد هذا الذي ينبغي أن يحب وأن يبجل ويرجم ويعظم أما من عداه من تلك الآله المزعوم المدعات فعبادتها باطلة وأهلها مغطلون وهاهدي آيات الله تبيلنا عظمة ربنا عز وجل وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وتقر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا رسول الله فلولا فلولا أنه غير رسول الله من أين له أن يأتي بهذه العلوم والمعارف كيف تأتي علوم لا تتلقى إلا من طريق السماء ما علوم كونية في الأرض أو في السماء هذه علوم إلهية لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا العلم الإلهي وبسم الله يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جائن في الأرض خليفة أي أذكو يا رسولنا لهؤلاء المنافقين والمشركين والكافرين والمغتابين والفاسقين والمفسدين إلى الكل يشملهم الضياع والخصران قل لهم أذكو لهم إذ قال ربك جل جلال وعظم سلطانه ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك والموحي إليك والذي نبأك وأرسلك وفي هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لمكانته إذ يتكلم عن الله بما علمه الله إذ قال ربك للملائكة وقد عرفنا من هم الملائكة عالم مادة خلقه وتركيبه النور هذا العالم لا يحصي عدد أفراد إلى الله وحسبنا وحسبنا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه قال أطبت السماء وحق لها أنطئب ما فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا عليه ملك راكع وساجد وقد عرفنا وقد عرفنا أن كل آدم معه عشرة ملائكة إذن هذا العالم الأطهر قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك معنى نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده وهذا ورد يجده المؤمنون والممنات إلى يوم القيامة وهو قولك سبحان الله وبحمده وجاء في التبشير بهذا الوهد أن من قالها مئة مرة حين يصبح أو وحين يمسي حط الله عن خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده ونحن نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده والملائكة طول الدهر ومسبحون بهذا التسبح ليلة نهار وقوله ونقدس لك الأصل ونقدسك والتقديس التنزيه والتطهير عما لا يليق وزيدة اللام لتقوية الكلام إذ زيادة المبنى تزيد في المعنى في لسان هذه الأمة اللسان العربي وسبحه نزه عما لا يليق به من الشرك وما إليه وقدسه في ذاته أيضا بحيث أبعد عنه كل ما يعرف بنقص فالتسبيح كالتقديس إلى أن التقديس تعلق بذات الله عز وجل والتسبيح تعلق بصفاته وما له من حقوق ويعبادته وحده ونحن نسبح بمعنى ما هناك حاجة إلى خلق هذا المخلوق وإرساء وإنزاله في الأرض من أجل أن يعبدك فنحن نسبح لك ونقدس هذا رأيهم هذا منتهى علمهم لا علم لهم فقالوا قولتهم هذه ولو فوضوا الأمر إلى الله ذا كان خيرا ولكن هذا اجتهادهم لما استشارهم سألهم إني جاعد كذا ليسمع منهم ما يرون وما يقولون فلما أعلمهم قالوا ونحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم فأسكتهم وسوف يبين لهم أيضا مرادهم خلق هذا المخلوق قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أهل العلم المفسرون وغيرهم كيف هذا كيف يعلم آدم الأسماء كلها ثم كيف يعرض الأسماء أي الذوات أما الآن نحن أصبح الذي يشك في هذا ويرتاب ويضطعب لا عقل له أولا أليس قد كتب الله في كتاب المقاضي كل ما هو كائن من اسم وذات وصيف كل ما كان إلى يوم القيامة قد جرى به القلب وهو محفوظ هو معه إذن فعلم آدم الأسماء وعرفه ذوات المسميات حتى شاهد الذوات وعرف الأسماء الآن أتى الفاز يعرض لك هذا فتشاهد الأسماء والمسميات هذا اسمه إبراهيم وهذا اسمه النخلة أسماء الأجناز كلها وكونه تعالى قديرا عليما حكيما على أن يلهم عبده آدم في ذلك العالم أن يحفظ كل ما عرض عليه هذا أمر سهل على الله الآدم فيها للضوط يحفظ آلاف الكلمات ملايين إذن فعلم آدم الأسماء كلها من الماء إلى الطين إلى اللبن إلى النخلة إلى الإنسان كما هو في كتاب المقادر ثم عرضهم أي الأسماء والمسميات بها عرضهم على الملائكة شاشة تلفاز شاهدوا أمامكم هذه الأشياء ولها أسماء بين لنا قولوا هذا الماء ووسائل معروف وهذا كذا فضله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في علمكم ومعروفتكم فعرضهم على الملائكة ما قال فعرضها لأن فيها الأنبياء ورسول البشر وذوي العقول ما يكلها لا عقل لها أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين عاجل ما استطاعوا أن يحاروا الجواب لم يستطيعوا أن يقولوا شيئا لم يسعهم إلا أن يقولوا الله أعلم إذن فماذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبهذا خرجوا من المأزق الضيق فوضوا أمان الله قدسوا ونزهوه عن العبث واللهو والباطل عن الجهل عن كل ما هو نقص في ذاته وفي صفاته سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهو كذلك لا علم لمخلوق من الملائكة أو من الإنس أو الجن إلا ما علمه الله ونحن إذا عندنا علوم هل العلوم من أين أتت لو لأن الله علمنا نعلم والله ما يعلم أحدنا شيئا لو لأن الله علمه حتى كيف يلبس ثوبه أو نعلمه لأن العلم مصدره الله هو الذي يغرز الغرائز ويطبع الطبايا ويلهم ويوجد الأفكار في المفكرين هو خالق كل شيء فسلمت الملائكة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لو علمتنا كما علمت آدم لا قلنا هذا فلان وهذا فلان وهذا اسمه كذا هذا كذا وعظمة الله تتجلى وعبوبيته وإلهيته في كون آدم الذي خلق ومنطين ونفخ فيه مروحي وأصبح ذا منطق وذا سمع وذا بصر علمه نحن لا ندري في ساعة في دقيقة في لحظة لكن نعلم أن الله يقول الشيء كن في كن علمه الأسماء كلها أسماء الأجناس كلها باللغة التي أراد الله ولأن تكون العربية أولا لأنها لغة أهل الجنة هذا اسمه كذا وهذا كذا وانظ إلى الملائكة مع طهارتهم وصفائهم ووجودهم قبل آدم ممكن بملايين السنين ما استطاعوا أن يقولوا كلمة فسلموا الأمر لله ونزه الله وقدسوه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وأكدوا ذلك بقولهم إنك أنت العليم الحكيم العليم بكل شيء الحكيم في كل شيء لا عبث ولا له ولا باطل ولا وإنما العلم والحكمة مع بعضهم الله ثم قال تعالى لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدم هذا الاسم مأخوض من الأذمة وهي الضيار مع حمر وهذه يقينة التراب ولهذا سبق أن علمنا أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أمر ملائكة أن يأتوه من أجزاء الأرض من الرمل من التراب الأحمر الأبيض الأسود الحزن الخشن اللين الرقيق فمن مجموع تلك التربة خلق الله آدم فذور يتبه أصبح يحملون تلك الصفاة منهم الحزن الشديد منهم اللين منهم الأحمر الأسود الأبيض بحسب الطين الأولى وإن قلت الأجواء والأهواء تؤثر هذا شيء عارض فقط لكن الأصل أن بن آدم كما هم أمامنا وآدم مأخوذ من الأدم التي بين الحمرة والبيض إذن يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي بأسماء هذه العرض للمخلوقات أسماء ومسميات فأخذ يقول هذا فلان هذا فلان هذا كذا هذا كذا أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال تعالى لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وهذا التقرير الذي تم أمام الملائك باقي وهو لنا أن نعلم علم يقين أن الله يعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عن العيون وبعد عن الحواس وعجز الآدم أو الجن أو حتى الملك عن معرفته هذا الغيب يعلمه الله عز وجل سواء كان في السماوات أو كان في الأرض هذا الذي يستحق أن يعبد وإلا مخلوق مصنوع في حاجة إلى وجوده وبقاء حياته إذ الآيات تقرير عبودية لله عز وجل فلا يستحقها مخلوق ولا كائن من الكائنات لأن الله أبطل الشرك والكفر ونجد بذلك وقاد البشرية إلى أن تعرف الذي يستحق أن يعبد وهو الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها كيف يتم هذا لولا أن الله الذي علمه هل فينا الآن من يستطيع أن يتكلم بلغوات العالم ويعف كلها هل فينا من يعف الذوات الموجودة في الأرض وبأسمائها هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا الذي ينبغي أن يعبد وأن يحب وأن يرجب ويعبد ويعظم أما المخلوقات كيف تعبد مع الله العلم والقدرة والحكمة والرحمة ذي مقتضيات أن يعبد الله عز وجل فلهذا باطل أن يعبد غير الله ولهذا عامة الرسل أول كلمة تقولها لأقوامها أعبد الله ولا تشرك به شيئا وقد علمنا وعرفنا وأن هذه العبادة ليس الله في حاجة إليها ولا كماله ولا ربوبيته ولا أولوهيته مفتق إليها هذه العبادة فقط من أجل أن يكمل عليها العابدون ويشعد فمن الظلم وأبشع الظلم أن يعبد من لا يخلق ولا يوزق ولا يهب ولا يطي ولا ينفع ولا يضور من منكم يرضى بالظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه فعبادة غير الخالق ظلما من أفضع أنواع الظلم وقد عرفها المؤمنون من أمة الإسلام منذ أن كانت إلى اليوم ولا ننسى قول الله تعالى من صورة البقرة من صورة الأنعام في حجاج دار بين إبراهيم وبين قومه قال أتحاجون في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشيكون به إلا أن يشع ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحقوا بالأمن أنا أمنتم من يعبد الله من يعبد غير الله أي الفريقين يحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يخلقوا إيمانهم بظلم كيف يخلط الإيمان بالظلم أي بأن يعبد مع الله ريوه بأن يشرك في عبادة الله سواء عبادة القلب أو اللسان أو الجوارة بأن يعبد مع الله غيره هذه الآية لما تلاها الأصحاب رضوان الله عليهم اضطربوا وقالوا من ينجو مننا إذا إذا كان لا نجاة لا يتحقق الأمن من عذاب الله وصخطه إلا من آمن ولم يخلط إيمانه بظلم من ينجو كلنا يظلم وظنوا أنها معاصي كسب أو شتم أو غيب أو نميم أو ذنب من الذنوب فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألم تسمع قول قول لقمان الحكيم أو قول العبد الصالح إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم الظلم يتفاوت فيه الصغير الكبير ماذا هل شتمك فلان في الشارع شتمك أباك إذن الظلم يتفاوت أعظمه أن تسلب حق الله وتعطيه لغير الله إذن الظلم حقيقته يا معشر المستمعين ومستمعات الظلم وضع الشيء في غير موضعه الظلم وضع الشيء في غير موضعه إذن وقد مثلنا أمثلة هل يجوز لأحدكم الآن أن يدفع الجالسين يمين وشمالا وينام هل هذا مكان نوم هل يجوز لأحدنا أن يعرض بضاعته الآن في المسجد يبيعها ظلم وضع الشيء في غير موضعه هل يجوز لعاقل أن يجلس أمام باب المسجد ويرفع ثيابه يتبول ظلم هذا وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم والظلم حرام بالإجماع منذ أن هبط آدم الأرض الظلم لا يقبه عقل بحال من الحوال أي أنواع الظلم أفضع وأبشى أن يخلق كالله ويرزقك ويربيك وينميك ويجعلك عبده فتغمض عينيك عنه وتلتفت إلى غيره بدل أن تحلف به تعظيما له وتمجيدا تحلف بسواه إغاظ له بدل أن ترفع كفيك إليه ضارعا سائلا يا ربي تلتفت إلى غير وتسأله بدل أن ترك أساجدا معلنا عن ذلك وافتقارك وحاجتك إليه تفعل ذلك أمام كائن من الكائنات ومخلوق من المخلوقات تصوتم أن أفضع أنواع الظلم هو الشرك والرياذ بالله تعالى كائن من المخلوقات إذن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأوا بأسمائهم قال ألما قل لكم إني أعلم خيب السماوات والأرض وأعلموا ما تبدون وما تكثمون وما كنتم تكثمون قال العلماء من هو الذي كان يكثم بينهم شيئا قالوا إبليس قبل أن يبلث قبل أن ييئس ما إن شاهد آدم وهو في طينته وعاف بالفراسة أن لهذا المخلوق شأن وتعهد بأن لا أن لا يطيع فكتم هذا في نفسه فأعلمهم الله أنه يعلم ما يكثمون هنا معاشر المستمعين مسائل لا بد من العودة إليها أولا لما استحق الله تعالى العبادة دون من سواه لما نسينا لعلمه الذي أحاط بكل شيء فالذي لا يعلم الغيب كيف يعبد ثانيا لقدرته التي تجلت في خلق السماوات والأرض في خلق الملائكة في خلق أبينا آدم القدرة التي لا يعجدها شيء فالذي لا قدرة له أو له قدرة محدود أو طاقة محدودة لا تتجاوز كيف يستحق أن يعبد كيف يشرك مع الله في عبادته كما يفعل المشركون الحكمة الحكمة هذا أولا هذا أولا ثانيا الخليفة وقد بينا في إيجاز أنه لا يحل للمسلمين أن يعيش بدون خليفة لماذا لأن الفوضى تدمرهم وتقضي على حياتهم ويفقدون الأمن والطهر والصفة ولو استفاق المسلمون من غفوتهم وعادوا إلى صوابهم لأعلنوا عن بيعة خليفة وتصبح البلاد الإسلامية كلها ولايات ومناطق تابعة للخليفة المسلم ولما فتتهم العدو ومزقهم نكاية بهم وتدهير لهم وحصل الذي حصل يجب على أهل الإقليم أنهم هم الذين يختارون من يحكمهم من أصلحهم من أعلمهم من أشرفهم من أكملهم حتى يستطب أمرهم وتكمل سعادتهم وحياتهم الدعوة إلى الفوضى محرمة ولا تحل ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم تحريما قطعيا الخروج عن الحاكم ولم يأذن فيه إلا في صورة واحدة ما هي عليكم بالسمع والطاعة في الأمر بالمعروف النهي عن المنكة إذا أمر الحاكم بالمعروف يجب أن يطاع نهى عن منكة يجب أن يطاع أمر بمباح أو نهى عن مباح يجب أن يطاع بارتكاب المنكة أو بفعل أو بإهمال معروف لا يطاع والحمد لله هذه الحكومات التي تحكم العالم الإسلامي ما ظهر إلا مرة حكم الشيوعيون في جنوب اليمن حقيقة أمروا بالمنكر وقلنا لا طاعة من عداهم ما هناك من أمر المسلمين بأن يعبدوا غير الله ما هناك من أمرهم بأن لا يصوم ولا أن لا يصل ولا أن لا يزك ولا أن لا يعموا بمعروف ولا ينهى عن موكر لكن فقط جهل المسلمين هو الذي وقف بهم إذن يقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان عليكم بالسمع والضع إلا أن تروا كفرا بواحا صراحا واضحا لا يختلف فيه اثنان إذا ناقشوا أو أرادوا أن يفهموا عندكم فيه من الله برهان هنا ماذا يصنعون لو كانوا على المستوى المطلوب للمسلمين هذا الحاكم أعلن عن كفره وإدته وقال لا أؤمن بهذا الدين ولا بهذه الشريعة حينئذ يجب أن يخلع يبعده وينصب غيره هل هذا يتم لأم مختلفا متفرقا أحزابا وجماعات لا يتم لهم إلا محنتنا أننا فقدنا الأخوة الإيمانية الأخوة الإسلامية المسلمون في أي بلد ما هم بمتآخين ولا متحابين ولا متعاونين فكيف يستطيعون أن يخلعوا أن يخلعوا حاكما أو تدى وكفر بالله وخارج عن الإسلام فلابد إذن من وجود أمة حية تسمع وتبس وتعطي وتمنع تستطيع أن تخلع وتنصب أما أمة ممزقة مفرقا مختلفة كيف تخلع حاكما وتنصب غيره أنا لها ذلك وكيف يتم إذن فكل من يدعو إلى الفوق والصراع والنزاع وسفك الدماء خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نذعن للحاكم ونستسلم وننقاد لكن في حدود ما هو مأذون له فيه أن يقول الحاكم يشرب المحرم أو يلبس الحرام أو يقول الحرام ما يطع والله عز وجل ما يصلط على المؤمنين حاكما يكفرهم أو يحملهم على الفسط والفجور إذا كانوا قد حققوا ولاية الله عز وجل ولكن إذا وجدوا أنفسهم تائهين في سحارة الحياة لا معرفة ولا بصيرة ولا استقامة قد يصلط الله تعالى عليهم إذا نعود إلى الحلقة المفقودة وهي أنه يجب أن نوالي الله عز وجل وأن نحقق ولايته إذا ما أصبحنا أولياء الله فالله عز وجل يؤذبنا يعذبنا بما شاء يصلط علينا أفسقنا وأفجرنا يسودنا بالحديد والنار ولا نلوم إلا أنفسنا ما هي ولاية الله ولاية الله أن نحقق إيماننا ذاك الإيمان المطلوب الذي إذا عرضناه على الكتاب والسنة وعلى أهل العلم والبصير وافقوا عليه وقالوا هذا هو الإيمان أولاً الإيمان وثانياً تقوى الرحمن جل جلال عظم سلطانه الإيمان والتقوى بهما تتحق ولاية العبد للرب تعالى وولاية الرب للعبد أما إذا فجرنا وفسقنا وخرجنا عن طاعة ربنا وطاعة رسولنا وانتهت الولاية ماذا نريد من الله سوى أنه يسلط علينا من يسومنا الخصفة والعذاب فلو أن المؤمنين استفاقوا وأفاقوا حقيقا لأقبلوا على الله بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يحققون أولاً ولايتهم لله تعالى إيمان وتقوى وهذا يا معاشر المستمعين ومستمعات يتطلب إنا العلم العلم وها نحن في هذه الآيات سناقف كيف شرف الله آدم وافع قدره بالعلم والذين جاهلوا من الملائكة أصبحوا دون مستوى آدم عليه السلام العلم كيف نطلبه كيف نحصل عليه كما علمنا وقدمنا كيف كان رسوله يعلم أصحابه يجمعهم بين يديه في مسجده ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فإذا أراد المسلمون في الشرق والغرب أن يحققوا ولاية الرب تعالى لهم عليهم أن يحققوا إيمانهم يؤمنون إيماناً كإيمان نبيهم وأصحابه ويعبدون الله عباد عبده بها نبيه وأصحابه إذ هذه الفرق الناجية هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيد وعباد وسلوك وآداب معاشى المستمعين تحقيق الولاية أن نقبل على الله في صدق ونطلب منه أن يعلمنا نقرى كتابه وسنة نبيه في بيته فلا نتخرج بعد العام العامين إلا علماء أولياء لله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما مع التمرد والعصيان على الله فأن لنا أن نكون أولياء لله لا خوف علينا ولا حزن في دنيانا وأخرنا معاشر المستمعين ما قرن الآيات في الكتاب فإليكم وها كما هي يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شرح الكلمات الملائكة جمع ملأك ويخفف فيقال ملك وهم خلق من عالم الغيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلقهم من نور الخليفة من يخلف غيره والمراد به هنا آدم عليه السلام قول يفسد فيها الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصر يسفك يسيل الدماء بالقتل والجرح نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده والتسبيح معناه التنزيح عما لا يليق بالله تعالى ونقدس لك أي فننزهك عما لا يليق بك والتقديس التطهي والبعد عما لا ينبغي واللام في لك زايد لتقوية المعنى إذ فعل إذ فعل قدس يتعدى بنفسه يقال قدسه وإن قلت قدس له زيادة في المعنى هذه الكلمات المعنى الإجمالي يأمر تعالى رسوله أن يذكر قوله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفه في إجراء أحكامي في الأرض وأن الملائكة سالت متخوفة من أن يكون هذا الخليفة ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض بالكفر والمعاصي قياسا على خلق من الجن حصل منهم ما تخوفهم فأعلم هم وبدهم أنه يعلم من الحكم والمصالح ما لا يعلمون والمراد والمراد من هذا التذكير المزيد من ذكر الأدل الدالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة للإيمان به تعالى ولعبادته دون سواه هداية الآيات أولا سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم كما علمنا واجب واجب على من لا يعلم من يسأل حتى يعلم ثانيا عدم انتهار السائل وإجابته وإجابته أو صرفه بلطف من سئله يجب أن لا ينتهر السائل ويحمى عينه فيه كما تقول العامة يجب أن يتلطف في إجابته إن كان يعلم علم ما لعن يقول يا فني الله أعلم ثالثا معرفة بدء الخلق ما عرفنا بدء الخلق لما قال إني جاعر في العرض لخالف هذه بداية الخلق عندنا ثالثا رابعا شرف آدم وفضله وكيف وقد أسجد له الملائكة كما سيأتي قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئ بأسماء فلما أنبئوا بأسماء قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون المفردات أو الكلمات آدم نبي الله أبو البشر عليه السلام الأسماء أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والإنسان قال عرضهم عرض المسميات أمامهم ولما كان بينهم العقلاء غلب جانبهم وإلا قال عرضها لأن فيهم العقلاء ائتوني أخبروني نعم أنبئوني معناه أخبروني هؤلاء أي المعارضين عليهم من سئل المخلوقات سبحانك تنزيها لك وتقديسا غيب السماوات ما غاب عن الأنظار في السماوات والأرض تبدون أي تظهرون من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها تكتمون تبطنون وتخفون يريد ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله تعالى وعدم طاعته في قضية آدم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه ولا يفعل ولا يترك إلا لحكم معنى الآيات الإجمالي يخبر تعالى في معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجب لعبادته دون سواه أنه علم آدم أسماء الموجودات كلها ثم عرض الموجودات على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في دعوة أنكم أكهم المخلوقات وأعلمهم فعجزوا وأعلنوا اعترافهم بذلك وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال تعالى لآدم أنبئهم بأسماء تلك المخلوقات المعروضة فأنبأهم بأسماءهم واحدا واحدا حتى القصع والقصيعة وهذا قال وهنا ظهر شرف آدم عليهم وعتب عليهم ربهم بقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هداية الآيات أولا بيان قدرة الله تعالى حيث علم آدم أسماء المخلوقات كلها فتعلمها ثانيا شرف العلم وفضل العالم على الجاهل ثالثا فضيلة لاعتراف بالعجز والقصور رابعا جواز العتاب على من ادعى دعوة هو غير متأهل لها قراءة تلك الآيات بعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباء واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فالأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب والرحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات في هذه الآيات تقرير مبدأ التوحيد والنبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر هذه الآيات نزلت لغار لهدف وقد ندرك ذلك وقد لا ندركه ولكن ولكن النظر العامة في مثل هذا السياق أنه تقرير لمبدأ لا إله إلا الله ومبدأ محمد رسول الله ومبدأ الحياة الثانية التي يدار الجزاء بعد هذه الدار التي يدار العمل إذ يوم عمل وغدا جزاء والبشرية أيام نزول هذه الآيات وبعثة هذا النبي صلى الله عليه وعليه 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 البشرية ظال تائها في أودية الظلال اللهم إلا بقايا من أهل الكتاب البشرية منهم المشركون الذين يعبدون الأوهام كالأصمام والتماثيل والشمس والقمار والنجوم وما إلى ذلك وهذه أغلبية البشرية مشركون إذن وأهل الكتاب زياد إلى أنهم أشركوا فهم كافرون إذ كذبوا رسول الله فالنصارى والعياد بالله تعالى ظل لهم اليهود فظلوا فأصبحوا وثنيين يعبدون ثلاث آلهة واليهود مع علمهم غضب الله عليهم ولعناهم لأنهم عرفوا وعموا عن الحق وآرضوا عنه فهم أيضا مشركون وكافرون إذن فكيف تنقذ البشرية أنقذها الله عز وجل ببعتة هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسله إلى الناس كافة من ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ومن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذن فمثل هذه الآيات أولا وإذ قال ربك للملائكة يخاطب الله عز وجل من محمد بن عبد الله بن عاشم القرش العدنان من ذرية إبراهيم وإذ قلنا من القائل أرب العزة والجلال والكمال وتقدم وإذ قال ربك للملائكة إذن الله عز وجل خالق الخلق ومدير الكون ومدبر الملكوت هو الذي أرسل هذا رسول وإلا كيف يخاطبه وينزل عليه وحجه ويعلمه إذن فالآية بمجرد ما تسمعها تقرر تقرر مبدأ أنه لا إله إلا الله أما الإلحاد العام الذي ظهر منذ ثمانين سنة وهو لا إله والحياة مادة هذا ما كان موجودا على سطح الأرض لا بين الإنس ولا بين الجن بل الخليقة كل واتوم بخالق أرازق مدبر فلما ما عرفوا اتخذوا رموزا يعبدون تحت شعار التقرب إلى الله العليم الحكيم الذين يعبدون الأصنام ما عبدوها لذاتها يبحثون عن الله خالقهم ورازقهم معطيهم ومانعهم محيهم ومميتهم ما عرفوا فزينت لهم الشياطين عبادة الأصنام وما إلى ذلك عبدت الشعراء في ديار اليمن كوكب معروف المجوع كانوا يعبدون النار أما الإلحاد بمعنى لا إله ذي فرية يهودية أرادوا أن يطمسوا بها معالم التوحيد وأخيرا بعدما بلغت مبلغها فالشرق والغرب انفضح ستارها وظهرت لعبة يهودية إذ الفطرة التي فطرة الإنسان عليها تشهد لا إله إلى الله توم بوجود الله ولكن عبدت الأصنام الأصنام لوثان تقاربا إلى الله عز وجل وهؤلاء كبار المشركين بل وأئمتهم في قريش في مكة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله يولفا وكيف هم يحجون بيت الله ويقفون في عافات لله ويعبدون الذات والعزاء ومنات وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما ولكل قبيل إله يعبده إذن فخطاب الله عز وجل في مثل قوله وإذ قال ربك للملائكة النجاع رب غليبا هذا يثبت وجود الله هذا يتكلم هذا كلامه كيف وصل هذا الكلام أوحاه إلى من إلى محمد عبد الله ورسول فهو رسول الله فتم مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن وهذه الأنباء هذه الأخبار غيبية تعجز البشرية عن وصولها إليها أو الحصول عليها بحال من الحوال إذ كان هذا قبل أن يكون الإنسان فكيف نعلم هذا ونص إليه إنه من طريق الوحي لله الذي نزل بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم إذن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة تقدم أن عرفنا أن الله يؤدبنا ويعلمنا كيف يستشير رجالنا وعلماؤنا وعظماؤنا من دونهم وفي الحديث الصحيح ما خاب من استخار ولا ندم من استشار فالله يقول في عباده المؤمنين وأمرهم شورا بينهم فالله عز وجل يقول الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يخلفني في تطبيق شرائي وإنفاذ أحكامي ولا حرج خليفة من شأن أن يموت ويخلف غير وجعلنا خلائف الأرض والكل كما علمتم صحيح وتدل على الهلاية الكريمة يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة ماذا يطبق شرائع الله وينفذ أحكامه في عباده فالملائكة كأنهم استغربوا هذه القضية وتعجبوا منها وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ويسفك الدماء وقد علمنا أنه بالغهم علم قبل علم سابق أن هناك من سكن هذه الأرض من عالم آخر عالم الجن وما كان منهم إلا أن فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته وتقاتلوا وأجرموا فالملائكة فاهموا أن هذا المخلوق الجديد الذي سيعمر الأرض قد يسفك الدماء ويفسد فيها بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب فأبدوا ما عندهم أتجعل فيها وليس هذا والله من باب الاعتراض على الله وإلا من باب التقرير أتجعل هذا وقالوا سبحان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هناك حاجة إلى أن تخلق مخلوقا يعصيك ويخرج عن طاعتك ويفسق عن أمرك ونحن نسبحك الليلة والنهار ونقدسك يا رب العالمين ذي مجرد إبداء رأي ومن حقهم أن يقول وهم مع ربهم يناديهم ويكلمون إذن فرد تعالى عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون ونعم علمه أحاط بكل شيء وعلمهم محدود في نطاق ضيق سامعوا أو شاهدوا ما حدث في الأرض فخافوا أن الذي ينزل بعد الآن يفعل مثل الذي فعل الأولون وقد حصل فقد سفكنا الذماء وأفسدنا في الأرض الأمر الذي لا يقادر قدره ولكن منا أولياء منا صالحون منا ربانيون عبدوا الله الليل والنهار والدهر كله إذن وضخوا وضخوا يا رسولنا إذ قال إذ قلنا للملائكة السجد لآدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عضهم أهل الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين علم آدم الأسماء كلها سبق أن قلت لكم لا عجب في هذا أبدا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أراه على شاش على صورة الأجناس كلها وأسماءها وأثبتها في قلبه فحفظها وفهمها وعرفها ولا حرج وسواء قلنا في ساعة أو في دهر أو في عام هذا لا علم نانا به علمه الأسماء كلها أسماء الأجناس حتى قال ابن عباس كالقصعة والقصية شاهدها ثم حفظ أسماءها أراد الله ذلك ليختبر الملائكة وليوريهم عجزهم وضعفهم إذن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عارضهم عارض التلفاز والشاشة التي تشاهدون ولا ننسى أن هذا العرض تم هنا في هذا المسجد والله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في محرابه ولم يكن محرابا كهكذا في مكان مصلاة إلى الجدعاء فالروضة والآن موجود مكان المحراب محرابا يصل بالناس وإذا به يتقدم قليلا ويمد يديه كأنما يريد أن يتناول شيئا ثم يرجع ويواصل صلاته ثم يرجع القهقر ويشيح برأسه ووجهه كذا كأن لهب النار فلما فاغ من صلاته سألوه ما الذي حدث يا رسول الله قال عرضت علي الجنة عرضت علي الجنة فرأيت عنبا فهممت أن أخذ عنقودا لو أخذته لأكلتم منه الضهر كله ليم لأنه غير قابل للفناء ما يفنى كالعالم الآتي لا فناء فيه وعرضت علي الناء فرأيت أكثر أهل النساء فأشحت بوجهي لحرارتها فالعرض الآن في التلفاز والشاشة السينمائية بارد ما في حقيقة صور أما العرض هناك كان حقيقة هل قال أصحاب رسول لهذا مستحيل أو كيف يتم قالوا آمنا بالله وبما أخبر به رسول الله صلى الله وسلم والشاهد عندنا وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأجناس الإنسان والحيوان والما وما إلى ذلك وشاهدها ذواتا كيف هذا ألم يكن قد كتبها الله في كتاب المقاضي قبل أن يخلق السماوات الأراضين ما من كائن على سطح هذه الأرض ولا في السماء إلا وله صورة في ذلك السجل العظيم الكتاب المبين أو الإمام المبين منها فقط عرضها وبالأمس كنا مع البخاري في حديث عبد الله بن مسعود يؤمر بأربع كلمات يكتبها هذه الكلمات مستحدث جديدا هذه من كتاب المقاضي فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد إذن علم آدم الأسماء كل ثم عارضهم على الملائك عارضا شاهدوها فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم كذا وكذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال لآدم يا آدم أنبئهم بأسماءهم خبرهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكذمون لأن ابنيس عليه لعام الله قبل أن يبلس ما زال في محيط الملائكة يعبد الله عز وجل كان قد حمل في نفسه شيئا لآدم فأخبرهم الله بعلمه بما في نبوسه وما يكتم والآن وصلنا إلى الآية التي هي موضع درسنا اليوم وإذقنا للملائكة أي أذكر يا رسولنا يا نبينا قولنا للملائكة كذا وكذا أليس هذا يشهد بوجود الله أيوجد كلام بدون متكلم ألا يشهد هذا لعلم الله أليس هذا علم أيوجد علم بلا عليم كما قدمنا الآيات قرر وجود الله وعلم الله وقدرة الله وحكمة الله ورحمة الله كل آية تقرر هذا اذكر قنا للملائكة اسجدوا لآدم معاشر المستمرين في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لما فاز آدم ونجح في الامتحان وخاب وخسر الملائكة في امتحانهم وعجزوا إذن أراد الله تعالى أن يرفع آدم أن يرفع شأنه ومنزلته ومقامه فوق مستوى الملائكة فهاه ذا تعالى يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة وتأليه إذ المسجود له في الحقيقة الآمر المطاع آدم ما أمر ولا أطيع فلا يقال هذا سجود عبادة الذي عبد وذل له وأطيع هو الله إذ هو الذي أمر وآدم فاز بالتبجير والتعظيم إذ وقع هذا السجود والطاعة لا هو ومنه وإليه ولا حرج لأن الله أراد ذلك وهذا نظير صلاتنا إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إذن فنحن نصلي بعد الطواف سبعة أشواط نصلي ركعتين لمن لله تعالى أين نصلي خلف مقام إبراهيم إذن المقام فاز بأشرف عبادة قاع عنده ودونه والصلاة هي لله عز وجل وإذ قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا السجود خاطبا الله عز وجل بما نعرف السجود في لغة العرب هو أن ينحني المرء وينكسر وينزل الأرض ويضع وجهه جبهة وأنف على الطراب ذي حقيقة السجود وإن كان معناها الخضوع والذل فكل من ذل لرجل وخضعه قالوا سجد له لكن خاطبنا بما هو معلوم عندنا سجدت الملائكة على الأرض لآدم عليه السلام فالله فالله والآم هو المطاع إذن هو المعبود والمسجود له وآدم فاز بالشرف والكرام العليا لأن الله رافعه بالعلم والسجود والسجود المعروف عندنا هو وضع الجبهة والأنف على الأرض ولا تصح صلاة قادر على السجود بدون سجود نعم المريض يومي إيماء إلى الأرض أما القادر على أن يضع جبهة وأنف على التراب فلا تصح له صلاة لأن هذا ركن من أركانها هذا السجود كان الأولون يسجد العظماء أو الكراماء لبعضهم البعض والعوام تابع لذلك والدليل أن يوسف الصديق ابن الصديق عليه السلام لما جلس على أريكة الملك وعرش الدولة وجمع الله لو شمله بأبويه وإخوته فإنهم خروا له ساجدين فسجدوا طاعة إكبارا تعظيما تبجيلا ليوسف عليه السلام وذكر هذا الحق تعالى في كتابه وخروا له سجلا إذا وسجل الناس لبعضهم البعض كما هي التحية المعروف عند الناس وهنا أشير إلى فائدة وهي أن التحيات كلها لله ولهذا لما نجلس بين يدي الله عز وجل نقول التحيات لله التحيات جمع تحية وهي ما يعظم به الإنسان أخاه ويجله ويكبره كلها لله والسجود من التحيات ولذا قال أهل العلم جميع حركات الصلاة التحيات من رفع اليد هذه تحية معروفة عسكرية لكن بيد واحدة ونحن حي ربنا بكلتا يدينا لا يجوز أن تقول هكذا مع الله لابد من يديك الاثنين الوقوف باعتدال غير مطأ طعرات ولا منكسر تلك الاعتدال واللي وجهك شطر المسجد الحرام هذه تحية وقد يحيي الناس بها الآن بعضهم بعضا الركوع معلوم بالضرورة أن الناس يحيي بعضهم بعض بالنحن والرقوع تلك الجلسة التي يجلسها جلس التحية والسجود فوق ذلك إذن جميع التحيات التي عافتها البشرية وحي بعضها بعض بها جمعها الله تعالى لنا في الصلاة فالذي فالذي لا يصلي كفر الله عز وجل وما اعترف بجلاله ولا كماله ولا بعظمته ولا بوجوده وإن عوقب فالعقوبة أهل إعدام له لأنه غير أهل للحياة كفر الله عز وجل ولم يحي ولم يعظمه إذن عرفنا أن الصلاة تحية لكن جمعت كل أنواع التحيات ولهذا نقول التحيات لله والصلاوات السجود حاول بعض المؤمنين أن يسجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان بديار الشام وجاء إلى المدينة مسلما فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فأبى ولم يسمح له واعتذر الصاحب بأنه رأى أهل الشام يسجدون للقصص وللبطارقة قال فأحببت أن أسجد لك كما يسجدون له فقالها صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين فنسخ الإسلام برسوله ورسالته وكتاب السجود بالمرأة الواحدة فلا يسجد إلا لله لا يذل المؤمن ولا ينكصر أبدا إلا بين يدي الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا امتثلوا أمر بهم على الفور والملائكة كم لقد درسنا وعرفنا لا يحصي لهم عد إلا الله إذا كانت السماء لا يوجد فيها موضع قدم أو شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم من يحصي عدد الملائكة إذا كان كل واحد مننا موكل بعشر من ملائكة أو اثنين عشر ما بين الحضرة وبين الكرام الكاتبين والشاهد عندنا فسجدوا امتثلوا أمر الله فخروا ساجدين لآدم هذا السجود لآدم ولكن حقيقة لمن للآمر وإلى الذي يعطيع إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكابرين من هو إبليس إبليس كن يتوب مرة معروفة يقن إبليس بأبي مرة هل كان اسمه هكذا أو عزازيل على كل إبليس كان من العابدين لله عز وجل الراكرين الساجدين آلاف السنين وهو ليس من الملائكة بل هو من الجن من عالم الثاني الملائكة أولا والجن ثانيا والإنس بعد ذلك عالم ثالث والحيوان عالم نار راب والمناسبة بين النار والنور معروفة فلهذا الجن يختلطون بالملائكة ويفهمون لغتهم ويسمعون منهم والدليل أما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أو الجان يكونون في عنان السماء فيختلطون بالملائكة فيسمعون الملائكة تتحدث عن أخبار الله التي علمهم إياها فيسترق أحدهم الكلمة فيأتي بها إلى الآدم الكاهن فيقرق رها في أذنه فيضيف إليه تسعة وتسعين كذبة ويقال فلان يعلم الغيب ويأتون ويعطونه المال ليعلمهم الغيب وهو نسبة الصدق معه واحد إلى مئة والشاهد عندنا إبليس كان من العباد ويعوى أنه أرسله مع جند من الملائكة إلى الجن الذين سكنوا الدنيا وفسدوا فيها وسفكوا الدماء فحاربهم إبليس بجيش عظيم من الملائكة وأجلاهم إلى جزر البحر ثم لما حصل الامتحان الإلهي والاختبار وقال للملائكة وإبليس قبل أن يبلس معه مسجده فسجده إلا إبليس أباء يسجده واستكبر وكان من الكافرين وقد جاء هذا مفصلا في عدة آيات منها من صورة الحجر إني خالق بشرا من صصال من حماء مسنون فإذا سويت ونفخت فيهم الروحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشرين خلقته من صلصان من طين من حماء مسنون وخلقتني من نار فأبدى علة امتناعه عن السجود لآدم وهي أولا الكبر كيف وأنا المخلوق من مادة ملتهبة النار أسجد لمن خلق من طين من صلصال من حماء منط مسنون ثانيا منعه أيضا مع الكبر الحسد كيف يتفوق هذا المخلوق علينا ويفضلنا ونؤمر بالسجود له فكانت المعصية مزدوجة مركبة من الكبر والحسد وهما شر ما يوجد على الأرض داء الأمم كلها أو داء الأمم كلهم داءهم الكبر والحسد فلهذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ضرة من كبر لأن هذا القدر الخفيث القليل يحجب صاحبه عن النور ويمنعه من الهداية ويطغى هذا الكبر عليه فيتكبر حتى عن الله عز وجل فلا يركع ولا يزجد من الهداية إذن والحسد من نتائجه أن أول دام سوفك على سطح الأرض من بني آدم كان نتيجة الحسد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل النفس هابيل وقابيل ابن آدم عليه السلام كل منهما قدم قربان لله عز وجل فقبل الله أحد القربانين ولم يقبل الآخر ليما لأن الذي قبله كان يريد به وجه الله وكان من خيرة ما يملك من المال الذي تقرب إلى الله والآخر والعياذ بالله كان من أسوأ ماله وأردئه فلم يقبله الله عز وجل فلما رأى آخره تقبل الله منه وهو لم يتقبل منه عزم على قتله وقاتله بالفعل فهذه أول قطر الدماء دام على الأرض من بني آدم سببها الحسن إلا إلا إبليس أباء بمعنى رافض وامتنع واستكبر وكان من الكافرين ومن هنا معاشر المستمعين إن بعض الذنوب يكفر بها صاحبه آدم ما كفى الله قال لا وجود لله ولا سب الله ولا ولا كفى بمعصية فلهذا توجد المعاصي التي يكفر بها صاحبه فلهذا نحذر ما هو معصية وسواء قيل فيه فسق أو إيثم أو جريم أو كبير أو صغيرة توجد ذنوب يكفر بها فاعلها والعياذ بالله وهنا إبليس وكان من جملة الكافرين لامتناعه عن طاعة الله في السجود لآدم وحملوا على ذلك داء الأمم ألا وهو الكبر والحسن وهنا يقول تعالى قل نهبط وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما رغدا وقلنا متى وقلنا يا آدم أي بعد أن خلق الله آدم وأسجد له الملائكة وبعد أن خلق حوى من ظلعه الأيسر فكانت إلى جنبه وأراد الله عز وجل أن يهبطه ما إلى الأرض وهذا متى تم بعد أن خرجا عن طاعة الله وأكلا من الشجرة وهاهدي فيما يبدو معصية خفيفة وإبليس هو الذي غرر وخدعهما وقال إني لكم هذا من الناصحين إذن هذه الأحداث ليست تتم في ساعة أو دقيقة لكن الكلام هذا من شأنه وقلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة متى لا يوم سجد الملائكة لآدم ولا يوم أبلس إبليس هذا بهر يعرف الله عز وجل ولكن التغتيب للأحداث هو هكذا أولا خلق الله آدم ثم أسجد له الملائكة ثم بعد ذلك أمره أن يهبط إلى الأرض مات سبب هذا الهبوط إلى الأرض أن الله عز وجل أذن له ولحو العيش في دار السلام يأكلان من ثمار الجنة ونعيم ها ويسعدان بوجود فيها لكن ها هما عن أكل شجرة لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أباح لهم كل ما في الجنة إلا هذه الشجرة أراد أن يمتحن ما هو قد كتب قدرا أن ينزله ما إلى الأرض وتعمر الأرض بذريته ما إلى يوم القيامة ولكن ما هي الأسباب والسنن لا بد من هذا فحرم عليه ما الأكل من الشجرة ما هذه الشجرة ما دام لم يبينها رسول الله سلم لا حق لنا أن نقول التين ولا أن نقول رمان أو التفاح شجرة ومتى هذا بعد أن أبلس إبليس وطرد وخرج من الجنة ومعنى إبليس معنى المبلس المؤيئس من رحمة الله المطود المنفع عن كل خير إبليس إبليس لما أبلس من جراء آدم وحر من جراء آدم بالذات أراد أن ينتقم أيضا فيهما من طريق الوسواس الحكايات الإسرائيلية تقول دخل إبليس في صورة حية إلى الجنة ولا حاجة إلى هذا فإنه ما من أحد مننا إلا وعنده جهاز تلقي وإرسال إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله نزع منه ذلك الجهاز حتى لا يستطيع الشيطان أن يتصل به أما نحن أرادا شغال ليلة نهارة إذا فاتصل بهما من طريق الوسواس فوسوس لهم الشيطان ما دخل الجنة ولا يدخلها ولكن اتصل بهم الآن يتص بيك الإنسان من أمريكا وأنت في المدينة هو معك في بيتكم في أسواق المدينة تقول لا مستحيل قول مستحيل وهو هالو هالو يتكلم معك ويوسوس إذا فأزلهم الشيطان عنها وأسقط هما وأوقع هما في الزلل وهو ارتكاب المعصية بسبب ماذا بالتزيين والتحسين هل أدلكم على شجرة على شجرة الخلد وملك لا يبلغ إذا أكلتم من هذه الشجرة لا تموتان لا تفنيان تخلدان وكذبهما وهو لا يملك إلا تزين فقط أعظم سلاح لدى العدو ليوقع الآدم في معصية الله فيهلك هو التزين إذ قال فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذن فما كان من آدم إلا أن استمع لنظرية زوجته وقبل كلمتها وهذا الذي يقع أيضا لرجال منا الذي يستجيب لمرأته ويقبل اقتراحاتها وما تريد يا ويحه قد يقع فيما وقع فيه آدم فحواء عليها السلام هي التي بادرت وأكد قد ما أصابني شيء كن أنت فاستجاب وأكل ما إن أكل من الشجراء وارتكب المعصية حتى انكشفت عورتهما ذهب النور الذي كان يكسوهما ولا يعرف أحدهما فرجا لا قبولا ولا دبرا ما إن ارتكب المعصية زال النور فأسرعا إلى وراق الشجر يسطران عورتهما وطفقا يخصفان عليهما من وراق الجنة فلهذا فطرة الآدم أنه يسطر عورته ولو كان مجوسيا أو كافر وإلا لا بالفطرة أن الآدم يسطر عورته وإن قلت وجدت أندية العري في أوروبا عند الباب تسلخ وتدخ العري هذا مسح إبليس ما هو فطري إبليس هو الذي مزق حجاب الفطر ونفذ إلى قلوب أما الفطر الحقيقية كما تعلمون تمشي إلى سكان الغابات تجدهم قد وضع على فروج مستهرة ولو من شجر إلى الآن إذن فلما بدت لهما سوء طافق يخصفان عليهما من وراق الجنة وناداهما أبوما ألم أنهكما عن تلكم الشجراء وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين إذن فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو من هم لبعضهم عدو آدم حوى لا آدم وزوجه طرف وإبليس الطرف الثاني إبليس كان يعيش في الملكوت لا لا الآن منع الآن ساكن في الأرض اهبط لتؤدي مهمتك وهي إغواء بني آدم وإضلالهم وهذا الذي التزم به ولكل تدبير العليم الحكيم ليدخل من يشاء في رحمته ويضل الظالين إذن بعضكم لبعض عدو ولكم فالأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومن هنا نبهن أيام شاعت فكرة الصعود للقمر وقلنا لا يمكن للآدم أن يعيش على كوكب الكواب وإن عاش يوما أو أيام والله لا ينزل إلى الأرض ولا يموت النبي ليبعث منها قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إذن ولكم في الأرض لا في السماء مستقر قرار ومتاع أكل شرب وحياة إلى حين نهاية آجالكم وأعماركم ونهاية الحياة بكاملة ولكم في الأرض هذه المعهودة مستقر ومتاع إلى حين فمن يزعم أنه يستطيع أن يبني قصر في القمر أو في كوكب ويعيش هو هناك هذا باطل باطل والحمد لله استرحنا من هذه الكذبة كما استرحنا من الشيوعية انتهت لأن الذين كانوا روادا للقمر كذبوا أخيرا من سنتين وقالوا ما طلعنا أفلام سينمائية في الجبال واستريحوا قال فتلقى آدم آدم من ربه كلمات فتاب عليه تلقى تلقى وحيا أوحاها الله إليه كلمات معدودة ثلاثة أو أربعة فلما قالها تاب الله عز وجل عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فبسببها تاب عليه ما هذه الكلمات هذه جاءت من صورة العراف وهي قولهما عليهم السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فكل مؤمن أو مؤمن أراد أن يتوب فعليه بهذا الكاس من العسل رب ظلمت نفسي معترفا بفجره أو بفسقه أو بمعصي متألما منها لأنه أغضب الله عليه وأصطه بغشيان وارتكاب ما حرم عليه يناديه بهذا الصدق رب ظلمت نفسي أي بفعل كذا وكذا ولا يضكر جريمته لله لأن الله يعلمها رب ظلمت نفسي وإن لم تغفلي وترحمني لنكونن من الخاسرين أي من جملة الخاسرين وفي عدادهم ومن هم الخاسرون الماديون لا يعفون من الخسارة إلا المادية صفقة جارية ما ربح فيها باخرة تحمل بضاعة غريقة مزرعة إن قطع عليها الما ماتت زوجة ماتت ولد جنة هذه خسائر الدنيا لكن الخصان الحق بيّنه الله تبارك وتعالى هو أن يخسر الإنسان نفسه وأهله لا يبقى له أب ولا أم ولا ولد ولا أخ ولا قبيل ولا يعرف أحدا ويعيش في عالم وحده لا أنيس ولا أنس بيّن تعالى هذا في آيتي من كتابه فقط وهو قوله تعالى قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة نعم نحن نعد الخسارة أن نضيع ركع من الصلاة نعد خسارة أن نفتر في يوم من عيام الصيام خسارة أن نشتم مؤمن أو نضرب نعد المعصي لله عز وجل خسارة نعم ولكن غيرنا يعد الخسارة فقد المال أو الإنسان وبين تعالى لنا الخسارة الحقيقية ألا إن أن يفقد الإنسان كل ما عنده ويجد نفسه في عالم عالم شقا كله لا أنيس ولا من يؤانس قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم قياما ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين معاشر المستمعين كيف نتقي هذا الخسران كيف نجنب أنفسنا منه ونبتعد من ساحته إنه بالإيمان وصالح الأعمال باتقاء الشرك والمعاصي يجنبك الله هذا الخسران ويبعدك عنه إيمان صحيح اعرضه على الكتاب والسنة يوافقان عليه عمل صالح ذاك الذي بينه الله ورسوله الله في الكتاب والرسول على لسانه وبعمله مع اجتناب الشرك بالله ولو في كلمة واحدة ولو في إشارة برأسك علمنا أن أحد الأولين جاءه الشيطان وهو مغلل يعد للموت لشريم ارتكب قال له أدلك على شيء إذا فعلته نجوت قال دلني قال اخفر رأسك لي أسجد لي سجدا فسجد له فقتله ومات إلى جهنم ومن أراد أن يقف على هذه ففي التفاسير عندما قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفى قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها إبليس وذلك الرجل الفاسق وذلك جزاء الظالمين فتلقى آدم من ربه كلمات عرفنا الكلمات وإلى ما هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين يجب أن نحفظها ونستعملها في كل ذنب نشعر به وكل خطيئة نرتكبها إذ نجى الله تعالى آبانا آدم وأمنا بهاتين الكلمتين كيف ننساهما أعوذ بالله من الشيطان رجيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ما ينفيا خالدون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين قول ربنا جل جلاله قل نهبطوا منها من الذين أمعهم بأن يهبطوا منها ومن هي هذه أو ما هي هذه التي يهبطون منها أما الهابطون فهم آدم عليه السلام وحواء والعدو إبليس عليه العالم والضمير في منها عائد إلى الجنة دار السلام إذ قد سبق في الآيات الكريمة أن الله عز وجل استشاء الملائكة وقال وإن كان تعالى في غنى عن المشوى عن المشوى ولكنه التعليم والتربية لبني آدم فلهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخاء ولا ندم من استشاء وقال فالربانيين في صدر هذه الأمة وأمرهم شورى بينهم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فما كان جوابهم إلا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن درسنا عرفنا مسألة تزن قنطار الذهب وهي أن الإفساد في الأرض لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله الإفساد في الأرض ليس بهدم المباني وتعطيل الطرق وإزاحة الجبال وإيقاف الأنهار المقصود منه معصية الله ورسوله في الأرض وكيف كانت المعصية فسادا الجواب أنتم على علم وهو أن الله تعالى لا يأمر بأمر لينهض به المكلفون إلا وهو الخير كله ولا ينهى عن شيء إلا وهو الشر كله وإن قلتم بالغ الشيخ في هذا فالجواب أليس الله عليما حكيما ما آمنتم بعلمه وحكمته فكيف إذن يأموا بما لا خير فيه ولمن للآدميين أما هو تعالى فغناه مطلق إذ كان الله ولا شيء غيره لكن بالنسبة إلى عبيده من الإنس أو الجن يريد يريد يرضيهم على الكمال ليسعدهم في الحال والمآل يأمرهم إفعلوا 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 كذا إفعلوا قولوا كذا اعتقدوا كذا وينهىهم لا تفعلوا كذا لا تعتقيوا كذا لا تقولوا كذا وذلك من أجل إكمالهم وإسعادهم فوالله الذي لا إلى غيره لا يأمر إلا بما فيه خير هذا الإنسان ولا ينهى إلا ما فيه شر هذا الإنسان فمن هنا من هم المفسدون في ديارنا العاملون بالمعاصي أولا يفسدون أنفسهم يخبثونها يلوثونا يعفنونا حتى تصبح كآواح الشياطين ويومها لا حق لها في الملكوت العلى خبذت لا تصلح للسماء ولا للنزول بها وهذه الحقيقة أيضا أصبحت كالشمس بين أيدينا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين من هم المفسدون غير المكذبين والكافرين والمستكبرين والمجرمين والظالمين إذن أهل الفساد في الأرض هو معصية الله تعالى ورسوله فكل من يعيش على معاصي الله ورسول كأنه آخذ بيده معول ويضعب في الأرض ويفسد إلا ينتشر الخنى والكذب والسرقة والخداع والنفاق وسوء الأخلاق وهبوط الآداب إلا من جراء المخالفة المعاصي إذن قلنا اهبطوا منها جميعا عرفنا من هم الذين هبطوا آدم وحوى لم هبطهم ما أصبحوا أهلا لذلك النعيم كيف تلوثت أنفسهم ما أصبحوا أهلا لمجاورة الله يهبطوا إلى الأرض لما أمعهم بالهبوط وأهبطهم أتدرون ماذا أما آدم حوى فجريرتهما فمعصيتهما فذنبهما أنهما أكذا من الشجر إذ قال لهم ارتعوا في هذا النعيم كنوا وتنعموا ولا تقابوا هذه الشجر إذن فما كان من عدوهما وعدو البشرية كلها إبليس إلا أن زين لهم الأكل من الشجر ووقعت في الفخ حوا قبل آدم وذلك لضعف عقول النساء هي التي بدأت وقالت أكلت ولا شيء إذن يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هنا موقف يجب أن لا ينسى من أجل معصي واحدة حرم آدم وما أتعو من نعيم كان فيه وأهبطا إلى عالم الشقاء والكدح والعمل المتواصل معصية واحدة فكيف بالذي كل يوم يقارف معصية ويغشى ذنبا ويأت كبيرا وإبليس أتدون لما أبلس لما أؤيس من الخير وأصبح مطبوعا على الشر هو وذريته وما تناسل منه ماذا فعل ما هي معصية ما قتل نفسا ولا أحرق قرية ولا عبث بالمصحف ولا بال عليك ما يفعل طغاة العرب بال على المصاحف ماذا فعل إبليس ما زاد على أن رأى أنه خير من آدم بقياس ماه بصحية فاعتذر لله وقال لا أسجد له خلقتني من نار وخلقته من طين فأنا أشرف منه وأكمل في أصل خلقتي كيف أنزل من مستوى العالم الرافية وأسجد له هذا الذنب الوحيد وهو الكبر والقياس الفاسل أبليس والله لقد أبليس أتدون معنى أبليس بالبربرية موسح منه عناصر الخير وأصبح كله شك أبليس لمعصية واحدة وهي الكبر وما نتج عنه فهذه المعصية يقارفها ملايين البشر وما يشعرون وهل هذه المعصية أخرها فقط في كون فلان ما ركع أو سجد الكبر يمنعك أحيانا من كلمة الحق من الاعتراب بالحق من فعل فضيلة من النهوض بواجب إذا كان هذا المرض متأصلا في النفس لن يفلح صاحبه وفي الحديث الصحيح إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره معاشر الأبناء والإخوان والمؤمنات أهل تقاومون هذا الخلق أو أنتم براء منه سالمون معافون فمن شعر بهذا الداء أو المرض فليطرح بين يدي الله ويشكو إليه علته وسقمه ويطلب منه الشفاء ومن أمثلة مقاومة القبر أن الحسن بن علي ابن الدوحة النبوية ابن الزهراء جده رسول الله الله ويمشي في مركب على فرصه فمر ببعض الفقراء في ظل شجرة أو جدار في تلك الأيام في غير ظل الشجرة أو الجدار وهم يأكلون أرغيف من الخبز فسلم عليهم فقالوا يا ابن فاطمة ألا تنزل تأكل معنا فوالله لقد أوقف فاسه ونزل وجلس على الأرض مع الفقراء وياكل الخبز معه هل عرفتم هذه ومن مظاهر هذا المال وأنتم تشاهدونه في الذين يجعون ثيابهم في الأرض وقد لفت النظر إلى هذا أبو القاسم صلى الله وسلم وحذر وأنذر وقال ما زاد على الكعبين فهو في النار أفصح قال من جرة وبوخ يلا أي كبرة فهو كذا وكذا أتدرون التواضع المناف للكبري عمر رضي الله عنه وهو خليفة المؤمنين يذهب إلى السوق يشتري قطعة اللحم ما فيه موازين ممكن الفخض ويحمله في ثوبه إلى بيته تستطيعون أن تفعلوا هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وقبلها وهو الوزير الأول ولو وزن إيمان من في الأرض بإيمانه لرجح إيمان أبي بكر لما ولي الخلافة بعد أن فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت جاية من الحي الذي كان يسكن في أحياء المدينة وأحواشها قالت آه من يحلب الآن لنا مع زناء فسمها قال أنا أحلم لكم لا يمنعني أبدا أن وليت خلافة أن لا أحلب وبقي يحلب لآهل الحي كما كان إلا عرفتم هذه العلة قاوموها بمجاهدة النفس امشي حافيا أدبها اجلس مع الفقار والمساكين كون الخبز بدون ملق وهكذا ترور وحتى تذل لله وتفضع وتجد لذاذ في أن تعفر وجهك في التراب وأنت تقول سبحان ربي العلام إذن هبط لما هبط إلى الأرض ماذا قال لهم الله عز وجل فإما يأتين مني هدى والأصل إن يأتي مني هدى مما مزيد لتقوية الكلام إن يأتي يأتي مني هدى هذا الهدى ما الهدى هذا الهدى ما يهدي السالك إلى بغيته ويصل به إلى غرضه سواء كان علم يرفع أو نار أو مصباح أو دليل يمشي أمامه والمراد من الهدى هنا هو ما يوحيه الله تعالى إلى رسله وأنبيائه من كتاب وغيره أي من شرائعه عز وجل التي يوحي بها إلى من يصطفيه من الناس ويجتبه هذا الهدى يقود يهدي إلى أين إلى سعادة الآدمي والله العظيم يهدي إلى سعادة الآدم في الدنيا والآخر معه كيف هذا يا شيخ نعم تعاليم تعاليم مصدرها العليم الحكيم لا يأتي هالمومن إلا كمل وسعيد ولن يتخلف وعد الله عبدا إلا إذا أخل العبد فلم يلتزم بالمبدأ وقدم وآخر أو انحرف يميع شمالا يضعف ذاك الهدى وما ينير الهدى هل عند أمة محمد الآن هدى نذهب مالك ما هو الهدى قال الله تعالى قال رسوله القرآن والسنة الكتاب الكريم والسنة الصحيحة الشريف المطهر لماذا نكتفي بالقرآن القرآن فيه إجمال إيجاز لو يشرح ويفصل لا أصبح الثلاثين مجلد والخمسين مجلد بل والمئة كيف تحمله البشرية ولهذا يحمله أحدكم الآن في جيبه أليس كذلك فلابد من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوبا يشرح يبين يعلم يعلم يفسر وإلا ما تستطيع البشرية أن تهتدي إلى الكمال من القرآن بدون ما رسول لله يبلغها ويعلمها فليهذا فليهذا أقضية أحكام ورسول الله سلم كلها مصنبط من القرآن عرفها من عرفها وجهل من جهله أعرفتم الهدى هذا فإما يأتينكم مني هدى والخطاب لآدم وحوى ولذوريتهما إلى يوم القيامة فمن اتبع هداي ومن شاوراء الأعلام التي تقود إلى دار السلام فأحل ما حل الله حرم ما حرم الله ونهض بما أوجب الله من عقيد أو قول أو عمل لا يزال سائرا في أمن وسعادة حتى ينتهي إلى دار السلام فلا خوف عليهم ولا هم أعلم كيف هذا ما نعرف ما نعرف على سبيل المثال هذه الدولة وإن كان بعض الغافلين يتململون ونحن من باب إياك أعني واسمع يا جارع نريد أن نلفت نظر العالم الغافل هذه الدولة قامت بسم الله على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن من آل سعود تميم من بني تميم تميم بني تميم والله العظيم وقد عرفتم منزلة بني تميم عند رسول الله في حديث من ربكم أرادت عائشة أن تعتق مملوكا في كفارة فعرشدها إلى أسرى أو عبيد بني تميم فإنهم من أولاد إسماعيل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا ومن صوات طاها فمن اتبع هدايا اتبع فيه معنى التكلف وتتبع اتبع ما فيه تكلف بحسب الظروف في هذا الوقت بالذات في بلاد العالم الإسلامي لا تتبع الهدى إلا بمعاناة كيف تخالف أهل المجتمع مرتك مغطية ونساهم كاشفات كيف تعمل أهل البلاد يظلون هكذا عاكفين في المقاء على اللعب أنت ما تلعب كيف 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 تحتاج إلى أن تتكلف حتى تتبع وفي ظروف طاهية تتبع الهدى ما في موانع والعوارض ولا صوار أبدا من السهولة أضرب لكم مثلا قبل حوالي خمسة سبع عشرين سنة كنا إذا عزمنا إخوانا لنا أو عزمنا وحضرنا للأكل تجد من هم ملتحون نسبة خمسة في المئة والباقون حالق الوجوه وهم فحون فبهتم خمسة في المئة في هذا الضغط بالذات من الذي يستطع أن يعفيه لحيثه لابد وأن يتكلف يتحمل الزوجة تقول إيش هذا الوسخ نعم والزميل والصديق يا ذا الذقن والله بهذا الصوت يسخى منه يا ذا الذقن الآن لما انتشر الهدى أصبح حالق اللحي هو الذي يستهي أعرفتم فحضرنا محاضرة في بحر عددنا الجالسين للعشاب وجدناهم ستين فحلا والله ما بينهم حالق وهذا من آثار الدعوة والجلوس بين يدي الصالحين كما قدمنا التدخين لابد لمن أراد أن يدعو إخوانه للعشاء والغداء إذا كان موسرا لابد وآن يضع أين تضع عقاب السجاية تعرفون هذا وإلا علب تباع أو يعطيها بيع السجاية مجانا للإغراء والفتنة فيضع تلك العلب أو كذا للطفايات أي سمونا الطفايا الآن أصبحنا نزوه والله ما نجد واحدة عرفتم ولا واحدة ونجلس نتعشى وفي عرص أيضا ما نعرى من يدخن فالآن الذين ما يدخن يجدون معاناة لا بسهولة يتبع بدون ما يتكلف للاتباه قال الأغاني لأن من فتح بابها وبدأت الفتنة العارمة ولكل أصابع بني عمنا تعرفون عن بني عمنا نحن أولاد إسماعيل آل يهود كيف يدمعون العالم الإسلامي بالبوم بطوميك كما يقولون بالهدوجين لا فقط بإفساد قلوهم يهبطون يصبحون عبدة هوا وشهرات ومادة ما تبقى رجول ولا يبقى كمال إذن أتدعون أنك كانت تمر بك مئات سيارة في الشوارع في الطرقات فلا تمر بك عشر سيارات إلا وخمسة أو ستة تغني عرفتم محيمون نلبي وصاحب الطاكس يقول انغني يا عبد الله لا أنا إذا ما نغني السيارة ما أتمشي الآن الحمد لله والله تمر بنا عشرون ثلاثون أربعون سيارة ما فيها إلا واحدة ممكن وصاحبها أيضا بمجرى ما تقول كذا يسكيته فالآن الذين يتركون الغناء بسهولة ويسر وهذا كل للفرق بين تابع واتبع اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هذا أيضا قيل لآدم وحوى ولذوريتهما من سياق آخر من صورة طاها فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا عن سبل الهدى وطلق خير والكمال والإسعاد ولا يشقى في الآخرة ولا في الدنيا وعد الصدق الذي يعيد الله تعالى به كيف يا شيخ نام لأن هدى الله عبارة عن قانون موضوع وضع الكيمويات في تراكبه إذا أديك ما هو يستحيل ألا يتحقق معه أمن ولا رخاء ولا سعادة مستحيل فإن عبث به وقدم فيه ما شاء وأخرى ما شاء ما ينفع ما ينتج هذا النور ولا في الطاقة ومن أعرض عن ذكري ما معنى أعرض يا شيخ أعطاه عرضه بمعنى استدبر عرض الإنسان تعرفون ولا كعرض الحائر ما معنى أعرض كان مقبلا لما قل قل سبحان الله أتوكذا أدبر أعطى عرضه تماما بخلاف التفاة يسيرة أعرض ما ذكر الله هذا هو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر هذا قطع من بحر المقصود ذكر الله كتابه شعوه الذي وضع للإكمال والإسعاد في الأرض وفي السماء أو في الدنيا والأخرى وصدق الله العظيم فقد أعرض المسلمون في قرون متعددة فظلوا وشقوا في من يؤد على الشيخ قوله أعرض المسلمون أعطوا الكتاب والسن ظهورهم واشتغلوا بالبدع والخرافات الأوهام والضلالات فما بقي قال الله ولا قال رسوله يقرؤون القرآن على الموتى وفي المقابر ويقرؤون السن ونادر من يقرأ للباكة نقر سيد البخار إلى البارات ظلت وشقيت وإلى لا من يقول لا أما استعمرتنا هولندا في مئة مليون مسلم في جزر جاوة في أندونيسيا سبحان الله هولندا كم مليون هذا الشعب ثلاثة عشر مليون بالنساء والأطفال أين يسكنون في أوروبا في شرقها أو في شمالها يصلون إلى العالم الإسلامي بالأولياء والعلماء مئة مليون ويسوسونهم ويسودونهم صح وإلى لا كيف استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا السر العلة عرفتم وإلى لا أعرضنا عن ذكر ربنا قد نقول ما أعرضنا باختيارنا يا شيخ هم الذين فعلوا بنا هذا نعم لكن نحن أعطيناهم أعناقنا فذبحونا راضينا بالتقسيم المذهبية والوطنية والطوق قرية واحدة نعيش فيها في أكثر من سبع طرق وكل خوني مع إخوانه كأنه عدو للآخرين في العالم ماذا هذه طوق صوفية ودينية ربانية ما يحزاب سياسية ولا جمعيات دنيوية أهل ماذا مذهبكم أنتم ماذا والله نحن موالك وأنتم قالوا شافعية أنت من أين قالنا أباضي وأنت ماذا قال زيدي أنت ماذا قال جعفري أنت ماذا قال إمامي من أين هذه الفرقة الله أمر بهذا كيف فعلوا بنا ذا لأنهم أطفؤوا النور من أمامنا أي القرآن أبعدوه وراءنا فلما انطفى النور قدنا حيث شئتا إلى المخام وإلى المزاني وإلى الباطل الشيء لأننا في الظلام وإن أردت التدليل والبرهنة لما ما استطعوا في أهد الصحابة وأولادهم وأحفادهم أيام كانوا لا مذهبية ولا من أنت مسلم فقط عافوا هذا فذبحوا هذه الأمة فهل من عودة مستحيل يا شيء ليما مستحيل ليما القرآن خفي ما قص منه شيء ما بقي من يفهمه ليما السنة ضاعت ألقيت البحر أيام الفتح أو الاستعمال لا موجودة قال الله قال رسوله إذن ما المفقود المفقود نحن المفقود ما عرفنا الله ولا قرعنا بابه ونعود من حيث نبدأ لا حيلة إلا أن نعود إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا وساساتنا وعظمائنا من المغرب إلى العشاء وطول العام ليلة قال الله وأخرى قال رسول الله إذن ما إن ينتفي الجهل ويحل محله العلم ونصبح نفسه ونرى والله ما بقي مذهب ولا خلاف ولا فوق ولا عدا ولا إسراف ولا بغض ولا كبر ولا الأمراض كله انتهت لأن هذا العلاج رباني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونزلنا إليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول موجود والكتاب موجود وإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول لماذا نستطيع هل هناك بر الشاش والسلاة ممنوع دخول المسجد لا تجلسوا فيه ما هو موجود وإن وجدت في يوم ما لفثنة وقعت تزول بعد عام وعامين وتنتين هل من طريق سوى هذا والله لا طريق إلا هذا حتى يرانا الله نبره وندلل على أننا طالبوا ومريدوا رحمته ويعسانه ها نحن نجتمع في بيته بنسائنا وأطفالنا ورجالنا أغنياؤنا كبقرائنا نتعلم الهدى إذن ومن أعرض عنك كيف إن له معيشة غنكا ونحش يوم القيامة أعمى كيف أعمى أي بلا نور وقد شاهدتم ذاك المنظر في شاشة القرآن العظيمة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم لما يحشى المؤمنون مع المنافقين لأن المنافقين كان يصلون ويجاهدون فيحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بالمؤمنين أنوار تلوح كأنوار السيارة من وجوههم لا من عينيهم فقط وجوه مشرقة وانوء أمامها فيعجب المنافقون كيف انظر انظر يا بجميل إلي حتى نقتبس من نورك فيقال لهم يرجعوا وراءكم وهذه لدغة يرجعوا وراءكم إلى الدنيا واكتسبوا النور منها بالإيمان وصالح العمال ما هو هنا عرفتم هذه ضربة على الرأس إرجعوا وراءكم فالتمسون وراء يرجعون كالبهاي يرجعون الواء ما إن ينفصل عن موقف المؤمنين والمؤمنات الحق حتى يحالوا بينهم وبينهم بسور أوتوماتيكي لا إله إلا الله فضعب بينهم بسور والأسوار معرفونا عالي رفيع فاصلا له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادون يا بجميل يا رضي ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أم الله وغركم بالله الغرو فليوما لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبإسان المصير هذا القرآن يا جماعة الإيمان يقرأ على الموتى يجوز أخرج من ديارنا هذه روح المقابة تجد طلبة القرآن يقرأون بالفلوس تعالي تعالي أنا أقرأ على ابنك أيام كان ابنها يفجع يفجع يزني وكذا مات لما مات أقرأ عليه القرآن حتى يدخل الجنة قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجدي من أسرف ولم يؤمن بآيات رب ولا عذاب الآخر أشد وأبقى آمنا بالله ونعود إلى الآية الكريمة قلن اهبطوا منها جميعا عرفتم سبب الهبوط وإلى لا آدم عاصا من أكل الشاجة وإبليس تكبر وأبأ يسجد فقط فإما يأتينكم من هدى قد يقول قال فين نزلوا نزلوا بالبراشوت ما تعرفون من القيار نزلوا الشخص ولا لا ما في أين ينزل به ملك كالبراشوت إلى أن يضع على الأرض واختلف في أي مكان نزل آدم وحوى فقيل حوى نزلت في الهند وآدم في الحجاز وهذا حكايات يعني لكن كلمة عرفة وعرفات هذه أكثر أهل التفسير يقولون هنا تعارف آدم وحوى أي تم لقاؤهما بعد الفرقة إذ كل هبط في منطقة وتلاق يا هنا وتعارف ما يعرف زوجته يعرفها في غيرهما ما فيك فسميت عرفة ونزل القرآن بكلمة عرف وإلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهر الحرام والبيت بني في مكة قريبا من عرفة لما لأن آدم أصاب في وحشة أصب في ألم كيف أين كان وأين أصبع كان في جوال الله في الملكة لا لا فأصبح في عالم في الأرض وحده فبنت له الملائكة الكعبة حتى إذا احتاج إلى شيء من ربي يأتي إلى بيته يقرأ بابه أطلب ولهذا نقول لأرباب الحاجات إذا ما قضيت حاجتك اذهب إلى بيت ربك وألزم الباب أو الملتزم وأسأل إن شاء الله تعطى ذهبت ويدي كصيرة كذا شهر والحمد لله ما عدت إلا واليد في خير وعافية أشجعكم ذهبت الآلام قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والكفر معاشر المستمعين مستمعاته والجحود وأحياني يكون جحود عناد يعرف الله ولا يقول به يعرف الدار الآخر وموقن بها وينكرها للحفاظ على مصلحته أو مركزه أو حاله فالتكذيب كالكفر من كفر كذب ومن كذب كفر لو أن أمر أن يكذب بحكم واحد من أحكام الله ويقول لا أعتبر بهذا كفر وكذب وخرج من الإسلام وهؤلاء جمعوا بين الكفر والتكذيب بآيات الله لا بالنبي ولا بالدار الآخرة والبعث والجزاء بل كذبوا بآيات الله لأنها تحمل الشرائع والأحكام والقوانين وهنا تأمل وأنظر العالم الإسلامي هم مؤمنون بآيات الله وهم يحكمون غيرها كتابه شعوه الذي وضع للإكمال والإسعاد في الأرض وفي السماء أو في الدنيا والأخرى وصدق الله العظيم فقد أعرض المسلمون في قرون متعددة فظلوا وشقوا في من يؤد على الشيخ قوله أعرض المسلمون أعطوا الكتاب والسن ظهورهم واشتغلوا بالبدع والخرافات الأوهام والضلالات فما بقي قال الله ولا قال رسوله يقرؤون القرآن على الموتى وفي المقابر ويقرؤون السن ونادر من يقرأ للباراة نقر سيد البخار إلى الباراة ظلت وشقيت وإلى لا من يقول لا أما استعمرتنا هولندا في مئة مليون مسلم في جزر جاوى في أندونيسيا سبحان الله هولندا كم مليون هذا الشعب ثلاثة عشر مليونا بالنساء والأطفال أين يسكنون في أوروبا في شرقها أو في شمالها يصلون إلى العالم الإسلامي بالأولياء والعلماء مئة مليون ويسوسونهم ويسودونهم صح وللاء كيف استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا السر العل عرفتم وإلى لا أعرضنا عن ذكر ربنا قد نقول ما أعرضنا باختيارنا يا شيخ هم الذين فعلوا بنا هذا نعم لكن نحن أعطيناهم أعناقنا فذبحونا راضين بالتقسيم المذهب المذهبية والوطنية والطرق قرية واحدة نعيش فيها فيها أكثر من سبع طرق وكل خوني مع إخوانه كأنه عدو للآخرين في العالم ماذا هذه طرق صوفية ودينية ربانية ما لأحزاب سياسية ولا جمعيات دنيوية أهل ماذا مذهبكم أنتم ماذا والله نحن موالك وأنتم قالوا شافية أنت من أين قالنا أباضي وأتى ماذا قال زيدي أنت ماذا قال جعفري أنت ماذا قال إمامي من أين هذه الفرقة الله أمر بهذا كيف فعلوا بنا ذا لأنهم أطفأوا النور من أمامنا أي القرآن أبعدوه وراءنا فلما انقفى النور قدنا حيث شئت إلى المخام وإلى المزاني وإلى الباطل الشهل لأننا في الظلام وإن أردت التدليل والبرهن لما ما استطعوا في أهد الصحابة وأولادهم وأحفادهم أيام كانوا لا مذهبية ولا من أنت مسلم فقط عارفوا هذا فذبحوا هذه الأمة فهل من عودة مستحيل يا شيخ لما مستحيل لما القرآن خفي ما قص منه شيء ما بقي من يفهمه لما السنة ضاعت ألقيت في البحر أيام الفتح أو الاستعمال لا موجودة قال الله قال رسوله إذن ما المفقود المفقود نحن المفقودون ما عرفنا الله ولا قرعنا بابه ونعود من حيث نبدأ لا حيلة إلا أن نعود إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا وساساتنا وعظمائنا من المغرب إلى العشاء وطول العام ليلة قال الله وأخرى قال رسول الله ما إن ينتفي الجهل ويحل محله العلم ونصبح نفسها ونرى والله ما بقي مذهب ولا خلاف ولا فوق ولا عدى ولا إسراف ولا بغضى ولا كبر ولا الأمراض كلها انتهت لأن هذا العلاج رباني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونزلنا إليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول موجود والكتاب موجود وإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول لماذا ما نستطيع هل هناك بر الشاش والسلاح ممنوع دخول المسجد لا تجلسوا فيه ما هو موجود وإن وجد في يوم ما لفتنة وقعت تزول بعد عام وعامين تنتهي هل من طريق سوى هذا والله لا طريق حتى يران الله نبره وندلل على أننا طالبوا ومريدوا رحمته ويعسانه ها نحن نجتمع في بيته بنسائنا وأطفالنا ورجالنا أغنياؤنا كبقرائنا نتعلم الهدى إذن ومن أعرض عنك فإن له معيشة غنكا ونحشو يوم القيامة أعمى كيف أعمى أي بلا نوع وقد شاهدتم ذاك المنظر في شاشة القرآن العظيمة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوعكم لما يحشى المؤمنون مع المنافقين لأن المنافقين كان يصلون ويجاهدون فيحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بالمؤمنين أنوار تلوح كأنواع الصيارة من وجوههم لا من عينيهم فقط وجوه مشرقة وانوء أمامها فيعجب المنافقون كيف انظر انظر يا بجميل إليا حتى نقتبس من نوعك فيقال لهم يرجعوا وراءكم وهذه لدغة يرجعوا وراءكم إلى الدنيا واكتسبوا النوع منها بالإيمان وصالح العمال ما هو هنا عرفتم هذه ضرب على الرأس يرجعوا وراءكم فالتميسون وراء يرجعونك البهاي يرجعون الواء ما إن ينفصل عن موقف المؤمنين والمؤمنات الحق حتى يحالوا بينهم وبينهم بسور أوتوماتيكي لا إله إلا الله فضعب بينهم بسور والأسوار معرفونا عالي رفيع فاصلا له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم يا بجميل يا ربي ألم نكن معاكم قالوا بلى ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أم الله وغركم بالله الغرور فليوما لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبإسان المصير هذا القرآن يا جماعة الإيمان يقرأ على الموتى يجوز أخرج من ديارنا هذه وحي المقابة تجد طلبة القرآن يقرأون بالفلوس تعالي تعالي أنا أقرأ على ابنك أيام كان ابنها يفجع ويفجع ويزني وكذا مات أسلم ما مات أقرأ عليه القرآن حتى يدخل الجنة قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجدي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخر أشد وأبقى آمنا بالله ونعود إلى الآية الكريمة قلنا اهبطوا منها جميعا عرفتم سبب الهبوط ولا لا آدم عاصر من أكل الشاجة وإبليس تكبر وأبأ يسجد فقط فإما يأتينكم من يهدى قد يقول قال فين نزلوا نزلوا بالبراشوت ما تعرفون من القيار نزلوا الشخص ولا لا ما في أي ينزل به ملك كالبراشوت إلى أن يضع على الأرض واختلف في أي مكان نزل آدم وحوى فقيل حوى نزلت في الهند وآدم في الحجاز وهذا حكايات يعني لكن كلمة عرفة وعرفات هذه أكثر آلة التفسير يقولون هنا تعارف آدم وحوى أي تم لقاؤهما بعد الفرقة إذ كل هبط في منطقة وتلاقيا هنا وتعارف ما يعف زوجته يعرفها في غيرهما ما في فسميت عرفة ونزل القرآن بكلمة عرفة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهر الحرام والبيت بني في مكة قريبا من عرفة لما لأن آدم أصاب في وحشة أصب في ألم كيف أين كان وأين أصبح كان في جوال الله في الملكة العلى فأصبح في عالم في الأرض وحده فبنت له الملائكة الكعبة حتى إذا احتاج إلى شيء من ربي يأتي إلى بيته يقرأ بابه أطلب ولهذا نقول لأرباب الحاجات إذا ما قضيت حاجتك اذهب إلى بيت ربك وألزم الباب أو الملتزم وأسأل إن شاء الله تعطى ذهبت ويدي كصيرة كذا شهر والحمد لله ما عدت إلا واليد في خير وعافية أشجعكم ذهبت الآلام قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والكفر معاشر المستمعين المستمعات هو الجحود وأحياني يكون جحود عناد يعرف الله ولا يقول به يعرف الدار الآخر موقن بها وينكرها للحفاظ على مصلحتي أو مركزي أو حاله فالتكذيب كالكفر من كفر كذب ومن كذب كفر لو أن أمر أن يكذب بحكم واحد من أحكام الله ويقول لا أعتبر بهذا كفر وكذب وخرج من الإسلام وهؤلاء يجمعوا بين الكفر والتكذيب بآيات الله لا بالنبي ولا بالدار الآخرة والبعث والجزاء بل كذبوا بآيات الله لأنها تحمل الشرائع والأحكام والقوانين وهنا تأمل وأنظر العالم الإسلامي هم مؤمنون بآيات الله وهم يحكمون غيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون معاشر المستمعين أو المستمعات قد سبق أن تلونا نداءا أو وليا لبني إسرائيل وهو قول ربنا تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركروا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم ليراجعون ما أكرم الله ما أرحم الله ما أعظم حلم الله هؤلاء هم اليهود الذين تآمروا على قتل نبيهم في هذا المكان وأرادوا أن يسقطوا عليه راحا من الصفح على رأسه صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود الذين كانوا يقتلون سبعين نبيا في اليوم الواحد وفي آخر النهار أسواقهم عامرة البيع والشراء والتجارة كأن شيئا ما كان هؤلاء فانظوا إلى رحمة الله كيف يوجه إليهم هذه النداءات وقد علمنا أننا نحن أحق بها ولنا أن نقول حالنا كحال القائل إياك أعني واسمعي يا جاء فنحن مأمورون بأن نذكر نعمة الله علينا وهي أعظم من نعمتهم أعظم عليهم نحن كنا أميين جهلا مشركين ظالين لا قيمة لنا ما هي إلا سنيات وإذا بنا أكمل أم وأعزها وأطرها وأقواها وأقدرها واذكروا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورغيت لكم الإسلام دينها إذا فنذكر هذه النعم وما منا إلا وهو يسبح في بحر النعم واذكروا قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها فانظر فقط في خاصة نفسك من وهبك سمعك من وهبك بصرك من حفظ عليك نطقك ولسانك من حفظ عليك عقلك وجوائك من 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 نعم ولا أطيل في هذا الباب فقط لنعلم أننا مطالبون بالشكر أشكروا واللطيفة التي علمتمها ما قال يا بني إسرائيل اشكروا قالوا اذكروا لأن من ذكر شكر ومن نسي وترك لم يشكر من ذكر نعمة الله عليه شكرها ومن تجاهلها وتغافلها وتناساها ولم يذكر ساعة ما أنعم الله بعليه من نعمة الإيجاد والإمداد فهذا كيف يشكر وقد جلنا في هذا المجال وعرفنا الكثير وحسبنا أن نشير إلى بعض ذلك نعمة المال يا أبنائي من أجل النعم فإياك أن تصرفها فيما يصحط المنعم جل جلاله وعظم سلطانه نعمة العقل من أجل النعم فلا تستخدمها ضد الله تعالى فالتفكير الباطل والتفكير الهدام والتفكير الضعب الإسلام والمسلمين نعمة اللسان لا تنطق بكلمة من شأن أن تسخط الله وتغضبه وأن تتنطق بما وهبك من اللسان نضك هذه النعم ونشكرها أولا بالاعتراف بها في نفوسنا ثم الإقراء بها في منطقنا ثم حمد الله عز وجل فلا يفاقنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم نصرف كل نعمة فيما يحب الله تعالى أن تصرف نصرف لا لنعمة في مرضاته لا في سغته إذن وأمرهم بالوفاء من حق بالوفاء بالعهود نحن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعهود إذا لم نفي نحن وننكث العهد وننقض من يفي يوجه تعالى بني صائل هذه الكمالات ونحن ننسى أنفسنا وما من أحد منا شهد شهادة الحق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا أعطى الله عهدا وميثاقا أن يعبده أولا وأن لا يعبد معه سوى ثانيا وأن لا يعترف بعبادة غير الله بحكم شهادته القائمة على العلم أشهد أن لا إله إلا الله إذن فاعبده وإلا ما معنى شهادته لا تشهد به سوى وإلا معنى لا إله إلا الله ولا ترضى بعبادة غيره وإلا لا معنى لقولك لا إله إلا الله ومن شهد أن محمد رسول الله يجب أن يتسلم الرسالة التي جاء بها وأن يقرأها وأن يعرف ما فيها وأن يعمل بما في تلك الرسالة وإلا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله مع حبه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والمشي وراه إذن وأمرهم برهبته تعالى وبتقواه ونحن أحق بهذا ينبغي أن نرهب ربنا وأن نتقي ونخافه لأننا ضعف عجز مفتقرون إليه وهو الجبار العزيز القهار إذا لم يرهب من يرهب وإذا لم يتقى الذي بيده الخير والشر والإعزاز والإذلال والعاطى والمنع والإيمات والإحياء من يتقى لا قيمة لغير الله في التقوى يتقى لأنه بيده سعادتنا وشقاؤنا إحياءنا وإيماتتنا وحذره من أن يلبس الحق بالباطل التضليل والتجيل والكذب والافتراءات هذا ليس من شأننا أبدا قل الحق ولو كان مرا عرفت قل جهلت قل الله أعلم أما أن تصدفتا وملبسا مختلطا فهذا لا يصح منا أبدا إذ وجه هذا الندال بني إسرائيل ولا تلبس الحق بالباطل نحن يجوز لنا إذن وقد نهاهم وحرم عليهم ذلك إذن إن عرفت الحق اصدع به وبينه وقله ما عرفت لا تقل كلمة في هريب أو شبع وتضليل الناس ثم كتمان الحق معارة خذي ربط أتعف الحق وتكتمه لمصلحة دنيوية إذا كان اليهود والنصار يكتمون فنحن لا نكتم الحق بل نظهره ولا نخفيه لأن الحق به سعادة الحياة وكمالها فإذا كتمنا حل محله الباطل وأصبح الناس يعيشون في الباطل سواء اعتقادا كان أو قولا أو عملا إذن وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهن نحن غير مأمورين بذلك عشرات الآيات التي تأموا بهذا هيا نقيم الصلاة أعيد هذه الكلمة وأسفاء وحصتاء استقل لنا نيف وأربعون إقليما وأصبحت الأقاليم الإسلامية يديرها مسلمون ويحكمونها مؤمنون ولم يؤمر بإقامة الصلاة في إقليم المنع كأنهم ما يقرؤون القرآن ولا يعفون الإسلام ومن رأى شيئا فليخبرني من أندنيسيا إلى مويطانيا هذا البلد دولة عبدالعزيز خلوها آذية ربانية لكن نقول استقلالنا عن الغرب والشرق وإقامة دولات تعتز وتصول وتجول ما أمرت أمة الإسلامية فيها بإقامة الصلاة لماذا؟ ما السر؟ مع أن إقامة الصلاة فائدة أن يقلل من الجريمة الخلقية والبدنية وكل الجرائم إقامة الصلاة تقضي عليها والله لو قيمة الصلاة بمعنى إقامتها في إقليم لا نقصت ميزانية الأمن على النصف لأن إضاعة الصلاة معنى فتح باب الجريمة الخيانة والفجور والكذيب والشر بمظاهر كلها فإذا وقيمت حسبك أن تقرى قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونقول لهم بلغوا هيا نمشي إلى المحاطب مدير الشرق ونقول له يا سيادة الرئيس أعطنا قائمة بأسماء بأسماء المجرمين في هذا الأسبوع أو هذا الشهر يعطينا قائمة فيها مئة هذا سب فلان وهذا ضرب فلان وهذا سرق فلان وهذا وهذا جرائم الجهال فنقول إن وجدنا من المئة مجرم في مدينتنا أو قريتنا نسبة أكثر من خمسة في المئة من المقيمين للصلاة اذبحوني وخمسة وتسعين من تارك الصلاة أو من المصلين أما المقيمون للصلاة فيتعذر أن تجد نسبة خمسة في المئة من يتحدى الإسلام والقرآن ويذهب ويسأل خمسة وتسعين في المئة زنات لاعطون سرق كذب خوان روشات مرشيون كامل من تارك الصلاة ومن المصلين الذين لم تزكي صلاة نفوسهم لم توجد لهم الطاقة النورانية لأنها غير صحيحة ما تولد نور ولا حسنات وأمرهم بإيطاء الزكاة نبكي أيضا ونصرخ لما ما تجب الزكاة ويذكر المؤمنون والمؤمنات بواجبهم في إسلامهم بل بقاعدة إسلامهم تضرب الضرائب الفاجحة في أقاليم وبلاد في العالم الإسلامي والزكاة لا يطالب بأحد لماذا حتى لا يذكروا بأنهم مسلمون أعوذ بالله من يفهم هذا الفهم هذا هو الواقع أضمروا في نفوسهم أو لم يضمروه عرفوا أو لم يعرفوه يحكمون شعبا مسلما حتى ولو كانوا هم كفار يقولون للشعب أنتم مسلمون جباية الزكاة قاعدة من قواعد دينكم لا بد أن تجب الزكاة تجمعوها لإعاشة الفقار والمساكين أو لمصالح الأمة في داخل وخارجها أبدا أمور تؤسف وإلى لا اليهود يؤمرون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمسلمون لا لا ما يقرأون هذا ولا يفهمونه واركعوا مع راكعين لا صلاة للمنفرد إلا في جماعة المسلمين هذا نظام حياتنا هذا مصدر كمالنا لا يتخلف عن الصلاة ويصليها وحده إلا ذو عذر حقيقي من مرض أو خوف وعلى هذا أمة الإسلام ويؤذن المؤذن في العالم الإسلامي والشوارع هائجة مائجة بالبشر وحيأترى واحدا دخل المسجد كأنه خاين من أندنيسيا إلى مواطنيا ما لنا ما نقع القرآن الله يقول لليهود يركعوا مع الراكعين لا تصلوا وحدكم في بيوتكم صلوا مع الناس ونحن نقول لا إيش فيه نحن مسلمون ثم زادهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هذه تنطبق علينا أكثر منهم خطباؤنا دعاتنا قل ما شئتا وبالأمس مر بهم الرسول في جهنم روى أحمد في مسندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي برجال من أمتي تقرض شفاهم وألسنتهم بمقاريض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباؤ أمتك يأمرون بالمعروف وينسون أنفسها آل انتفع المسلمون بهذه الآياء كأن ما هي في التوراة هذه ما هي في القرآن يا شيخ إنهم لا يقرؤون القرآن ولا يجتمعون عليه إلا ليالي الحفلات الأموات أزيدكم وضوحا وإلىنا لما تعانى في كل مدننا وقرانا في عالمنا الإسلامي إذا أذن المغرب لم ترى في الشارع ولا في الدكان ولا في مقهى ولا مطعم رجلا أبدا أين الرجال أين الفحول في بيت الرب ومعهم نساؤهم وأطفالهم أيضا يجتمعون في مسجدهم في الحي أو في القرية اجتمعنا هذا نساؤنا وراء استطاع المسمعات ومكبة الصوت بينهن وأطفالنا أمامهم والفحول أمام المغرب كل ليلة وطول العام هنا تشيع أنواع الإيمان وتغمر آل الحي وتختفي الجريم نهائيا وتتعطل آلات الفساد والسوء وتقف وقوفا كاملا ونركع معنا كريم هل وقع هذا في عالمنا نعم وقع في القرون الذهبية ثلاثا نعم في بداية هذه الدولة آل كريمة بإذن الله لن ترى رجلا يمشي في الشارع وقد أذن المؤذن والإمام يقرأ صباح الصبح قائم بأسماء أهل الحي ويجتمعون على قراءة آية أو حديث يوميا فهل من عودة ما نستطيع ما نقدر كيف نغلق الدكاكين ونغلق ونغلق ونات كلنا إلى المسجد قالوا هذا ما يمكن وكيف يمكنكم أن تنزلوا الفراديس العلاء بينوا لنا إذا كان تعجزون عن أن تجتمعوا في بيت ربكم لتتعلموا الكتاب والحكمة لتصبحوا أولياء علماء ربانهين نساكم وأطفالكم أمثالكم أم نورانية من أجل التضحية بساعة ونصف في بيت الرب كيف تلقون إلى الملاكوت العلاء أو لا تؤمنون بالفراديس العلاء إن قالوا ما نؤمن إذن لا ندعوكم إلى المسجد ولا إلى الكنيزة لكن تدعون الإيمان بدار السلام بالفراديس العلاء بدار دخلها نبيكم ووقف على نعيمها وشاهد أنوارها وكل ما فيها وعاد ليخبركم وهو أصدق الصادقين ولم تعرف الدنيا أصدق منه من محمد صلى الله عليه وسلم لا ندخل في تفصيلات وإنما هذا بوكى ما دامت الفرصة متاحة للبوكى هذا المجلس أطلبه هل تجد مثلنا هنا حتى في المدينة طالع المساجد خالية الحمام يزغرد فيها أين أهل المدينة في التجاه في الأسواق في العمل أين النساء أمام التلفاز أين الأطوال يلعبون ذي هي أمة تلقى الملكوت الأعلى ما تضحي ولا بشيء وسوف نذكر هذا وليس بأيام بعيدة يوم ما تحسج في الصدر ويقول أطبا ما تأخوكم ثم تنكشف الحقيقة وتعف من أنت وما أنت إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أولئك بماذا بالبشائر إذن وقال لهم مؤشدا معلما واستعينوا بالصبر والصلاة هل استعنا بالصبر والصلاة ما عرفنا هذا المعنى ولا طلب كيف نستعين بالصبر استعين على رقيك الملكوت الأعلى بصبرك بحبس نفسك على محاب الله لا تفارقها بحبس نفسك المتمردة المتبرمة اقهرها أذي الله أخضعها لأن تقف بعيدا عن مصاقف الله فلا تقابها أبدا احبسها على أيام الامتحان بالمرض والجوع والبلاء والموت احبسها حتى لا تصرخ ولا تجزع ولا تقول إلا ما يرضي الله هذا هو جهاد النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لما المحسنين يطرك ترتعك البهيمة في كل مواطن الشر والفسد هذا جاهد نفسه وبالصلاة كيف نستعين بالصلاة نام هذا نبي الهدى هذا القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبوا أمر فزع إلى الصلاة انظر انظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قادم من مكة فالطريق في بدويل وراءها قالوا يا عبد الله توفي تمرأتك فنزل من على دابته أو بعيره وصل فقيله قال نام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبوا أمر فزع إلى الصلاة استعين على مقاومة النفس والهواء والشيطان والدنيا استعين بالصبر والصلاة إذا خطأ بنفسك خاطر سوء قم الله أكبر واضطرح بين يدي الله وبكي الساعة والساعات يرحل الشيطان وكل مظاهره التي أراد أن يفتدك بها ألف على المؤمنون هل عرفوه الذين يجلسون أمام التلفاز والدش أو الطش والعاهرة يقص أمامهم ومضحكون مؤمنون هؤلاء أسألكم بيت مسلم الكفر والفجر يغنون ويرقصون ويتكلمون ويرفعون أذرعتهم وإيديهم والمسلمون في زعمهم ينتظرون والفتاة المراهقة والفتاة ما إن يرى الفتاة حتى يتمزى قلبه وأحشاءه والماء الفقيرة ترامت لا أعوذ بالله أن تكون بيت المسلمات ما بلغهم هذا يشيء والله بلغهم وراء وراءنا على رمية حجر آلة الدش مفتوحة كأنها قبة وكتبنا له كتابا لو قرأه يهودي يمر نصراني يصعق وقدمنا له الكتاب والدش هو ميت لا ضمير له قلنا له أتتحدى رسول الله لو كان موجودا تفعل هذا تستطيع يا شيخ أنت جامد أنت متأخر أنت رجعي هذا كلام ماذا أوساخ العقول تتكلم على علم وبصير ائتون بالساسة والعالمين والعارفين وعلماء النفسي والاجتماع والكون يقفون أمامنا يذوبون أمام أنواري الحقي أي ساسة وسير أفضح وإلى لا يا صاحب الدش والتلفاز إن كان جلوسك أنت ومرأتك وأبويك وأولادك أمام عاهرة غني أو مجرم يرقص أو كذا إذا كنت تستجني أو تحصل على ريال واحد وقلتنا فقير ما عندي شيء عائلتي نكتسب ريال أو ريالين في الليلة أحسن نقول معذور أعطوه ريال وإلى لا يسكتوا يجني صاحب هذا ريال عشرة مئة قولوا يعطى شيئا آه ما يعطى ريال ولكن تنمو قوة بدنه وأولاده ويكبرون ويبعدون من الأمراض ويبعدون من التأخذ التخلف العقلي ممكن والله ما كان يا شيخ يكسبون حسنات عند الله ما عندهم وقت أبدا للعبادة إلا هذا الوقت يكسبون بالمشاهدة ذكر الله عز وجل وذكر الدار الآخرة ممكن لا يا شيخ وإنما العدو يرهبهم قول هذا البلاد يعيشون على التلفاز وعلى الدش وعلى هذه هؤلاء لا نستطيع قتالهم ولا الهجوم عليهم ممكن إذن ما هو إلا أن نسخط الله فقط أين العقول وأين البصائر وأين الفروم وأين المدارك وأين وأين لا لا شيء لعل رسول كان متخلفا عقليا يعني اسمع اسمع داخل على أم المؤمنين عائشة في حجرته التي هو الآن فيها مع أبي بك وعمر داخل بعد ما صلى المغيب أو العصى وجد عائشة وضعت نافذة في الجدعاء خارجة تضع فيها بعض أدواتها ما عند خزانة ما الصورة بخيقة قماش فيها صورة منسوجة بالخيوط كما كان النساء من قبل ينسجنا ما إن شاهدها حتى تمعر وجه غضب وعرفت الغرب في وجهه وقال تتوب إلى الله واصوله ماذا صنعت يا رسول الله قال أزيلي عني قرامك يا عائشة فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة حديث الموطى والبخاري ومسلم كالقرآن في تواطره ما بلغنا هذا أو نتحدى رسول الله إيش فيه وإذا شاهدنا وخففنا عن أنفسنا وروحنا عليها وشاهدنا راقصة ترقص أو أغاني لطيفة تحرك ذمائنا قلوبنا إيش فيه يقول هذا مؤمن عربتم وإن أردتم النقم الإلهي على الأبواب والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة صادقة لحل بهم ما حل بأجدادهم أيام الاستعمال بريطاني والعصباني والإيطالي والفراصي والله لأعظم لأن أجدادنا كانوا أميين جاهلين ما عندهم علم ولا كتاب ذهب أمي يطلب لكتاب بريالين بحثنا في الشرق الغرب ما حصلنا مصحف في الكتاب كل الأولاد يطالعونه ما عندنا مصحف كيف تلومنا هذا وضعنا فكيف بنا نتحدى الله مع ما وهبنا وأعطانا من وسائل العلم والمعرفة والبصيرة كلنا عرف الطريق إلى الله واستنكفوا إذن فألي أنتظروا اللهم أمثنا قبل الفتنة فقد كان النبي يقول اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبرنا إليك غير مفتونين وإنها لا على الأبواب وكلمة صحوة ما صحوة هو أين آثارها دلون على قرية على حي نراني نزوره ونشاهد أنوار الإيمان والتقوى فيه أم أصبحت مادية عبطة إلا ما شاء الله إذن وأخيرا يقول لهم وإن هذا كبيرا أي التمسك بحبل الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة الأمر بالمعروف النطق بالحق أمر موهي إلا على الخاشعين الخاشعون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هؤلاء يهون عليهم أن يصوموا أيام شدة القير يهون عليهم أن يجوعوا ولا يهبط ولا ينزلوا إلا أن يكونوا كغيرهم يماضون ولا يؤثر فيهم مرض الوجه كالصبعي ويقول الحمد لله رب العالمين آل خشوع بعد هذه التوجيهات الإلهية وهي لنا كتابنا هذا وإن كانت موجودة في التوراة لكن عندنا أوضح وعصرح ما في أدخل ولا زيادة ولا نقص عاد فناداهم يا بني إسرائيل يا أمة الإسلام يا أمة محمد يا أمة القرآن يا بني إسرائيل يذكرهم بتلك الزمر النورانية التي كانت في يوم الأيام تعيش على ذكر الله وطاعته هم الأنبياء والرسل إسرائيل ويعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم أحفاد أولاده من الأصباط منبت الشرف يا بني إسرائيل يذكرهم بأصلهم علهم يفيقون ويرجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يأمرهم بذكر النعمة لأي شيء اغنوا بها بالدفوف يذكرها من أجل أن يشكرها من ذكر النعمة والله شكرها على الأقل يقول الحمد لله ومن لم يذكر يشكر الذي يعيش مثلك البغض في صحة وقدرته ما يذكر هذه النعمة يقول الحمد لله أني بخير ما يذكر لكن إذا ذكر صحته وعافيته بقلب الحمد لله الحمد لله وأغلب إخوانكم المسلمين أن لا يذكر نعم الله إلا من وفي مناسبات قليلة إلا إذا يقول كيف حالك يقول الحمد لله أما أن يغمض عينيه لحظة ويذكر ما هو فيه من النعم من هذه الحياة تقول الحمد لله الحمد لله نادي هذا صاحبه قلبه حي ما عليه سحب ولا أمراض أمراض بكات لكم تعشينا أو تغدينا في بوهيدا ماء وضعت الصفر وأخذنا في الأكل والذي دعان أستاذ وله وارد كبير السن شيخ من ساعة ماء وضعت الصفر وذاك الشيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ممكن ساعة نصف حتى فرغ الأكل من الأكل فحفظنا تلك الصورة نادرة كالكوكب في سماء الدنيا الحمد لله الحمد لله والله لو نضك نعم الله علينا ونحن في الشوارع الحمد لله الحمد لله ما بقي وقت للأغاني ولا المظامير ولا الطبول ولا له مشغولون بذكر الله يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وهي نعم وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانهم أيام كان بني إسرائيل أنبياء وصلحة وأطهار كمريم محنى ما كان شعب في الصين ولا الشرق الغرب أفضل من تلك الأمة فضلهم بالأنبياء بالوحي الإلهي بالمعجزات والكرامات هذكروا تلك النعم واتقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيعة ما هذا اليوم الذي يتقونه وبما يتقونه هذا اليوم هو يوم القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم تبرز الجحيم للناظرين وبرزة الجحيم للغاوين يوم تزلف الجنة وأزلفت الجنة للمتقين والخليقة واقفا والرب تعالى يأتي والأنواع تغمع الكون الموجود وينصب الميزان ويأخذ الحساب والجزاة اتقوا هذا اليوم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيعة أبدا لا يوجد إنسا مهما كان في شرفه أو هبوطه يعوض به نفسه شخصا آخر والله لا يوجد في الآدمية كلها في البشرية كلها من يقول يا ربي وأبي استوجب النار وأنا فداه أدخله الجنة مع الداخلين وأنا أدخل النار والله ما يمكن أبدا والله لو أن قبيل كاملا وثم لا قبيلا كل وحد يصرخ بنفسه قبيل كاملا يا ربي هذا عبد من عبادك ما نرضى أن يدخل النار ويشقى في عالم الشقاء نحن بدله نحن فداء أدخل والله ما كان أزيدكم والله لا نبي ولا ناصول ولا ولي ولا عبد صالح يستطي أن يبدي آخر أبدا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاع لعلكم ما اطمعن هل بلاغاكم أن نوحا قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ماذا قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما لسلك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين آذر والد إبراهيم تعرفون إبراهيم الآن أبو الأنبياء أبو الضيفان إمام الموحدين إبراهيم على جلالتي وعلو مقامي في عرصات القيامة في تلك الساحة والخليق واقف منهم من مضى لأربعون ألب سنة في يوم كان مقضاه خمسين ألب سنة يقول يقول يا ربي يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث في النار فأي خزي أقزى من هذا يا ربي آذر لو تجمع كفار اليوم كلهم ما يساوونه وعندنا بيانات على هذا فماذا يتم لإبراهيم وهو يصرخ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيلقى آذر بين يدي إبراهيم في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوع انظر تحت قدميك يا إبراهيم فإذا بأبيه آذر في صورة ضبع بل ذكر لأن أقبح صورة في الحيوانات ذكر الضبع أنتاه لطيفة أما هو أبشع صورة وملطخ بالدماء والقيوح بين يديه ما إن يراه حتى يقول سعقا 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 يا أبي فيوخذ من قوائمه الأربع بواسطة الملائكة ويوما في عالم الشقر فتطيب نفس إبراهيم فلم يذكر أباه أبدا عرفتم ها هو رسول الله يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا هذه فلدة كبد رسول الله والله كما تسمعون يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا أعبد الله عز وجل زكي نفسك وطعريها بالإيمان وصالح العمال إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل العدل ما يعادل عرفتم هذا إليكم يا أهل المدينة هذا البيان المحمدي بلغوا المدينة حرام من عائل إلى ثور جبلان أحدهما يكتنفها من الجنوب والغرب وآخر يكتنفها من الشمال والشر وهي بينهما هذه المدينة المدينة حرام ومن رقع الحرام من عائل إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل بلغوهم لو نقلتم هذا الخبر الليل إلى أصحاب الدش والأغاني والرقص في البيوت وترك الصلاة ماذا تسمعون هذا الشيخ جامد متحجع هذا لا يفقه ولا يفهم ونحن نقول هاتوا علماءكم من الإنس والجن وليشهد مجلسنا علماء الكوني فإن وجدوا خطأا فليربحونا ما هو كلام ما تستطيع أن تطيب وتطهر في بلاد الطوع ارحل هذا الكلام قلناه من ربعين سنة ما تستطيع أن تستقيم في حرام رسوله وحرام الله ارحل العالم مواسع ما تفسد في بلاد الطوع والصرع هؤلاء أولاد الأنبياء يقولهم مولانا ومولاهم ومولى العالمين واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة آية أخ ولا هم يصرون هذا قيل لبني إسرائيل هل اتقوا ذلك اليوم بترك الربا بترك العهر والزنا بالغش والخباع والخيان الجواب لا لأن قلم القضاء مضى بأنهم أهل النار وعالم الشقع ولكن ونحن راجون طامعون هل يقبل منا شفاعة هل يؤخذ منا عدل إليكم هذا البيان النبوي كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم فقال مرة أتدون من مفلس يسأل ويجيب طريقة علمية يتمم تقدير يتمد حد العلماء التربية اليوم يذي سبق الرسول لها من 1400 سنة إذن هل تدون من مفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا دينا له ولا درهم أكل وضيعها قال نحن يا ربنا ما أخذنا حقنا هذا سب ولدي وذبحه هذا كذا ما بقيت له حسنات هاتوا سيئاتكم فكل من عنده سيئ يضع عليه فترسب في الأرض كفة ميزانه فيقاد إلى جهنم هذا هو المفلس ما الذي فقد الدنا والدرهم في تجار كسرت أو في عملية ما صلوا حد عرفتم المفلس واتقوا يوما لا تجزي نفس لا تفكر أبدا فأن هناك من يقول أي ربي أنا الضحية يدخل هو الجنة وكل ما في الأمر أن الشفاعة وهي كما عرفتم أولا أن يرضى الله تعالى بالشافر ليشفع بأن يؤهل له لذلك والمشفوع رضي الله أن يجاوره في الملكوت لا لا أما أن لا يرضى الله لفلان ولا يأذن بالشفاع ويشفع والله ما يشفع أحد لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح إلا بإذن الله تعالى ثم هذا الذي تشفع فيه ولي الله هل رضي الله أن يجاوره يقبل وإلى لا ولا يشفعون إلا لمن يرتضى فقط وهذا الموضوع نوجئه ولكن نطرح هذا السؤال على الطالبين والطالبات للهدى في هذه الحلقة لما ما تنفع الشفاعة ولا الفدا ولا ولا لما هذا حكم قاسي هذا من يجيب قف أجب عرفتم إلا لا اسمعوا إنما هي النفس البشرية فمن زكاها طيبها طهرها بأدوات التزكية وآلاتها فزكت طابت صبت أصبحت كأواحي الملائكة هذا يدخل الجنة ولا يحول بينه وبينها حائل قط فإن لوتها خبتها عفنا أفرق عليه أطمان الذنوب والآثام فأصبحت منتنا عفنا كأواحي الشياطين والله لا تدخل دار السلام ذي القضية فليهذا لا بنو ولا أبو ولا أخو ولا قاب ولا نسب إنما هي نفسك زكيتها بذلت جهدا في تطهير وتطيبها أو قلت إيش فيه هنا واسمع حكم الله والشمس وضحاها هذا يمين وإلى لا يا عرب والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يقشاها يا عرب لما تحلف لأجلنا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأذهمها وفجوها وتقوها هذه الأيمان كلها لأجل ماذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا انتهى الأمر هنا تقرير المصير الآدمي هو الذي يقرر مصيره بنفسه ما أسند التزكية للإنسان ولا لا ما أسند التزكية للإنسان ولا لا من يقرر مصيرك إلا أنت أنت الذي تقرر مصيرك كيف يا شيخ كيف نصنع اسألوا باعي الأدوية والعقاقية فالصيدليات عن الأدوية التي تلائمكم تجدون للحمى للذرس لكذا ولا لا أدوات التغسيل والتنظيف والتطهير للأواني للثياب موجودة والأرواح أين الصيدلية التي في أدوات التزكية للروح البشرية إنها القرآن والسنة هل وراء ذلك والله لا شيء القرآن صيدلية الله والسنة والسنة صيدلية وراصول الله السلام تريد أن تزكي نفسك يذهب والشري ولكن لابد لك من معلم يعلمك كيف تستعمل العقاقية الصلاة أكبر مزكي للنفس لابد من عالم يعلمك كيف ترك وتزجد ماذا تقوله كيف تجلس وتجلس حتى تنتج لك الحسنات وتولد هذه المادة وإلى ما تنفع ومن هنا بدأنا وعدنا لابد من العلم لابد من العلم لابد من العلم علم كتاب والسنة ويطلبان في بيوت الرب مع الصدق والرغبة الدافعة في تطهير النفس وتزكيتها وليس وراء ذلك شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم عظيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات وإذ نجيناكم أخذ تعالي يذكرهم نعمه عليهم أذكروا العسكري وهنا نطيفا قد يطلق لفظ الآل على الأهل اتبهتم وقد يطلق لفظ الآل على الأتباع أما إذا قلت أهل فلان لا يتناول إلا الزوج والولد ولا قاب بكلمة أهل أما إذا قلت آل فلان يدخل كل من معه في سلك حاله فلهذا لما نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل في هذا كل موم تقل تبات ويخرج أعمام النبي أو يدخلون يخرج ما هم بمومنين وإذا قلنا وعلى آل إبراهيم يدخل كل مومن لأن الآلم أخوذ من آل يقول فيما يبدو إذن فمن آل إليك وانضم إذا جماعتك وقتلتك من أهل الإيمان هذا هو آلك فآل فرعون ليس زوج آسي بنت مزاعم أما الولد ما له ولد ليس أخوه إذا عم آل فرعون رجاله الذين كانوا معه يحكمون ويسوسون ويعذبون المؤمنين وإذ نجلاكم من آل من فرعون هذا هذا أرجح الأقوال اسمه الوليد ابن مصعب ابن الريان وأصل عربي محر نجحوا من الجزيرة ودخلوا مصر أيام العمالقة إذن وهذا الوليد هذا فرعون يذكر قصة كيف وصل للحكم كان لصا يجلس المقبرة إذا جاء الناس بميت آتوا عشر يعني وإذا ماتت هنا ميت فإذا جاءت السلطة هذا يعيش على التلصص المقبرة فلما بلغ الحكومة هذا العثري قال الملك هذا يصلح لي أن يكون خادم لأنه قوي ويسوس خيلي وسائس الخيل كان ممتاز لأن الخيل هي المركوب الممتاز فاختير لهذا المنطيب فأصبح يسوس خيل الملك فرعون ذات قوت عن طر ما إن مات حتى تول هو وحاكم هذا هذا فرعون أصبح هذا اللقب يطلق على كل من ملك مصر في قرون معينة كما ساد أيضا من يحكم الحباش يقال فيه النجاش من يحكم الفارس يقال فيه كسرة من يحكم والرم يقال فيه هرقل وهكذا أما اسمه هو الوليد ابن مصح بن المغيرة أو من الغيان إذن نجاهم من آل فرعون وبين من أين نجاهم يسومونهم سوء العذاب يروى والجلال هو الذي ذكر هذا أن كاه من الكاه نار آه رؤيا وأن زوال ملكك يا فرعون يكون على أيدي بني إسرائيل وبني إسرائيل أغراب أجانب ما هم أقباط مصريين لما لأن يوسف عليه السلام لما بيع واشتري واشتراه العزيز ونشأ في مصر وترب فيها وملك الله عز وجل مصر وأصبح الملك فيها جاء حين ابن يعقوب أولاده ونزلوا في مصر جاءوا من فلسطين وتناسلوا حتى بلغوا ستمائة ألف إذن فهذا الكهن يقول سقوط دولتك على يد هؤلاء وأنا أقول هذا كلام ما صحيح الصحيح أن السياسيين قالوا هؤلاء لهم أصل ولهم ملك ولهم دولة ما يؤمنون في يوم الأيام إذا كفروا أن ينقلبوا عليكم هذا التخطيط سياسي وهو الحق تباثم إذن كيف نصنع قلل النسل منهم أولا أذلهم وأرهقهم بالعمل حتى تسقط طاقاتهم البدنية فكانوا يكلبون ببناء الجدران وصنع الطوب وما إلى ذلك حتى ما لهم راحة ما نفعتها ليتناسلون ما ضنصنا يا رجال الدولة قالوا إذن من السياسة أنك تقتل الذكران وتبقى على النجا حتى ينقرب هذا الجنس لأن هؤلاء لهم مجد ومكان وشرف ما ينسون ذلك أبدا يا شيخ والله ما نسوه إلى الآن نسوه وإلى ما ما يطالبون بمملكة إسرائيل ما احتلوا فلسطين رغم أنوا في العرب المسلمين ما نسوه إذن صاد قانون رسمي يا قابلاء أولا يجب على كل مرأة من بني إسرائيل تقرب ولادة أن تتصل بالدائرة بعمدة الحي تبلغه أبوها يبلغ إلى الزوج فتحظر تنظر إذا سقط ذكى أرمته في الحفرة ودفنته إذا بنتا لا بس توضعها ثم تململ رجال الدنيا والمال وقالوا والخدم والعمل كيف نعمل نحن منتفعون بهذا الجنس فاصد عام يقتلون وعام لا لأنه لو استمر القتل أربعين سنة ما يبقى قال إذا سنة تقتل وسنة لا وتدبير الله السنة الذي كان فيه العفو ولد هارون آمنا السنة التي فيها القتل ولد موسى ودبر الله له تلك الضباع إن صح التعبير أوحى إلى أم موسى ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه ما تخافي خارج الولد ضمه إلى صدق وأرضه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم اجعل له صندوق أو تابوت وألقيه في النيل وامتاثلت أمر ربي لنا إلهام ألهمها الله وشاء الله أن القابلة ما سمعت أو ما بلغوها تبهتم معها الله عز وجل لكن أرضعي حتى لا يموت بدون لبن وإذا جاءت الشرط وجاءت الدنيا في صندوق وأمي في اليم وهذا الموضوع مرة أخرى إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم مع بني إسرائيل وقد كانوا يسكنون هذه المدينة وهم ثلاث فرق أو طوائف أو قبائل بنوا قين قاع وبنوا النظير وبنوا قريضة ونزحوا إلى هذه البلاد وسكنوها لعلتين الأولى الأولى ارطهادوا أن صار لهم وبغضوا أن صار لهم ومضايقتهم ولمه لأنهم في اعتقادهم قتلوا إلههم وصلبوه فالمسيح الصليب ينظر إلى اليهود مضرع لو يمكن أن يميتوا بها لأماتهم باعتقاده أن اليهود قتلوا الإله عيث وما زال النصار إلى اليوم يعتقدون هذه الكذبة والقرآن الكريم صرح ببطلانها إذ قال تعالى وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبع لهم ومن الغريب والعجيب والدنيا لا تخلوا من غرائب ولا عجائب أن بولس ثامن منذ حوالي عشر أو خمس عشر سنة أصدر بيانا وتصريحا بأن اليهود براء من دم السيد المسيح ويومها كنا في باب المجيد فهللنا وكبرنا وقلنا الحمد لله 1400 سنة والقرآن يصر بأن اليهود ما قتلوا عيسى والأصرفوه عيسى رفعه الله إليه وهم مصررون على الحنف العظيم والكذب الباطل ثم ياتي رجل الدين والكنيس وينقض ما كان عليه النصاء من أكثر من ألف سنة وقلنا الحمد لله نزح اليهود لمضايقة الروم لهم الرومان ونزحوا أيضا إلى هذه البلاد لما عندهم في التوراة من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة وأن دار هجرته أو مهاجره يثرب ذات السابقة والنقيل فقالوا هذا المنقذ الذي إذا جاء نلتف حوله ونؤمن به ونسترد أمجادنا ودولتنا ومملكتنا ومما يشهد لهذه القضية أو النظرية التي سمعتم أنهم كانوا أحيانا يقولون للعرب لما ينازعوهم أو يختصمون معهم يقولون لهم إن نبي قد أضل زمانه وسوف نؤمن به ونقتلكم قتال عاد وعيرا واذكروا لهذا قول الله عز وجل من هذه الصورة المباركة صورة البقرة إذ جاء فيها قول الله تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكابرين سبحان الله المفوض أن يقول فلعنة الله عليهم لما عدل لا إله إلا الله اسمع اسمع الآية لو كنتنا لقلت فلعنة الله عليهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكابرين لما لعن الكافرين ولم يلعنهم لأن اللعنة هذه وهي الطرد من ساحة الخير وأثناء الرحمة والسلام سببها الكفر لتبقى هذه خالدة لعنة الله على الكافرين سواء كانوا يهود أو نصار عربا أو عجما هذا البعد من الرحمة سببه الكفر ما قال فلعنة الله عليهم قد يسلمون أو يسلم من يسلم لكن لعنة الله على الكافرين دائما وأبدا والشاهد من هذا معاشر المستمعين أو المستمعات أن اليهود كانوا ينتظرون بفارغ الصبر النبوة الأخيرة الخاتمة للنبوات ولما بعث صلى الله عليه وسلم ما زالوا يراقبون الحال ويتطلعون إلى ما يحدث وكلهم أمل حتى نزل المدينة سنة خمسين أو ثلاثة خمسين من بعثته وشاهدوا التيار ليس ملائما لهم وكان بداية ذلك يوم انتصاره صلى الله عليه وسلم على قريش في بدر من ثم عارفوا وبدأوا يكشفون عن نواياهم وبدأت الفثنة مع بني قين قاع فحاصرهم صلى الله عليه وسلم برجاله فاستسلموا له ولم يقتلهم ولم يسلب أموالهم وطلب إليهم أن يخرجوا من المدينة وأن يلتحقوا بالشام فالتحقوا بأذرعات من الشام والقرآن ينزل وتآمر بن النظير أيضا بعد كذا سنة على قتله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أنجاه وأبطل كيدهم ومكرهم ونجا من تلك المؤامر الدنيا وأعلن صلى الله عليه وسلم الحرب عليهم لأنهم نقضوا عهدهم وحاصرهم برجاله ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم وما قتلهم ولا صلبهم ولكن أمرهم أن يخرجوا فقط من المدينة وأن يحملوا ما يستطيعون حمله من أموالهم وأمتعتهم والله إنهم كانوا يحملون الأخشاب والأبواب من بيوتهم وفي ذلك يقول تعالى يخيبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تعجبوا الخشب أو العمود يحملوا على البعية كيف يتركه للمسلمين ونزل بعضهم في خيبة وبعضهم في تيمة وبعضهم التحق بالشام وبقي بنو قريضا بنو قريضا على أهدهم حتى جاء يوم الأحزاب تعرفون يوم الأحزاب مؤامر عظيم لإنهاء الإسلام كمؤامرات حرب الخليج من سنتين أو ثلاثة بالضبط من قام بهذه المكيدة من هو لأباس من باب المداعبة صهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي لما أجلاهم الله من المدينة أخذ يطوف بقبائل العرب من منطق إلى منطق ويؤلبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسمه حريبا أخطب النظري وكان زعيما وابنته من هي هذه هذه صفية تزوجها رسول الله سلم بعد أن اعتقها وكانت أم المؤمنين فرضي الله عنها وأرضاها إذن ألب العرب من الشمال إلى الجنوب من الشرق العرب وزحفت وزحفت خيل الشيطان وطوق المدينة بطوق عجب واذكروا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر يا لها من ليالي خمس وعشرين ليلة والرسول ورجاله محاصرون في سلع الجبل وهاءهم والخندق أمامهم وكان هناك جوع وكان هناك ظمأ وكان هناك خوف إذن فهذا حيي لا أحياه الله ذهب إلى بني قريضة وأخذ يعركهم ويفتلهم حتى نقضوا عهدهم ليتألبوا مع المتألبين فلما دفع الله الشر وأبعد الخطر آية من آياته أرسل الله تعالى عليه مريحا وهي الدبوع وهي الصبع إذ قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور والدبور ريح تاتي من المغرب وهو الدبر والمشرق هو القبل وأما الصباء ريح تاتي من مشرق هذه الريح ماذا فعلت بهم اقتلعت القيام معسكر أبي سفيان رضي الله عنه إذ أسلم ورجال القدور منصوب على اللهم والأكل قال بت به إذ قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلال شديدا يا لها من أيام وأعقبها الفرج لما رحلوا قال وصلم الآن نغزوهم الآن نغزوهم لما غزوننا وفشلوا الآن نغزوهم وكان ذلك سنة ست من الهجوة السابع خرج برجال العمر وحصل ما حصل في الحديبية والشاهد عندنا في هذه الجماعات اليهودية كان المفروض أنهم أول من يؤمن برسول الله السلام إذ كان يتطلعون له ويخبرون العرب به ويهددون هم فلما ظهر أنه على منهج غير منهجهم وطريق على غير طريقهم تنكر له ها نحن الآن والقرآن ينزل قبل أن يخرجوا من المدينة والله يذكرهم بنعم عليهم علهم يقولون الحمد لله آمنا بالله هاتي يدك يا رسول الله نبايعها ونصافح على الإسلام أبوا واسمعوا هذه النعم الخمس أو السخ نعم التي بين أيدينا في هذه الآيات الخمس آيات إذن النعم الأولى في قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون آل فرعون كما علمتم رجال من جيوشه ووزرائه وأقاربه الكل آل لأن الأمر يؤول إليهم نجاهم ستميات ألف آلاء بن إسرائيل أنقذهم واستخرجهم من ملايين وأبعدهم من ساحتهم وما قتلوهم ولا صلبوهم نجيناكم من آل فرعون وكيف إن آل فرعون كانوا يسومونهم الخصف ويعذبونهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وقد علمتم لماذا في الدرس السابق وهو أن كاه من الكهنة قال لفرعون إن سقوط عرشك وهبوط دولتك على يد هؤلاء الأجانب وقد رد هذا القول ولا حاج إلى الكهنة وقلنا إنهم الساسة ساسة الحكومة قالوا إن هذا الشعب له أصل وله شرف ومجد وملك فإذا تقوهنا وكثوا قد يسقطون عرشفعون ويعكمون لما لهم من شرف وأصار في الملك والحكم وهذا هو الصواب فمن هنا قالوا الطريق أن نذلهم فنحمل رجالهم تبعية تبعات العمل الشق فكانوا يصنعون الطوب ذي مهمته وفي هذا إرهاق لأبدانهم وضعف لقلوبهم ومعانيهم ثانيا حتى ما يكفر التناسل ثانيا نذبح الأولاد الذين يولدون من الآن وقد اتخذوا قرارا كما علمتم أن على شيخ القرية أو الحي يطل على كل حبلة وعلى الرجل أن يبلغ البلدية أن ما أته حبلة في الشهر الخامس أو السادس وإذا آن أوان الولادة لابد الاتصال بالمسؤولين ليحضوا الولادة فالقابلة بمجرد ما تتلقى الولد من فرج أمي تنظر إن كان ذكرا قال الذكر وذبحوا وإن كان أنت تركوها ومع هذا قال الساسة إذا فعنا هذا باستمرار قضينا على اليد العاملة من يشتغل إذن فمن الخير أن نقتل الأولاد سنة بعد سنة سنة نذبح الأطفال سنة نبقيهم وفعلوا وقد قلت لكم من تدبير الله جل جلاله السنة التي كان فيها العفو ولد هارون أخو موسى وشقيقه السنة التي فيها القتل الذبح ولد موسى فمن يحفظ موسى غير الله فأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم النيل فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدول وعدول وهل هي نبي لا ولكن أي مانع يهتب بها هاتف أو ترى رؤية صادقة إذن وبالفعل ما إن وضعته والشرط على الباب وقد أعدت التابوت هيئته وضعته في الصندوق وعطت لي أختها ارمي في النيل ما عندنا ولد ويعبث به الماء حتى يصل به إلى حديقة الملك فرعون وإذا بالجوار في الماء يسبحنا أو ما أدري وإذا بالصندوق أخذناه بسرعة رفعناه إلى الملك إمارات فرعون عليه السلام آسي بنت مزاحم آسي بنت مزاحم قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ما إن يراه أحد يكاد يدخل في قلبي من يفعل هذا ما إن شقوا الصندوق وأزالوا الغطاء وراءة الجوار والماء الكل تصخ تريد أن تدخلوا في أحشائها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني تحت نظري وبصري أنا أنا الحام أنا الواقي أنا الحافظ لك يا موسى فسبحان الله إل تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك من تدبير الله لما أخذ إلى قصر فرعون واحتضنته آسيا الولد يصرخ وأباء يرضع أبدا العطش والجوع وهو في أسبوعه الأول وكلما تاتي موضع أو ضئر تقدم ثديا ينفضه ويدفعه تدبير من هذا كلما تأتي إمرأة وزير شريفة مرتغني طيبة رايحة جميلة كذا ما إن تد منه يسرخ إذن وإذا بأختي موسى تقول أمها إي فلان تجولي في المدينة وتحسس عليك تسمعين عن أخيك ما فعل الله ربي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل لما سمعت أن الولد في بيت فلعون وأنه لم يقبل الرضع فقالت لهم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصعون وهذه الكلمة تلقت صفعات من الجواسيس ورجال الحكومة كيف يكون ناصعين له أنت تعرفين هذا من هو قالت أبدا أنا أعرف أسرة فقيرة كذا أراجوت أن يرضى عندها فرددناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تعلن فرزعناك إلى أمك ما إن رأى أم حتى التقم تديها في لهم فأصبحت أمه رئيسة لو تطلب مليون دينا لأعطيته تدبير من هذا ثم رددناك إلى أمك لتك كي تقرع عينها ولا تحزن وحدثت حادثة تذكر أيضا للعبرة لما كان موسى يحبو ويحاول أن يقوم ليمشي وإذا بفرعون جالس أمامه فيمد موسى يده ويمسي فرعون من لحيته ويجذب قال الحاج رابح رحمة الله عليه أو الحاج مسعود من ثلاثين سنة سبحان الله فرعون بلحيته قلت إينا ما كان الفحل أبدا يحول نفسه إلى أنثى يعلق وجهه لابد من هذا قالت ولم فحولنا اليوم أو قال لم فحول يوم يعلقون قلنا لأنهم قلدوا المائعين وضربوا في طريق الجاهلين وإلا جمالك يا ابن آدم في لحيتك وكنا نضعب لذلك مثلا نقول أخبروني أيها الفحول لو أن مرأة تلصق بوجه لحية فحل صناعية كالبروك لحية لحية فيكم من يغضى بهذا ها في فحل يقبل كيف ينظر إليها موسيخة هكذا إذن ملتعون والكل حالقون الآن انتسر الحق والحمد لله لأن العل هي الجهل فقط مؤمنون صالحون غروا بيهم وقالوا علماء وقالوا وقالوا فضللوهم وإلا من يغضى من الفحول أن يساوى بالإناث ويصبح من جماعتهم والرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم ويقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال كذا قال إيوالله العظيم ومن يلعن على لسان رسول الله كيف يسعد كيف يرتاح وتطيب نفسه كما قلت لكم ملعون الرجل إذا تشبه بالمرأة والمرأة ملعون إذا تشبهت بالرجل فلو تعمل عمامة أو راوى وتلصق اللحة بوجه قالوا هذا رجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ولا نطيل في هذه النعمة وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وجهه بيانه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أي للخدمة والشغل وفي ذلك بلاء من رب طمع امتحان كبير لمما تؤمنون بالله ورسوله وتدخلون في رحمة الله وتمشون وراء رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ثم قال لهم النعمة الثانية وإذ فرقنا بكم البحر اذكروا الوقت الذي تم الترتيبات عجيبا لأن موسى تهب وهو يلح على فرعون وقهره وغلبه بالآيات والمعجزات آبا فرعون أن يسلم بني إسرائيل لموسى فلما حصلت انهزامات كبيرة وآخذ بني إسرائيل يسمون ويرتفعون صدر أمو موسى أمو الله إلى موسى وأخيه أن يتجمع بني إسرائيل يخرجون من وسط إلى حواش والأزقة والدور المشتركة مع الأقباط وينحاشون إلى جيعة استعدادا للرحيل وجاء هذا في صورة يونس واجعلوا بيوتكم قبلة وأوحينا إلى موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ممن يتلقون هذه المعارف من الله عزوه اسمع اسمع وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة لما قبلة وأقيموا الصلاة قبلة يحمل معنا اجعلوا أبوابها إلى القبلة أو اجعلوا متجهة نحو القبلة بيت المقدس للصلاة وقبلة أيضا متقابلة البيوت أبوابها متقابلة خشية أن يتصاب لهم الجواسيس أو الأعداء فيعرف كل من يتحرك في المدينة أو في هذه القرية الجديدة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين إذن فأخذوا يتجمعون ويبنون هذه القرية استعدادا لرحيل فلما اكتمل عددهم وتجمعوا أرحى الله إلى موسى أنخرج ببني إسرائيل فخرج موسى وأقوارون وبنو إسرائيل وراءهم ستمائة ألف النساء والأطفال والرجال إلى أين جبريل يتقدموا إلى بحر القلزم البحر الأحمر وما إن خرجوا وتركوا مصر وزحفوا نحو الشرق حتى أمر فرعون بالتعب العام فخرج بمئة ألف فارس الذين يركبون الخيول فقط مئة ألف أما المشاهد لا تسأل وما شوء وراء بني إسرائيل ولما راء بني إسرائيل جيوش فرعون خافوا وهم جبناء لأنهم عاشوا عشة المذلة والمهانة وشكوا إلى موسى فقال إني كلا إن معي ربي سيهديني أرد قولهم ومزاعمهم بقولي كلا ليس الأمر كما تقولون إن معي ربي سيهديني وما شاء حتى وصل إلى حافة البحر البحر الأحمر القلزم يسمى إذن وجبريل يتقدمهم وهنا حدثت حادثة كان فرص جبريل عليه السلام إذا واطع الأرض ينبت العشب على القر تحت غادم الفرص فتفطن لهذه الحادثة العجيبة السامري فأخذ الطوبة التي تنبت العشب قال هذه الطوبة فيها مادة الحياة واحتفظ بكمية هذا السامري عليه لعين الله فلما نجى بني إسرائيل من البحر ونزل بالساحل المقابل فكر هذا بوحي الشيطان وقال يا معشر نساء بني إسرائيل كل من كان عند حلي للقبطيات تأتي به وتجمعه لنحرقه إذ لا يحل لها أبدا أن تأخذ متاع غيرها فجمع الحلي وصحره بالنار وأذهبه وصنع منه عجلا عجل الذهب ووضع فيه ذاك التراب فأصبح للعجل خوار وصوت كأنه حي ودعاهم إلى عبادته كما سياته فعبدوه في غيبة موسى إذن وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يغرب بأعصاك البحر فقال بسم الله وضعب البحر فانفلق فرقتين في العلو كالجبل من هنا وكالجبل من هنا إثنى عشر زقاقا وطريقا حتى قبائل بني إسرائيل وأصباطهم ما يزدحمون كل صبط في شارع إثنى عشر شارعا أو زقاقا في البحر وما شو حتى انتهى البحر وخرجوا إلى ساعلي وصل رجال فرعون فأمرهم أن يرموا بخيولهم أيضا في البحر بعدما عاد البحر كما كان لما توغلوا فيه وتوسطوا ولم يبقى وراهم أحد ولم يصلوا إلى الساحل ساحل النجاح أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين اللهم اللهم إلا فرعون نجاه الله ببدنه فقط وقرأوا آيات سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم في عون وجنود فأتبعهم في عون بجنود بغيا وعدوا حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأهن من المسلمين سمعتم ما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك فقط إذن فرعون دخل على فاصل البحر دعا ماشى ماشى حتى وصل الماء إلى حلقه وكاد يغرق ثم أعلن عن إسلامه حتى إذا أدرك الغرق قال آمنت أنه لا معبود لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين حكاية عندنا لما كانت الحرب العالمية الأخيرة وكانت ألمانيا محالفة غطي ديان واليابان وكانت طائرات العدو تات إلى ديار نابل المغرب لشمال أفريقيا لأنها مستعمرات فرنسية حدث مرة جاءت الطائرة التي تقضي في القنابل وأخذ الناس يهربون فازعين كأنهم مع قول الله تعالى القارع ما القارع يوم يكون ناس كالضراج الممثل للناس داخلين في السرادي والأس خارجين ما عرف هذا طالع للعمار ذهابط منها إذن ويوجد بعض النصران لا يحسنون العربية فيهربون معهم يسمعون المسلمين يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يموت موحدين والنصران ماذا يقول أمواوسي وأنا كذلك أمواوسي أي وأنا كما يقولون كذلك فرعون قال ماذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال تعالى الآن يوبق الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك لما لتكون لمن خلفك آية قالت العلماء بني إسرائيل عاشوا أذل مهانين جهل ضعفا وواقعهم شاهد لولا أنهما أوفر يعون ميتا أمامهم على الساحل لقالوا أبدا ما يموت فرعون يبقى الخوف معهم والهلع والفزع طول الليل ونهار فمن رحمة الله وتدبيره بهم أنجاه ببدنه يطلعون على رأسه وضعاه ميتا ميتا حدث مرة عندنا أيضا أن شيخ من مشايخ البلاد حكمنا وطالت مدة الحكم وفعل العجب والله لما مات ما صدق كثير من الناس قالوا ما يموت كيف يموت عرفتم هذا الضعف البشر قالوا ما يموت كيف لن يموت لما عاش ثمانين تسعين سنة ما مات كيف الآن يموت فبنو إسرائيل لولا أن الله عز وجل أنجف العون ببدنه لكانوا يصابون بالهستير كما يقولون أو الجنون كل جاسق الآن جف العون فمن تدبير الله بأولياءه ورحمته بهم أن أغرق ذلك الجيش بمئات الآلاف وأنجى واحدا لحكم وإلى لا لأن أفعال الله تعالى لا تخلو من حكم قط لا يوجد فعل الله بدون حكم إذن يقول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ما حكاية ماضية وأنتم تنظرون وجيش فرعون يغرق شيئا فشيئا حتى غطاهم البحر هذا اليوم الذي نجى الله تعالى في موسى وابن إسرائيل كان يوم عشر محرم إسرائيل وابن والدليل أن الرسول صلى الله عليه سلم لما هاجر العام الذي هاجر فيه جاء في ربيع الأول دارت السناء جاء محرم فصامه بني إسرائيل فسألهم لي متصمون قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وابن إسرائيل نصوم شكرا لله فقال نحن أحق بموسى منكم فأمر أهل مدينة أن يصوموا فصاموا والله وصوموا صبيانهم الأطفال الصغيرة ثم بعد عام آخر أعلن لما نزل فرضية رمضان أعلن أن من شاء يصوم ومن شاء يفتر فقد فرض الله لنا أو علينا الصيام ومعضان ولكي يخالف اليهود عليهم لعائن الله قال إن عشت إلى قابل لأصوم التاسع والعاشر فمن السن معاشر المستمعين والمستمعات أن نصوم تاسع وعاشوا شكرا لله عز وجل على آلاء وإنعام قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون النعمة الثالثة وإذ واعدنا موسى أربعين ليلا ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون متى وعد موسى أربعين ليلا لما خرجوا من البحر ونزلوا بالساحل كما علمتم وواعد الحق عز وجل موسى بأن يحضر عنده في جبل الطور من أجل أن يعطيه الدستور الذي يحكم به بني إسرائيل لأنهم كانوا مستعمى وكان الحكم حكم فرعون ورجاله بما يحكمهم موسى موسى عاش في مصر وتربى فيها كيف إذن فقال تعال تعال عندنا ونعطيك الدستور لتحكم به بني إسرائيل هنا مسألة سياسية لو كان معنا سياسيون سياسيون ما يفهمون يؤولون كلام ولا يفهمونه كنا مستعمارات ولا لا من أندونيس إلى موريتانيا حق ولا لا سوريا العراق اليمن مصر كذا كذا كنا المستعمارات فكان الواجب المفروض أننا لما نستقل في إقليم من الأقادم ناتي بالدستور الإسلام ونطبقه لا نبقى نطبق في دستور الدول المستعمار أنتبهتم ومن عجيب تدريل الله عز وجل واسمعوا واسمعوا وواه لما بدأت الاستقلالات كان الله عز وجل قد أقام هذه الدولة على يد عبد العزيز بعدما كانت هذه بلاد فوضى عارمة كغيرها من العالم الإسلامي الوثنيات والجهل والباطل والسهل والتجهيل والخرافات وواء لا تسأل عن حالنا فأراد الله أن يقيم الحج له على عباده فأقام هذه الدول وصغير وفقير لا تملك شيئا وتجلت في حقائق العلم الرباني فساد أمن ما كانت تحلم به هذه الديار لعل يواهم ما تعفون كان الحاج للخوف على بنانيره يبتلعهم حتى إذا خرأ يأخذهم من خرئه وساد أمن لم تحلم به الدنيا ولم تعرفه إلا في القرون الذهبية ثلاثة وإن شئتم حلفتم وأنتم ما تقبلون والله العظيم ما رأت الدنيا أمنا كالذي حصل في هذه الديار على دولة القرآن إلا أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين في القرون الثلاثة أؤكد لكم وإلى آياء عبد العزيز أسألك بالله أما كان بايع الذهب إذا أذن المؤذن يضع خرق قديم بيض على باب ذهبه ويات يصلي أسألك بالله هل عرفت الدنيا هذا يمشي الرجل من أقصى شرق المملكة إلى غرب لا يخاف إلا الله تحقق آمن وتحقق طهر قل ما يسمع أن هناك جريمة وقعت زنا فيرجم صاحبها أو أن هناك من لا يقيم صلاة أو أن هناك من قتل ظلما وعدوانا أحداث نادرة وتجلت حقيقة القرآن الكريم وهي قول ربنا الذين إن مكناهم فالأرضي أي حكمناهم وأصبحوا حاكمين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لما جاء الله بهذه الدولة وما شاهد المسلمون حجاجا وزوارا ورعوا الكرام كما هي أمن وطه لكانوا يعتذون يقول ما عرفنا ولكن حجوا وعطموا وشاهدوا ومع هذا يستقل الإقليم فبدل أن ياتي إلى عبد العزيز لأنه حاكم الحرمين وأرض القدس والطه ويقول لقد استقل قطرنا فابعث إلينا بقضاة يطبقون شريعة الله إننا هل فعلوا مما يضحك أن السودان لما استقلت طالبوا بريطانيا بإرسال قضاة لهم يحكمون البناء والله العظيم قرأنا هذا وسمعنا هذا مثال فانظر لو عرفنا الطريق لكنا الآن أمة واحدة لا فرق بين أبيض وأسود ولا عاب ولا عجم كيف هذه الدولة أوجدها الله أولا وإلىنا والعالم الإسلامي مستعمارات هكذا الدولة التي تستقل من الاستعمار الغربي أو الشرقي تبعث رجال ابعث لنا بقضاة ووالعام خليفة يخلفك في بلادنا ما الذي يمنع من هذا وتطبق شريعة الله لو فعن هذا لكنا خلاف قائم الخلاف قائم والعالم الإسلامي كله بلد واحد عملة واحد جواز واحد لغة واحد دستور وقانون واحد لكن للجهل وعدم البصير ولتسميم عقولنا وإفساد قلوبنا من طريق الغربيين صرفونا صرف كاملا والله ما بلغني حتى هذه الدولات الصغيرة في الخليج أنهم جاءوا وقالوا يا عبد عزيز لقد انتهينا من الاستعمار بريطاني أبعث لنا رجالك يقيم نشاع الله بيننا لأننا مسلمون فعنا وإلى لا ما فعنا فلهذا لن تقوم دولة إسلامية تضم بأجنحتها العالم الإسلامي أبدا لأننا نحن الذين ذبحناها وما أردناها فما تكون والدليل أن موسى لما استقل ببني إسرائيل ذهب يطلب من الله القانون الذي يسود به ويحكم بني إسرائيل ومن ثم ترك بني إسرائيل وذهب إلى جبل الطو وناجاه ربه ونادى وأعطاه الدستور أراجع وإذا بالسامري والعياذ بالله أم هابطة كما قدمنا غرر بهم وقال هذا هو إلهكم وإله موسى ذهب موسى يطلبه وهو غافل هذا هو أعبدوا فعبدوا العجل هارون عليه السلام خليفة بكى شكا ما صد يفعل شيئا أم هاوية فعبدوا العجل إذن فهذه نعمة فبدل أن يفعل الله بهم نقمته عفى عنهم وموسى أحرق ذلك العجل ونسفه كالرمادي في البحر وعاد العبادة الحق عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم والعجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم بأي شيء باتخاذكم العجل أي إلها فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا ما قال إلى إلهكم هو العجل قالوا إلى هنا فتوبوا إلى خالقكم إلى من برأ نسمكم إلى من صوهاكم أجساما لا تأوح هو الذي يستحق العبادة أعبد خالقك لا تعبد مخلوقا مثلك فتوبوا ارجعوا إلى عبادة ربكم بارئكم إذن والعقوبة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم جائز أن يقول قائل انتحعوا كل من عبد العجل ما يخلص من ذنبه إلا بقتل فلينتحع كل واحد منكم على جهة في بيته في كذا هذه الكفارة والله لا كفار إذا هذه من الله رب الذي يزكي النفوس ويطهر الله بما شاء من الشرائع العكام لا طهار لأنفسكم تلك النفوس التي خابثت وتعفنت بعبادة الله إلا بإزهاق الروح لا تقول هذا عجيب لا أبدا هم تألموا هم مارضوا حازنوا كاربوا يودون أن ينتحروا الآن عندنا في العالم الكافة يخطب فتاة مات الزوج ينتحر تسمعون بهذا وإلا يطرد من وظيفة ينتحر ما يرطيق الألم النفسي وهم أصابهم ألم وجدوا أنفسهم في هارع أقل من شهر اغتدوا بعد عشر آيات شاهدوا أربعين سنة ينتكسون هذا الانتكاس فلا عجب أبدا أن يؤمروا بالانتحار اقتلوا أنفسكم لكن الأخبار الواردة وحتى عن نبي نصر السلم أنهم ما هو انتحار بل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا فالدرع عول بسوحة لباس الحربي وتلاقوا في ميدان يقتل هذا 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 الأب ابنه لابن أباه يقتل أب ابنه هنا عندنا في مدر ما قتل المؤمنون أبا ما قتل أب ابن أب نام الكفر حد فاصل لا قيمة للكافر على وجه أرم لأنه كفر خالقه فكيف يحترم إذن فاقتتلوا فتقول الروايات حتى مات منهم سبعون ألفا في تلك المعارك الضائرة بينهم ثم نزل العفو كف يكفي فتابوا إلى الله عز وجل والضرع وبكوا بنيه فتاب عليهم إنه التضاب رحيم هكذا يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم والعجل فتوبوا إلى باب فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باب أي خالقكم فكلام في حذف فتبتم فتاب عليكم لما إنه هو التواب الرحيم هو لا غير مو التواب كثير التوبة لو يتوب مليون في الساعة يتوب الله عليهم الرحيم الذي يرحم آشار الخلق لو يفزع إليه والطرح بين يديه لا رحمه هو التواب رحيم إذن هل عرفتم معاشر المستمعين المستمعات إذن عندنا فترة ما قرن الكتاب وهو بين أيديكم فلا بأس أن تسمعوا ما قرناه في هذا الكتاب حتى لا تهجروا الكتاب وتقولوا ليكفي لسمع فقط من الشيخ قال السائل الذين ما عبدوا العجل هؤلاء ما يقتل بعضهم بعضا هل هارون كان يقاتل معهم ويقتل هذا بمن عبدوا العجل خاص بهم هم الذين سقطوا في هذه المهنة أما الذين انحازوا وانتظروا أرجوع موسى ما كان بينهم قتل هذا القتل لمن أشرك إذن شرح المفردات لتتعلم يا بني قوله تعالى النجاة وإذ نجيناكم قال النجاة هي الخلاص من المهلك أو من الهلك كالخلاص من الغرق والخلاص من العذاب هذه النجاة يغتفع إلى منج من الأرض فيخلص من الفتنة أو العذاب قال فرعون من هم أتباع فرعون وفرعون مالك مصر على عهد موسى عليه السلام يسومونكم سوء العذاب يعني يبغونكم سوء العذاب وهو أشده وأفضعه ويذيقونكم إياه بأنواع التعذيب وقوله يستحيون نساءكم كيف قال يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة ويذبحون الأولاد خوفا منهم إذا كبروا وأصبحوا رجال يقلبون النظام كما تقدم بلاء عظيم ابتلاء وامتحان شديد لا عطا وهو كذلك فرقنا بكم البحر صيرناه فرقتين وما بينهما يابس وما بينهما ما بين الفرقتين يابس ما فيه ماء لا ماء فيه لتسلكوه فتنجو والبحر هو بحر القلزم أي الأحمر يسمى بحر القلزم اتخذهم العجل عجل من ذهب صاغه لهم السامري ودعاهم إلى عبادة فعبدوا فعبدوا أكثرهم وذلك في غيبة موسى عليه السلام الشكر ما الشكر لتشكر كيف قال الشكر اظهار النعمة بالاعتراف بالاعتراف بها أولا وحمد الله تعالى عليها وصرفها في مرضات الله وما يحب هذا الكلام تقرأ عندنا هل عرفنا الشكر ما هو لما تأخذ كاس اللبن أو الماء اعترف بأن هذا من الله وأنت لم تستطيع أن توجد قطر منه ثم إذا شرب تقول الحمد لله ثم هذا هذا المائض فضل لا تغميه في المزبلة حافظ عليه لأنه نعمة الله لا تبددها وتفسدها هذا مثال قال الكتاب والفرقان ما المراد من الكتاب والفرقان قال الكتاب التوراة والفرقان المعجزات التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل حق موسى وباطل فرعون قوله تهتدون أي إلى معرفة الحق في كل شؤونكم من أمور الدين والدنيا هذه الهداية معنى الآيات قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم تضمنت هذه الآيات الخمس أربع نعم عظمى أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل وهي التي أمارهم بذكرها ليشكروا علي تقدم لنا أن الأمر بالذكر ليس مقصود لذاته من أجل الشكر من لم يذكر النعمة ما يشكرها بالتجربة إذا ذكرها شكرها قال التي أمرا بذكرها ليشكروه عليها بالإيمان بالله بالإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام لأن اليهود ما كفروا بوجود الله كالملاعظة ولا كفروا بالبعث الآخر ولكن كفروا بالرسول والإسلام قال فللنعمة الأولى فالنعمة الأولى إن جاءهم من فرعون وآله بتخريصهم من حكمه الظالم وما كانوا وما كانوا يصبونه عليهم من ألوان العذاب من ذلك ذبح الضكور من أولادهم وتركوا البنات لاستخدامهن في المنزل كرقيقات والنعمة الثانية فلقوا البحر لهم وإغراقوا عدوهم بعد نجاتهم وهم ينظرون والثالثة عفوه تعالى عن أكبر زل زلوها وأكبر جريم اقترفوها وهي اتخاذهم عجلا صناعيا إله وعبادتهم له فتعال عنهم ولم يواخذوا بالعذاب لعله لعلة أن يشكروه ما أبادهم ما استعصرهم من أجل أن يشكروه تعالى بعبادته وحده دون سواء الرابعة ما أكرم به نبيهم موسى عليه السلام من الترات التي فيها الهدى والنور والمعجزات التي أبطلت باطل فرعون وأحقت دعوة الحق التي جاء بها موسى عليه السلام هذه النعم هي محتوى الآيات الخمس ومعرفتها معرفة لمعاني الآيات في الجملة اللهم إلا جملة وهي وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم في الآية الأولى فإنها إخبار بأن الذي حصل لبني إسرائيل من عذاب على أيدي فرعون وما لإنما كان امتحانا من الله واختبارا عظيما لهم تعرفون نكتة وإن لما حكم يوسف الديارة المصرية وأصبح ملكا أليس كذلك ورثة هذا العرش من بني إسرائيل كيف انتقل الحكم من أيديهم إلى أيدي الأقبار من يجيب له ألف ريال أنت الجواب فاسأقوا وخرجوا عن الطاعة وهبطوا إلى الباطل فصلت الله وعلم كما فعل بنا أيها المسلمون فعل بنا الله هذا ولا لا بلا عظيم ولا لا يصل على المسلمين البريطانيين والفرنسيين الإيطاليين كيف هذا نعم هذه حكمته وهذا وتأديب لعباده أعيد فأقول هذه النعم هي محتوى الآيات الخمس ومعرفتها معرفة لمعاني الآيات في الجملة اللهم إلا جملة وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم في الآية لولة فإن إخبار بأن الذي حصل لبني إسرائيل من عذاب على أيدي فرعون وملائه إنما كان امتحانا من الله واختبارا عظيما لهم كما أن الآية الثانية فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة بني إسرائيل أربعين ليلة وهي القعدة وعاشرة أيام من الحجة ليعطيه التوراة يحكم بها بني إسرائيل فحدث في غيابه أن جمع السامري حلي نساء بني إسرائيل وصنع منه رجلا ودعاهم إلى عبادته فعبدوه فاستوجبوا العذاب إلا أن الله منع عليه بالعفو ليشكروه من هداية الآيات أولا ذكر النعم يحمل على شكرها والشكر هو الغاية من ذكر النعم ثانيا أن الله تعالى يبتل عباده لحكم عاليا فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى فيما يبتل به عباده ثالثا الشرك ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها رابعا إرسال الرسل وإنزال الكتب الحكم فيهما حداية الناس إلى معرفة ربهم وطريقة التقرب لي ليعبدوا فيكملوا ويسعدوا في الحياتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تمرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم من والسلواء كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات قول ربنا جل ذكره وإذ قال موسى لقومه اذكر يا رسولنا أيها المبلغ عنا يا مصطفان اذكر قولة موسى لبني إسرائيل إذ قال موسى لقومه وهم قطعا بني إسرائيل ماذا قال لهم موسى قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم والعجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم إنه التوضر رحيم فصلنا الحادثة البارحة وعرفنا أن موسى عليه السلام بعدما نجاه الله بني إسرائيل وخرجوا من الديار المصرية ديار فرعون وأغرق الله فرعون وجيشه ونزلوا بالساحل ساحل البحر الأحمر وذكرت لكم لطيفة ما تنسى لما استقل بني إسرائيل بما يحكمهم موسى ما هو الدستور إذن فقال انتظرك لموعد مع ربي وآتيكم بما أحكمكم به هنا قلت استقل لنا كذا وأربعون إقليما من الاستعمار لبريطاني الفرنسي الإيطالي البلجيكي الهولندي ما استطاع إقليم واحد يقول الحكومة الكافرة خرجت ونحن بما نحكم فيطلبون دستورا إسلاميا لأن الشعب مسلم لا يساس إلا بالإسلام ما استطاع من صافهم وقد قلت وإني على علم كان المفهوض لأن الله أوجد هذه الدولة على يد عبد العزيز أيام للسما كان المفهوض كل إقليم يستقل على الفو يبعث بوفد ويطالب بالقانون الذي تحكم به هذه البلاد بلاد القدس والحرامين ولو فعنا هذا لكننا الآن أمة واحدة لكن حب الدنيا حب رياسة والمال والجاه والسلطان حجبنا أما الله جل جلاله فقد أقام الحج علينا لما كانت هذه الدولة موجودة وما سادها أمن وطهر وصفاء وقيمت في حدود الله لقد نعذر إلى من نفزع ومع هذا يجتمع علماؤنا ويضعون دستورا وقانونا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه على المذاهب السليمة الصحيحة الأرضاء لكن ما حصل فالنذق البلا والعذاب وهو بما كسبت أيدينا وما ظلمناهم ولكن كانوا أمزهم ونعود إلى السياق الكريم لما ذهب موسى إلى مناجاة ربه بجبل الطه من سيناء هذا الشيطان الآدمي السامري كما عرفتم احتال على نساء بني إسرائيل وقال إن هذا الحلي أكثره عارية من القبطيات ولا يحل لكنا لانتفاع به فاجمعناه ونحرقه فلما جمعنا الحلي أحرقه وحوله إلى عجل صنع منه عجل كما تعرفون الصور والتماثين ولو خوار هل ريح تدخل فيه مجوف أو يصوت الشيطان على فمه للفتنة ولا عجب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى وموسى الآن تاية ما عرفه هو العجيب وقبلوا هذا أكثرهم قبلوا استجاب لما لأنهم أميون جهلا ما عرفوا الطريق أين تعلموا فعلتهم هي أهل جهل بالله وإلا كيف يتصورون أن يكون الله في صورة عجل وهم أبناء الأنبياء وأولاد الموصلين إذا فعبدوه هارون عليه السلام أخو موسى وقد نبأه الله وأوصله من زمان إن عزل مع بعض المؤمنين وأبوا أن يعبدوا ما هم العجيب بل هارون بذل ما يمكن أن يبذله في صرفهم عن هذا الباطل ولكن غلبه موسى ما زال يناجر حتى أخبره بأننا قد فتنا قومك من بعدك وأضل له مستامري فأجع موسى غضبان أسفا وصاح وثار ثورة إيمانية حتى أخذ يلبب أخارهم بل أخذهم من لحيته قال هارون لا تأخذ يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فاعتذر هارون عليه السلام إذن زلت اقدامهم وعبدوا غير الله فارتدوا عن الإسلام فما حكم الردة في قضاء الله القتل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله من بدل دينه فاقتله إلا أن رحمة الإسلام تستتيب المرتد ثلاثة أيام وهو محبوسا مع المؤمنين يعرض عليه الصلاة يعرض عليه عبادة الله علّه يرجع فإن أصر يعدم ويموت موتا كفرا لا رحمة له فإن تاب تقبل توبته إلا فما هي توبة بني إسرائيل أوحى الله إلى موسى أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل واجتمعوا في صاحة عظيمة بالخناجر والسيوف وأخذوا يقتلوا بعضهم بعد تقول بعض الروايات حتى قتل من سبعون ألفا ثم أوحى الله تعالى إلى نبي موسى أن قد تمت توبتهم فلو في توب ثيابه أعلمهم بانتهاء الحرب هذه توبة الله على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل واسمعوا قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم كيف نتوب قال فاقتلوا أنفسكم وليس هذا من باب الانتحار فيقتل كل واحد نفسه لا الحقيقة أنهم غمهم سحاب مظلم الذين اغتكبوا هذه الجريمة ودخلوا في المعركة ما يتبين رجل أخاه ولا أباه في ظلام فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إي نعم خير لكم عند ربكم لو تركهم على تلك الردة وما واخذهم وماتوا إلى عالم الشقاء والخلود فيه أبدا ولكن من نطف الله وإحسان وأحمده أن طهرهم بهذا القتل إذن فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذكر البارئ بمعنى الخالق المصور لينبهم إلى أن العجل يخلق شيئا ولا ذبابا فالذي يعبد ويطرح العبد بين يديه باكيا خاشعا خاضعا من يحي ويميت من يعز ويذل من يعطي ويمنع أما صنموا تمثال صور وشخص قبر كيف يعبد ذو العقل إلا أن الجهل إذا عم عمية قلوب أما ففعلتم فتاب عليكم إنه هو التواب رحيم كثير التوبة ما تاب إليه أحد ورده قط رحيم رحمته انتفع بي كل كائن وقد جاء في الحديث صحيح ما علمتم أن الله تعالى قسم الرحمة مئة قسم جزعها مئة جزع فادخل لأوليائه وصالح عباده تسعة وتسعين جزع يوم القيامة وجزع واحد الخليقة كل وتتراحم به حتى إن الفرس ترفع حافرها مخافة أنطط أمهرها وتشاهدون ومن شاهد الدجاج كيف تعلم أولاد نقر الحب ومن شاهد العنز كيف تميل بضرعها إلى جدي وووو يعني الثالي الحقيقة هذه الرحمة الخليقة كل تتراحم بها هذا الذي ينبغي أن يعبد يشكر يحمد يثنى عليه يغطاع يهاجى من أجله يذكى ولا ينسى أما الأوهام والضلالات والخرافات وبيال والدناء والشهوة هل تعبد مع الله كيف تستحق العبادة ثانيا وإذ قلتم يا موسى واذكر لهؤلاء اليهود حولك يا رسولنا هذه دعوة الله لهم علهم يهتدون علهم يدخلون في رحمة الله لكن العناد والمكابى وحب الدنيا وطلب الرياس ما نعهم قالوا ما ندخل في الإسلام فنذوب فيه ما يبقى لنا كيان ولا وجود وإن وإن ندخل الله ولا نقبل هذا ما هو العجب هذا المسلمون ابتعدوا عن شرع الله عنادا ما يريدون الإسلام يطبق عليهم وهم أعلم من اليهود وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا أي ظهورا بينا متى هذا لما حصلت الفتنة وانتهت أرحى الله تعالى إلى موسى أن يأتيه بسبعين من خيارهم يعتذرون إلى الله ويعلنون عن توبتهم ليتوب عليهم فاختار موسى من قومه سبعون رجل من خيارهم وذهب بهم إلى جبل الطوح فلما انتهوا إلى مكان المناجاة مناجاة الله لموسى وسمعوه وموسى يناجي وربه قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لما كانوا يسمعون كلام الله لموسى وسمعوا قالوا نريد أن نراه بأعيننا ما يكفي أن نسمع كلامه أرين الله عيانا مجاهرا مكاشرا بلا زطار ظاهرا إلا فأخذتكم الصاعقة الرسول كان يخاطف يهود المدينة ولكن هم فئة واحدة الفرع والأصل واحد يهودي كالموجود الموجود الموجود على عادي موسى أمة كاملة لم يوجد في العالم أمة ما تخلخلت ولا تضعضعت ولا دخلت عن عصر إلا هم فلهذا خطاب الآخرين كالأولين لأنهم يتحملون الآخيون يتحملون ذنب الأولين أصل واحد فأخذتهم الصاعقة هذه الصاعقة التي تأتي في الأمطار صاعقة شديدة أماتتهم من شدة صاعقوا فماتوا واحد بعد واحد ما ماتوا بصيحة واحدة تمت الصاعقة حتى ماتوا بالتوالي مات 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 آكل ثم بعد 24 ساعة أحياهم الله عز وجل ما هذا يحتج هؤلاء اليهود بأجدادهم ويلتزمون بمبادئهم ويرتبطون بهم مع هذا الفساد والشهر والضعف لو كانوا عقلاء إلا ثم بعثناكم من بعد موتكم بعد نهاية الأبو عشرين ساعة عادت هذي هذي يبقى معها كفر بالله يبقى معها عناد ومحارب لله ووصوله عجب بني آدم عجب ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا فهل فهل شكروا من هذه الأحداث استفادة حقيقية لا نقرأ فقط آل يهود كانوا كذا وكذا ونحن أن نحن على منهج الله مستقيمون على شرع الله من يقول نعم ولا نسبة واحد في المئة ولا في الألف في عالمنا الإسلامي لأننا جهل لا أقل ولا أكثر الجهل الذي أهلك أولئك يهلك كل ما عداه الذي يعيش في الظلم كيف يعيش يتخبط يتخبط في كل مهاو الحياة لعلكم تشكرون أي من أجل أن تشكروا الله عز وجل أي تعبدوا بما شع بذكره وطاعته إذ هذا هو الشكر فالذي لا يعبد الله شكر الله كيف يشكر وقد عرفنا والحمد لله أن الشكر هو أن النعم التي أنعم الله بعليك أحياك بعد موتك صحح بعد سقمك أعطاك بعد منعك أن تشكر الله أو لن تعتب بقلبك بأن هذه عمة الله ثم تعرب عما في القلب وتترجمه بكلمة الحمد لله من كل أعماق نفسك الحمد لله ثالثاً ثالثاً أن تصف النعمة فيما من أجله وهبكها وأعطاك إياها فهل نذكر هذا أو ننسى فما من نعمة إلا ونحن مطالبون بشكرها حتى نعمة البصر أشكر الله عليها فلا تنظر إلى ما حرم الله عليك وأنظر فيما أحل لك وأذن لك لعلكم تشكرون وظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم منه السلواء متى تم هذا تم هذا لما عاد موسى عليه السلام وانتهت المحنة نهائياً قال لهم بسم الله نواصل المشه إلى أين إلى بيت المقدس وكان بها العمالق يحكمونها إلا فبسم الله نمشي على البائن ما في سيارات ولا قطر كما هي حال البشر ثم لما قاربوا أو كذا اختار موسى اثنى عشر رجلاً ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر ناقيباً الناقيب عندنا في العسكر يمسمو الناقيب هو في الحقيقة الناقيب مأخوذ من النقب من البحث اثنى عشر نقيباً واذهبوا ادخلوا صحراء من أي جهة يدخلون يدخلون وتحسسوا وارجعوا إلينا واعطونا واقع هذه الأمة أو هذه الدولة كيف نواجهها كيف ندخل معه في حرب ونتخلص من حكمه الكافر الباطل ويدخل الإسلام في دياره أرض القدس فما لأسف الاثنى عشر عشر منهم هبطوا جاءوا يرتعدون ترتعد فرائصهم يصرخون يا ويلكم كيف تقاتلون هؤلاء هؤلاء حتى قال أحدهم أنا أخذني جبار من جبار يوت العمالقة وضعني في جيبه ووضعني بين يد أولادي قال فالفائق إلعبوا بهذا الطفل كالعصفور كل واحد جاء بفره عظيمة لأنهم ما دخلوا الجبن الخور الضعف لا تلومهم عاشوا مستعمرين مستغلين جهلا وصدق رجلان فقط قال تعالى من صورة التوبة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الرجلان مذكوران ولا فائد في اسم الرجل المهم قال رجلان تعفون الرجل وإلى لا لا قيمة غير الذكر الذكر كالحيوان الرجل وجاء وجاء رجل من أقص المدينة حكاية لتعرف أن الرجل مفقودة أحد الطالب قال لشيخ يا شيخ التقيت برجل في مكان كذا قال أسكت هل في بلادنا رجل قل لقيت ذكرا أين رجل والشاهد قال رجلاني من الذين يخافون أنعم الله من لا يخافون ربهم من أهل الإيمان والمعرفة لولا علمهم بالله ما خافوا ماذا قال رجلاني ادخلوا عليهم الباب باب المدينة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ما هو جواب بني إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها بمن يقاتل موسى يا موسى إنا لن ندخلها لو قالوا يا رسول الله يا كلم الله لا يا موسى عجارف لا حول ولا قوة إلا أين الأدب يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فرغها وأخرجهم ونحن بعد ذلك ندخل هذا كلام هذا هو الجبن يا شيخ لقد وقع هذا لأمتك وإخوانك كيف هذا كم عاما واليهود الآن في القدس يحتلون بلاد القدس أين عشر الاف مليون أين المسلمون لا 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 حتى يخرجوا يا أمريكا خرجيا يا الأمم المتحدة أخرجوهم والله لا فرق أبدا أولئك كلهم خمسينئة ألف أو ستينئة ألف ونحن آله مليون آل أمم المتحدة الإمامة تخرجهم من لبنان تخرجهم وكذا أخرجوهم واقع واحد وإلى لا هذا والله أمر عرفتم البشر الآن وإلى لا البشري هو البشري قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعد أوح أنت والله قاتلا خلنا نحن جاسين إذا فرقتم منهم ندخل نهلل ونكبع ماذا يصنع موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخيه ما عندنا أحد نفق فيه ولا يستجيب لأمرنا ولا يمشي وراءنا فأنا وأخي ما نستطيع أن نحتل أن نخرج أمة عريقة في القوة من سنين أو قرون تملك هذه البلاد كيف نبعد إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افصل بيننا وبين القوم أي الفاسقين عرفتم الفاسقين بيض ويلسود الذين يخرجون عن أمر الله ورسوله الفاسق من فاسق إذا خرج كما تفسق الفارع تخرج من جحرها فاسقوا عن أمر الله عز وجل إني لا أملك إلا نفسي وتقول وأخيه أيضا لا أملك إلا نفسه أو تقول وأخي معول عليه ابن أمه يستطيع أن يدفع به أو يتركه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال تعالى إجابة دعوة موسى إنها محرمة عليهم أربعين سنة بالعد كما الآن بالنسبة للمسلمين تجاوزت أربعين ولا لا تجاوزت الآن سبعة وأربعين سنة أو أكثر أربعين فقط محرمة عليهم أربعين سنة لعل بعض الشبان يتحمسون ويتقززون يا أبناء يا أبناء لما تسلم نساؤنا ورجالنا وبنون وبناتنا لله رب العالمين يومها تطلع أما أمها تتعيش على الربا والفجور والباطل والخيانة والكذيب والشهر والفساد أو ترك الصلاة وهو تريد أن تقاتل ها تقاتل من تقاتل مع الله أو ضد الله تقاتل ضد الله وتمتصر مستحيل لو شاء الله أن ينزل باليهود وباء ثلاث أيام ما يبقى واحد لكن ما يفعل لأنه ابتل المسلمين امتحنهم هل عافوا الله وقاعوا بابه وإن شككت هل يجوز للمسلمين أن يعيشوا دولات وحارب بعضها بعضا ويحسد بعضها بعضا هل يجوز هذا والله ما يجوز كيف إذن ينصون الله بالله والباطل والله لو ملكنا الذرة الذرة والهيدوجين ما نستطيع أن نخج اليهود حتى يأذن الله لأن هذا تدبيره ليورينا آياته ما هي قضية قوة وسلاح أما قال لعلكم تشكرون هل شكرنا بل كفرنا والعياذ بالله بآلاء الله ونعمه قال فإنها محررة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يمشون يمشوا يمشوا جاءت القلولا أزلوا اصطراحوا حملوا أمتئاتهم مشوا أربعين سنة هكذا في تلك الدائرة ومات موسى عليه السلام خلالها مات هارون عليه السلام خلالها ثم مات الجيل هذا الهابط الذي ألف البقلاوة والحلاوة وناشئت وناشئت ناشئة في الصحراء وعافت فقادهم يوشع بن نون فتا موسى عليه السلام وقد جاء ذلك مبين في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل فيهم لما قاتلهم يوم الجمعة أوشك أن يصل إلى أبواب المدينة ويحتلها كادت الشمس تغرب فقال أي للشمس يا شمس أنت مأمور وأنا مأمور قيفي حتى ندخل والله وقفت الشمس وواصل الزحف حتى دخل المدينة قبل غرب الشمس لأنه لو غابت الشمس خارجها القتال ممنوع يوم السبت حرام فليهذا وقفت ولما وقفت ماذا حصل ستسمعون ادخلوا الباب سجد دخلوا يزحفون على أستاههم قولوا حطط عنا خطايانا قالوا حنطا في شعيرة احتجوا إلى الصفة هؤلاء ما هذه العقول عرفتم بني عمكم ما سبب هذا الهون والدون الجال والعناد المكابعة ما أخلص قلوبهم لله ما ذابوا في طاعة الله ورسوله قال وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ لأنهم في صحراء سيناء أربعين سنة تدبير الله آيات الله رحمة الله حيثما يكونون الغمام على رؤوسهم سحاب خفيف لطيف ضريف تنبهتم يضللهم عن الشمس عرفتم في الليل يذهب الغمام فالصبح كذلك لما ترتفع الشمس يبدأ الغمام وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةِ آه الغمام جمع غمامة معروف وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ما عندهم مزارع ولا مطابخ ولا كيف يأكلون وهم تائهون ما استقروا في مكان يوميا يحملوا عبشهم ويمشون إلى بيت القدس فإذا بيهم في نفس المكان لفوا فقط وعاجعوا فأنزل عليهم المن والمن مر أحد الحجاج جاء به من العراق كالحلوة المعجونة والرسول صلى 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 الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وشفاء العين وماءها شفاء العين هذه أظن تنبت في الآرض وإن لا يستخرجوها كالفقع كالفقع هذه ومغذية ولذيذة إلى أبعد حد هذه المن أنزل المن بالمطار نبت أو بأمر الله عز وجل فيعيشون عليه والسلوى طائر طائر ياتي من الجنوب بآلاف ويقع بين أهديهم فيجمعونهم ويطبخون ويأكلون أي عاشوا على الحلوى والمشوي من دباها لتنبية لما لأنهم أبناء الأنبياء أحفاد الموثلين أولاد أمة ما كان أفضل منه على الأرض ولقد فضلنا بعض بن سعالة ولقد فضلنا الآية صريحة فضلناهم على العالمين فانظروا تلك الألقاف الإلهية والرحمة الربانية الحلوى ولحم الطير وأنزلنا عليكم منه والسلوى وقلنا لكم كنوا من طيبات ما رزقناكم بسم الله كنوا من طيبات ما رزقناكم قال تعالى وما ظلمونا في قضية التير حتى صاروا تائرين ولكن أنفسهم كانوا يظلمون لو استجابوا لأمر موسى وقد ناداهم يا بني إسرائيل اذكروني مطى الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم هذه الجملة يتمسك بها اليهود قالوا فلسطين لنا ماهل المسلمين وهو القآن شاهد ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم حق لكن يدخلوها طاهرين مؤمنين أو مشركين أخباث نجيسين هل يتفضلوا لو يسلم اليهود في العالم بأسره ويصبحون كأصحاب رسلنا في من يقول لا تدخل القدس هم حق بها مننا لكن أنجيس أو جاس أو ساخ ما كينا خادرين مشركين كفوا بالله ورسول الرقائي يستحقون تصبح لهم أبو الحج هاوي أو باطل لا قيمتنا كتبها لكم عندما تكونوا مؤمنين مستقيمين على طريق الله والحق تفضلوا ثم لماذا ما يذكرون الرومان لما أخرجوهم والبابليين طردوهم لأنهم فسقوا صلت الله عليهم عدائهم فلا حج لهم أبدا في هذه الآية الكريمة ونحن لما فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا ما استعمرنا الشبق والغرب هل لا من صلتهم الله وما زال كل أمة ما تمشي على رضا الله لابدوا أن يمتحنا ويبتليا قالوا ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واذكر أيضا حادث أخرى اليهود يسمعون هذا الآن وما يؤمنون هل هذا كلام يقوله محمد من عنده وهم يجدونه بالحرف الواحد عندهم كيف ما يقول رسول الله قالوا رسول الله ماه لنا هذا لبني أمنا لأولاد إسماعيل نحن أولاد إسحاق لا ماه لنا هذا رسول يظللون العوام بهذه ويخدعونهم محمد رسول ولكن للعرب ماه لنا نسمع الطالب الدرس من الكتاب قال المناسبة ومعنى الآيات التي درسناها لما ذكر الله تعالى لما ذكر الله تعالى اليهود بما أنعم على أسلافهم وأجدادهم مطالبا إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله ذكرهم هنا ببعض ذنوب أسلافهم ليتعضوا فيؤمنوا فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجلة إلها وعبادتهم له وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجات الله تعالى وتركه هارون خليفة له فيهم فصنع السامري لهم عجلا من ذهب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فعبدوا فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجلة فكانوا مرتدين بذلك فجعل الله توبتهم من لدتهم أن يقتل أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده فقتلوا منهم سبعين ألفا فكان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه التواب الرحيم كما ذكرهم بحادثة أخرى وهي أنه لما عبدوا العجل وكانت موسى بأمر الله تعالى منهم سبعين رجلا من خيارهم ممن لم يتورطوا في جريمة عبادة العجل وذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى من عبادة إخوانهم للعجل فلما وصلوا قالوا لموسى أطلب لنا ربك أن يسمعنا كلامه فأسمعهم قوله ماذا قال لهم قال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديد فاعبدوني ولا تعبدوا غيري ذي كلمات الله التي سامعوا الله يتكلم قال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديد فاعبدوني ولا تعبدوا غيري قال ولما أعلمهم موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتل أنفسهم قالوا لن نؤمن لك حتى هو أخبرهم أن توبتهم من أمر الله مومسا لأمرهم بقتل بعضهم بعض قالوا من نؤمن حتى نرى الله نسمع منه وإلا غاضبوا عليه قتلوا قالوا لن نؤمن لك أي لن نتابعك على قولك فيما ذكرت من توبتنا لقتل بعضنا بعضا حتى نرى الله جهرا وكان هذا منهم ذنبا عظيما لتكذيبهم رسولهم فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقا فأهلكتهم فماتوا واحدا واحدا وهم ينظرون ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه كما ذكرهم بنعمة أخرى وهي إكرامه لهم وإنعام عليهم بتضليل الغمام عليهم وإنزال المني والسلوى أيام حادثة التيع في صحراء سيناء وفي قوله تعالى وما ظلمناهم إشار إلى أن مهنة التيع كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرعتهم على نبيهم إذ قالوا إذهب أنت وربك فقاتل أننا قاعدون وما ظلمناهم في مهنة التيع ولكن كانوا هم الظالمين إن الصورة ما زالت صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ما زال السياق الكريم مع بني إسرائيل أي آل يهود الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنوات في هذه المدينة وهم بنوا نقاع وبنوا نظير وبنوا قريضا وهم يمثلون العالم اليهودي ونزوحهم إلى هذه الديار كما علمتم سادني الله وإياكم علما سببه اغتهاد الروم لهم لأنهم في نظرهم قتلت إلههم وثاني سبب تباشير التوراة والإنجيل ببعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة وأن مهاجره بلد ذات نخيل وسبخة وهي يذرب فجاءوا ينتظرون طلوع الشمس المحمدية ليدخلوا في الإسلام ويستردوا مجدهم وقوتهم ومملكتهم فلما رأوا أن الريح غير ملائما وأن الإسلام إذا دخلوا فيه أنساهم أجدادهم وآباءهم من ثم تغيرت قلوبهم وناصبوا العداء للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتم الذي أراده الله فبنوا قين قاع فعلوا فعل قبيحا فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول فئة منهم وبن النظير أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حكم من قتل فما كان منهم أي من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إلا أن أجلوهم إلى الشام وبن قريضا لما انضموا إلى الأحزاب الذين جاءوا لإبادة الإسلام وأهله وانهزم الأحزاب بأمر الله وعادوا إلى ديارهم خائبين حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بن قريضا فاستسلموا وخضعوا فقتل رجالهم وكانوا نحو من سبعين رجل وسبا ذراريهم ونساءهم بحكم الله بقضاء الله من فوق سبع سماوات هؤلاء اليهود المعض عنه في القرآن ببني إسرائيل هذه الآيات وقد طال الحديث عنهم عندما تتأمل تعرف أن القلوب بيد الله يهدي من يشاء استعرض لهم حياتهم بكل ما بها جزئية جزئية فلو كان الله أراد أن يسكنهم دار السلام لكانوا دخلوا في الإسلام أجمعين ولكن قل من دخل منهم في الإسلام أفراد قليلون واسمع ما يقول لهم واذكر أو واذكر لهم يا رسولنا إذ قلنا أدخل هذه القرية من القائل القائل الله عز وجل من الواسط الذي يبلغ هو يوشع ابن نون فتا موسى وتلميذ وصاحبه لأن بني إسرائيل لما وقف ذلك الموقف موقف الهزيم المرة كما وقف المسلمون الآن مع اليهود وقالوا لموسى اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعد ونحن نقول أهل أمم المتحدة أمريكا لماذا تخرج اليهود نحن أسوأ حال من أولئك نحن ألف مليون وهم ستمائة ألف بنسائهم وأطفالهم يقاتلون العمالق ويخرجونهم من أرض القدس أم صعب إلا أنه لما كان الله معهم ينتصرون فنحن لو كان الله معنا ولا ثلاثة أيام والله لو يعرف آل يهود أن أقبلنا على الله ووالينا ووالانا لا عزم على رحيل متقى أنفسهم إذن فلما جبنوا وأخاروا وتأخروا ضربهم الله أربعين سنة وهم يتيون في الأرض في صحاء صينا طلع النهار شدوا على الجمال والبغال والحمير يمشون يمشون اشتد الحار نزلوا باتوا غدا يجدون أنفسهم في مكانهم ولكن الله عز وجل أكرمهم لأنهم أبناء أحفاد أنبيائه ورسوله هؤلاء أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فأنزل عليهم المن والسل الحلو واللحم والغمار أبناء تضللهم من حرب الشمس ويعوى أن ثيابهم ما بليت ولا تمزقت باقيت كذلك إذا أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين هكذا فلا تأس على القوم الفاسقين من هم الفاسقون اليوم الذين خرجوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تحزن عليهم إذن وامتد الزمان وطالت الأيام فتوفي موسى عليه السلام وقبله أخوه هارون أو بعده ومات جيل الهزيمة أربعين سنة الذين كانوا في أعمارهم أربعون وخمسين انتهوا ونشأت ناشئة جديدة صحراوية ما نبتت في منابته الفاسق والباطل إذن فقادهم يوشع بن نون نبأه الله وأرسله إليهم وقد ذكرت لكم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لما غزع وكان يوم الجمعة وكاد يصل إلى الأصوار والبناء للمدن كان أصوار وتعتمد عليه فإذا الشمس تغرب فخاف إذا غربت يقف القتال لأنهم مأمرون بعدم القتال يوم السبت فنظر إلى الشمس وقال يا شمس أنت مأمر وأنا مأمر قفي ما كانك والله وقفت وواصل الزحف حتى دخل البلاد الآن وإذ قلنا ندخل هذه القرية على عهد يوشع وإلى لا أدخل المدينة العاصمة القدس فيها العسل واللبن والفواكه والخضر يكفي أربعين سنوات مع الحلوى قل أحمد طير قد يقول القرية ما الحلوى قلنا هي الكمأ لكن فيها عسل وحلوى من الحلوى ادخلوا هذه القرية فاكلوا من حيث شئتم مما أحض الله لكم وأباع لكم راغدا أي عيشا واسعا طيبا لا صعوب فيه ولا نكد أغد العيش ساعته وطيبوبته وادخلوا الباب سجدها المراد من الباب المعوف الآن بباب حطة يقال باب حطة هذا الباب أمرهم نبيهم يوشع وقائدهم عليه السلام بأن يدخلوا راكعين ومن الجائز أن نقول كان الباب سقفه وإلا نجفه منخفض فلابد أن يطعط رأسه الرجل حتى يدخل ولسنا في حاجة إلى هذا ما دام لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الله أن يمتحنهم أدخلوا وراكعين لأن السجود وضع الجبهة والأنف على الأرض كيف يمشي الساجد ما هو معقول فالمراد من السجود هنا الخضوع والذل والانكسار بين يدي الجبار شكرا له على الإنعام وتوب إليه من التمرد والعصيان أدخلوا وراكعين وراكعين والركوع صاحبه يمشي الصحابي ماشى من صف إلى صف بعيد وهو واكع أدخل الباب سجدا لما ما قال ركعا لأن لفظ السجود هو الذي يدل على المطلوب والخضوع والذلة والانكسار أمام الجبار حيث أنعم عليهم وفتحوا البلاد وإليكم ما يؤكد هذا يا ربي كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ودخل اختخيله إثنى عشر ألف بطلا والله دخل ولحيته الشريف هكذا على قربوص السرج كأنه كتلا خاشعا خاضعا شاكرا لله نعمة عليه قربوص لحيته تضرب في قربوص السرج ما دخل متعنطر وهنا أيام التفسير من سنين نذكر جهلنا وهبوطنا وضلالنا عندما يستقل الاقليم من اقاليم المستعمى وكلها باستثناء هذا البلد ما ان يستول على الحكم فيقيمون حفلات العهر والباطل والغناء ويطلبون اخوانهم الذين يسمونهم بالعملاء للاستعمى اذبح قتل دم والافراح الى عنان السماء فنقول هل عرفتم كيف دخل نبيكم مكة وقد طويد منها كيف دخل ثم لما دخل ووجد اخوانه وقد طعط رؤوسه منحنه في ساحة المسجد الحرام وهو مصرة السيف ماذا قال ماذا قال ما تظنون اني فاعل بكم يا رجال قريش قالوا اخو ابن اخ قال اذهبوا فانتم الطلقاء فلم ينتق من واحد كيف ما نذكر هذه المواقف والعل ابناء معروف جال ما عرفنا الله ولا الطريق إليه ماذا ترجو منا فاذا تختبرنا عند الباب اوذي واحد فقط ولو بنعلك وانظر ماذا تشاهد واه اذا وادخلوا الباب سجد اي راكعين شكرا لله رب العالمين اظهار الاذلال والطاع لله المنعم المتفضل وقولوا حطة ومعنى حطة احطط عنا خطايانا قد تكون هذه الكلمة بالعبرية وجاءت في القرآن بحسب لغتهم ولا بأس ان تكون حطة بمعنى احطط عنا خطايانا ولها نظيف اللغة على وزن خسة اذا وقولوا هذه الكلمة تعلننا فيها عن ذنوبكم الماضية من الفسق والظلال والعصيان واطلبهم الله تعالى ان يحط عنكم خطاياكم لتدخلوا طاهرين والجزاء قال تعالى نغفر لكم خطاياكم سبحان الله ما اكرم الله وما اشد حلمه كأنهم اطفال صغار يوبيهم لا اله الا الله وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين ايضا الذين عبد العجل يغفر لهم والذين ما عبد العجل يزيدهم في احسانهم الذين فسقوا وتمردوا يغفر لهم والذين استقاموا وما عصوا يزيد في احسانهم السعادة للجميع نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين نزيدهم من انعامنا وإكرامنا وإفضالنا قال تعالى مخبرا عنهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل أرأيتم العلم ما هي الظلم فبدل الذين ظلموا ظلموا من الظلم هو وضع الشيء في غير موضع فالذين وضعوا الشيء في غير موضع من بينهم الذين عبدوا غير الله وضعوا العباد لغير الله وهكذا وهكذا الذين قافوا الذنوب فهم في ذلك ظالمون لأنفسهم متهيئون للعصيان من جديد والتمرد لأن نفوسهم خبثت ما بقي فيها نوع فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدلوا قالوا حنطة بدل حطة بعضهم قال حنطة حطة في شعيرا أعوذ بالله هذا نوع من الاستهزاء ولا لا ولا تنسى الآن بين المسلمين من يستهزي ويصغر من كلام الحق إذا كان مو من حزبه أو من جماعته أو من كذا والله يقول كلمات أسوأ من أعلم ويصغر فلا عجب فبدل الذين ظلموا أنفسهم فشوهوا وقبحوها وأصابوها بالظلم والنتن والعفن من جراء الفسق والفجور وارتكاب كبائر الذنوب هؤلاء بدلوا القول الذي قال الله لهم على لسان يوشع ادخلوا راكعين وقولوا حصط عن خطايانا قولوا حطة قالوا حنطة ودخلوا يزحفون على أستاهيم بلغ هذا رسول ما دخل راكعين دخل يزحفون على أستاهيم أدبارهم ويقولون حنطة حنطة في شائر أرأيتم الجماعة التي طهبت كيف لا إله إلا الله قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا نقمة الجبار الله موجود وإن لا أين هو فوق عرشه فوق ملكوته يدير الملكوت كله هذه الفافات ترتيب السببية على الفور فأنزلنا على الذين ظلموا أما الذين ما ظلموا لا حم لا نافذ ولا بارد ولا صدع الذين ظلموا أنزلنا عليهم رجزا من السماء رجز عذاب وسخ وأكثر رواية أنه وبع اجتاحهم وباء وهو الطاعون فما من وعد له ويخر هذا لي جز فأنزلنا على الذين ظلموا أي رجزا من السماء بما كانوا يفسقوا أي بسبب الباء سببية بسبب فسقهم ما قال بسبب فسقهم بسبب ما كانوا يفسقون يتجدد فسقهم في كل الأمر وكل نائي فسق متواصل لأنه فسق واحد وانتهى وواخذ بلاله بسبب ما كانوا دائمين عليه مستمرين من الفسر كلما يؤمر بأمر يسخرون منه ويتركون هل في هذه الآيات عبار المؤمنين هل تنقضي عبار هذه الآيات والله ما تنقضي ما بقي إنسان يعبد الله هل المسلمون ينتفعون بهذا هل يجتمعون عليه ويدعسونه في المدن والقوى بالنساء ورجال لا والله كيف ينتفعون إذن قولوا لي كيف إذا لم يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم كل ليلة وطول العام من المغرب للعشاء يدرسون كتاب الله ويعملون بهداه أنا لهم أن يعفوا أو يهتدوا الآن الأمم المتحضرة التي نتعشق حياتها ونجي وراءها إذا دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل أغلقت المصانع المتاجر ووقف دولاب المزارع المزارع وغيرها وذهبوا إلى اللهو والباطل دور الصينما المقاصف الملاعب المسارح ونحن أيضا لا لا نحن نحب الدنيا أكثر ما نستطيع إذا غابت الشمس صلي ثلاثة ركعات المغرب وأفتح الزكان وأدي الشغل والمصنع حتى نصبح أقوي أقادرين على أن نضع بأوروبا ماذا عسانا أن نقول هبطنا إلى الحضير كيف نعود نعود إذا رجعنا إلى القرآن والنبي لا أقل ولا أكثر القرآن روح فلا حياة بدوني النبي سراج منير فلا هداية بدوني أين نجد الله والرسول والله يقول وإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلى من آخر الله كتابه ورسول هدي وسنته ما عندنا استعداد يا شيخ نطلب هذا مشغولون نحن بما بما ينهي من طعام شراب لباس ونكاح واوى هذا هو شغلنا الشاغل ما عندنا وقت إذن هذا شغل الهابط أنتم ما تؤيدون السماء وإين السماء هذه ما تؤيدون أن تسكنوا في الملاكوت الأعلى ما ندري كيف ما تدون أما سمعتم الله تعالى يقول ومن ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كيف تطلع إلى السماء يا عبد الله إذا لم تلبس ثيابا خاصة بالطلوع إذا لم تستعمل آلات خاصة بالطلوع هل رأيتم طياوة إلى من يعوجون إلى الأفق كعادتهم أو يبدل كل شيء حتى لباسهم غيروا ونحن نريد الملاكوت الأعلى لا الشيخ ما تقول هك لو أردنا صادقين لأقبلنا على الله وأطعناه كلمات باللسان فقط أعيدوا الآية من جديد وتأملوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفلكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا عجزا من السماء بما كانوا يفسقون إذن احذوا الفسق والظلم يا أيها المسلمون لستم بأشاب من بني إسرائيل احذوا الفسق والظلم وقد فعل الله ما علمتم بالظالمين من بني إسرائيل وبالفاسقين من بني إسرائيل فلم يبقى بعد اليوم ظلم ولا فسق في ديار المسلمين ممكن وآية أخرى وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصائك الحجر فانفجرت منه إثنتا عشرة عين قد علم كل ناس ما اشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اذكر يا رسولنا لهم قل لهم اذكروا يا معشر يهود القرآن يفضح سرائركم ويظهر خباياكم وأنتم لا تنكرون هذا وهل يستطيعون إنكاراو اذكروا إذ استسقى موسى لقومه أين استسقى لهم في مصر لا لا النيل كافي هذا فتح لما اجتازوا التيار المصرية بانفلاق البحر وخروجهم إلى الساحل إلى أرض سيناء ثم عاطشوا في يوم الأيام وكاد يموتون بالعاطش فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاك أن يضرب بعصاك الحجر لعل هذا حجر خاص أو هو حجر لكن بعد فترة أصبح الحجر معهودا لهم يحملونه معهم على البهاين إذا رحلوا فإذا انقطع الماء وعاطشه يضربه موسى يتفجر الماء هذا سحر السحر ما يضرب بهذا المذهر يضرب في العين فأولا يشربون ويغتسلون ويتوضعون الأيام الليالي فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب بسم الله فانفجرت منه والله اثنتا عشرة عينا من هنا عين من هنا كالبزبوس كما تسمونه أو الكباس اثنتا عشرة عينا لما هذا العدد؟ لأن قبائلهم اثنتا عشر قبيلا هؤلاء هم الأصباط أولاد يعقوب عليه السلام اخوة يوسف كم كانوا اثناء عشر رجل بن يمين يوسف عشر يهود ومن مار كل ولد منهم أصبح شيء قبيلا ولد تبعتم قبيلة حرب عندنا في العجاز تفرعت إلى أفخار وبرضون إذن كل واحد أصبح أبقبائل متعدلة إذن فكانوا اثنتا عشر صبط قبيلة أي صبط كل عين يشرب منها صبط حتى لا يتزاحموا لأنهم ما زلوا ما تربوا في حجور الصالحين واللهمكم يتضاربون يتضاربون وإلى لا رأينا الحجاج قبل أن يفتح الله بياذ المياه يتقاتلون في مين رأينا بالسكين بيدي على الكباس إذن من رباهم ما جلسوا في حجور الصالحين فالله عز وجل من رحمته وإحسانه بهم جعل لكل عين خاص به كباس يستقي وفعل هذا بهم في البحر ما قدمت لكم هذا فانفرق اثنى عشر فلق فلق كل فلق كالطوض العظيم لأنه لو مشوا فيه فلق واحدة يتزاحمون يتضاربون ويقولون الباطل إذن اثنى عشر قنطة أو جسر يمشون عليه كذلك الماء لو كان عين واحدة والله لا تنسى أن يتقاتل وكيف حال المسلمين اليوم إذا تزاحموا على دكان فقط ترى العجب ولكن ما كل المسلمين هذا يا شيخ اي والله الذين تربوا في حجور الصالحين وأصبحوا من دوئي الأحلام والنواء والعقول والبصائر حاشاهم إنهم كالملائكة في السماء لا يظلمون ولا يؤذون ولا يتعرضون لأحد والذين ما عافوا يزني بعضهم بنساء بعض يا شيخ لا تقول هذا الكلام والله العظيم مسلم يزني بموت مسلم أو بنتي كيف يتم هذا أين قلب أين عقل أين دين أين إيمان يا شيخ يدخلون أيديا في جيوب إخوانهم وهم يطوفون بالكعب ويسلمون على رسول الله ويسلبون أموالهم منحا صح وإن لا كيف يتم هذا لأنهم مغبوا في حجور الصالحين ما جلسوا مجالس الهدى ما عافوا الله ولا بكوا بين يديه ولا ولا ماذا تريد منهم النساء كالرجال على حد سوا لا يُعذى إلا من لم يبلغ الحلم ما زال ما بلغ ما عفوا عنه يا شيخ ما الطريق إلى أن نعود إذن مدام نشع بهذا الشعور الجواب كتاب المسجد وبيت المسلم ساكت العلماء سكت الطلب لا أدري ماذا أصابنا أسألكم بالله يا سلطان الدرس كم شهو نحن في كتاب سنة وأربعة أشهر ما بلغنا أن طالب علم جمع أهل القرية بوسائل الحب والعطف والرحمة بنسائهم وأطفالهم وأخذ يعلمهم الكتاب والحكمة منذ شهر أو شهر أو كذا ما رغى إذن كيف نعود عائدون عائدون جماعة إخوانا الفلسطينيين أنشودا عائدون أين تاريون ومتى نعود إذا عجزنا عن أن نلتقي يعلمهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعلمهم 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 ماذا الكتاب والحكمة ويزكيهم يهذب أواحهم أخلاقهم نفوسهم آمنت بالله ويحملوا أطلانا معهم ويحملونه يهودا ينقيوا هذا ما ينكوا ليما إذن تعيذون عن الإسلام بهالين والله بيود أن نجلس مع يهود ونتحدث معهم فيهم نوع من البهللة أنتم تريدون السعادة وإلى الشقاء تريدون العز الكمال وإلى الهون والدون تريدون السعادة والله لا سبيل إلا أن تدخلوا في رحمة الله كما دخل موسى وهو من قبل تريدون العز والسعادة ما هو بالسعر والمكة والخادعة والله لن يتم ذلك إلا بالإسلام احملوا راية الإسلام وقودوا البشرية يبكون أحيانا ما لهم يا شيخ لا تلم بني عم منا لم المسلمين الضائعين التائين ألف مليون ما عافوا الطريق إلى الله إلا من رحم الله قال قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله هذا رزق الله ولا لمهوا بأيديهم الطير ينزل عليهم يمسكونه يذبحونه يأكلون قل كما تخرج من الأرض من رزق الله والماء من الحجر ولا تعثوا في الأرض مفسدين والعثي والعثي هو هو الشر والفسد أقبح فساد هو العثي ولا تعثوا في الأرض مفسدين كيف يفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كل من يعمل بمعصية الله ورسوله في قرية في شارع في جبل فالبحر في السماء فهو يفسد في الأرض من المفسدون في الأرض الذين يستحلون ما حرم الله الذين يرفضون فرائض الله الذين يتكبون عن عبادة الله هم المفسدون في الأرض بين لنا وجه ذلك يا شيخ اسمعوا القمار الزنا اللواط شعوب الخمر عقوق الوالدين ترك الصلاة منع الزكاة هذه والله كالقنابل المدمرة تفسد الأرض إفسادا كاملا إذن كل من يعمل بغير طاعة الله ورسول قل إنه يفسد في الأرض يفسدها لينتهي من الخير والبركة والرحمة والطهر والصفاء والعدل والإيخاء وتصبح البشرية كالحيوانات يأكل بعضها بعضا الإفساد ضد الإصلاح فالإصلاح هو أن يعمل البشر بسوجيهات ربهم وشرائه وكمالاته الإفساد أن يعرض عن ذلك ويتركه ويعيش على أهوائهم وما تمليه عليهم شياطينهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله تعالى أسأل أن لا يجعلنا من المفسدين في الأرض ولو بكلمة نقولها باطلة وأن يجمع كلمة المؤمنين على كتابه السنة وأن يلهم علماءهم أن يعودوا إلى كتاب المسجد وبيت المسلم عما قريب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضا من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما زال السياق الكريم في موعظة وتذكير بني إسرائيل والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لهداية الخلق وإن جاء البشرية عامة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والقرآن الكريم نزل أيضا لهداية فلا تنقطع هدايته ولا تنطف أنهاره إلى أن يرفعه الله تعالى إليه وها نحن منذ ليالي مع بني إسرائيل ونستمع ما قال تعالى لهم وإذ قلتم يا موسى أذكر لهم يا رسولنا واذكروا أنتم يا معشر اليهود إذ قلتم وأنتم في صحراء التيه مع نبي الله ورسوله موسى وأخي هارون وإذ قلتم يا موسى لن نصدر على طعام واحد وقد عرفنا ما هذا الطعام إنه إنه من يقول المن والسلوى الحلوى ولحم الطير المشوي فأهلناك غذاءة من هذا المن والسلوى هكذا واجه نبي الله ورسوله موسى بهذا الكلام الهاضط السابر يبدو كما أشار بعض أهل الهم إلى أن بني إسرائيل مع موسى ما كانوا يعتقدون رسالته ونبوته وكأنهم ظنوا أنه خدعهم ومكابهم فأخرجهم من ديار من ديار المصرية ولهذا ولهذا دلائل أيضا وضواه يظهر في هذه الحقيقة أما قالوا له اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون في بداية الدخول سيناء أما عبدوا العجل صنعوه وعبدوه إذن قلوبهم مريضا ما هم بواثقين في موسى أما قالوا أرن الله جهرا ما قالوا فليسمعن كلامه هذا يقولهم من موق والله لا يقول إلا شاك ما هو بموق أبدا فالآن بعد هذه الآيات العظيمة يقولون لنبي لي موسى لن نصبر على طهن واحد ما هذا الأسلوب لن نصبر أبدا على طهن واحد هذا موق محج لموسى ثم لو كان الطعام الواحد غير كافي غير مغذي غير نافع هذا في أربوة الطعام وقمته لحم الطير والحلويات المنوسى هدع لنا ربك وأنتم لما لا تدعونه ما هو ربكم تلاحظن الأسلوب الهابط وإلى لا أدعو لنا ربك كأنهم يقولون نحن ما هو بربنا أنت الذي تدعي أنه ربك أدعوه هو الذي أمرك بإخراجنا من ديارنا والإتيام بنا في هذه المتاهات والصحارى أدعوه هل يليق بنا أن نقول مثل هذا كلامه أدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلائها البقلة معروفة نعم البقول مطلقا من البصل إلى الخبدل إلى كذا من بقلاء وقثة والقثة معروفة عندنا وفومها وعدسها وبصالها هذه المغذيات الفوم قد يكون المراض به البر يريدون خبزا وقد يكون المراض به الثوم نفسه الفوم يطلق على الثوم لكن بما أنهم يريدون أكل غير الحلوة واللحم ممكن يريدون خبز الحنطة وفومها وعدسها وبصالها فبما أجابهم موسى عليه السلام قال أتستبدلون الذي هو أدنى أي أخس وأحط وأرخص ولا قيمة لو ما قيمة البصر الثوم مع العسد واللحم ولحم الطير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أين يذهب بعقولكم ثم قال لهم بسم الله والله أو الذي ينزل أمره ونهيه على لسان رسوله موسى فقال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هذا وابخهم بالجبن والخوى والضعف والهزيمة بمثل هذا الكلام اهبطوا مصرا من الأمصار شمال شرق غرب وادخلوا منتصرين فاتحين أكلوا مما طرفت أما وأنتم جبناء تعيشون على الضعف الهزيمة الروحية والذاتية وتترفعون عن أكل ما هو أجود وخير أحسن وتطالبون بما هو أخس وأهبط صلى الله عليك يا موسى كيف يعاني هذا المعنى من يقع على هذه المواقف لولا أن الله عز وجل يعضده ويمسكه اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما دمتم ما تريدون هذا الأكل وتطلبون غيره بل وتطلبون ما هو أخس من الثوم والبصل والقثاء ادخلوا مصر من الأمصار اهبطوا لما قال اهبطوا مصر لأنهم في مكان عالي في مكان مرتفع بالنسبة إلى تيك الأمصار التي فيها الشرك والكفر والدناء والقصة والهبوط وانقطاع الوحي ورسالات وأنتم الآن مع رسولين كريمين والوحي ينزل مع صفوة الخلق في مكان أعلى مكان وأقدسه إذ العبر بما فيه من عنوار اهبطوا وكولوا مع البهايم كما تأكل ولكن في نفس الوقت في توبيخ اللام بالجبن والضعف والهزيمة إذ لو ما جبنوا لكانوا مشى بهم موسى إلى بيت المقدس وفتحها والله معها لكن انهزموا قبل الوصول إلى حدود وما استطاعوا قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هون قائدون إذن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة متى ضربت في أي وقت من ثم بدأتهم لأنهم تمردوا كفروا فسقوا جبنوا قل ما شئت فكانت ضربة الله تعالى لهم أن أنزل عليهم الذل والمسكنة وضربها عليهم لا يخرجون منها كالقبة التي تضرب على أهلها وضربت عليهم الذلة والمسكنة فهم دائما ضعفا محتاجين فقراء لاصقين بالأرض والذل لا يفارقهم لا يستطيعون أن يرفع رؤوسهم بين سكان العالم وضربت عليهم كالقبة التي تحوط بأصحابها إذن من ضرب هذا عليهم الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أراجعوا في نهاية المطاف يحملون غضب الله وسخطوا عليهم أليس أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين بلا ولكن فسقوا عن أمر الله خارجوا عن طاعة الله فمردوا وقفوا مواقف مع رسول الله موسى وأخار ما يقف هذو عقل من البشر فلما واصلوا الفسطة والخيوج عن الطاعة والتمرض والأصيان إذن استوجبوا نقمة الله فأنفض بعلهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله ويقول تعالى مبينا العلا ذلك الذي تم وحصل واستقر فيهم وهو ملازهم من الذل والمسكنة ذلك بسبب ماذا أنهم كفروا بآيات الله ما معنى كفروا بآيات الله جاحدوها ولم يعترف بها ولم يعملوا بمقتضاها آيات الله ما هي أغاني وقصائد شعرية آيات الله تحمل الأحكام والشرائع والسنن والقوانين فالذي بيننا يمنع الزكاة أو يترك الصلاة أو يستبيع ما حرم الله ما آمن بآيات الله فلا يكفي المرأة أن يقول آمنت بكتاب الله والله ما يكفي ما هي قضية لسان آمنت بكتاب الله وهو لم يحل ما أحل ولم يحرم ما حرم ولم يعترف بواجب ولا بمحرم يفعل الواجب أو يتقل مكروه فالإيمان ما هو صوري آمنت وأنت تضحك وتسخر ذلك الذي حل بهم وكان مصيء ما أصابهم من الذل والمسكنة هو بسبب كفرهم بآيات الله وسواء كانت المعجزات التي شاهدوها بأعينهم وهم يعيشون فيها أو كانت آيات الله في التوراة وما تحمل من شرائع وقوانين وبيان الحلال والحرام ذلك بسبب أنهم كفروا بآيات الله أولا ويقتلون النبيين بغير الحق هل بعد قتل الأنبياء من ذنب وكلمة بغير حق وبغير الحق هل هناك ما يستوجب قتل نبي والله ما يوجد ولكن من باب التوعية والتفقي والتعريف والتعليم لو كان نبيا أو عالما استوجب ما يقتل به لا هان الأمر لكن بغير الحق بغير ما يقتضي قتل النبي والعالم لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون العلماء إذ قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فإذا قام العالم يعظ أو يذكر يأمر أو ينهى يقتالون ويقتلون لأنه شوش عليهم أو أفسد عليهم طيب حياتهم وهذا ليس فتي هذا هذا عام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم هذا استعدادهم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما سقوا السم في طف في خيبة ليقتلوه ما تآم عليه هنا في بن النظير ليقتلوه ما دخلوا الحرب ضده مع الأحزاب ليقتلوه ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله وكلمة يكفرون ليست كفرون ما زالوا إلى الآن يكفرون المضارع يقصر الحدود والتجدد ما قال بأنهم كفروا يكفرون إلى الآن وادعوهم إلى الإسلام يعرض عليهم آيات الله يكفرون بها ويقتلون النبيين بغير الحق وإلى الآن لو يجدون نبيا يقتلونه كل من يعارضهم فيما هم عليه من الفسق والباطل والشاو والفساد يقتلونه حتى ولو كان من بني إسرائيل إذن ما سبب هذا البلاء ذلك تم لهم بما عصوا وكانوا يعتدون هل تريدون أن تعرفوا الذي يعتاد منا ذنبا من الذنوب على سبيل المثال شرب الكوكاين أو الأفيون أو الحشيشة ثابت بما لا مجال للشك فيك أنه يتعذى عليه تركه يعجز عن تركه الذي اعتاد الأضاحيك والسخرية والباطل في مجالس خاصة تضيق نفسه ويمل الحياة ويسأمها إذا انقطع عن ذلك المجلس ما يستطيب الحياة الذي ألف مجلس قمار وله وباطل إذا استمر يوما بعد يوم وعاما بعد عام يصبح طبعا له الذي اعتاد الكذب ويستمره ويستحله أو يستحليه يوما بعد يوم عام بعد عام يصبح لا يستطي ولا يكذب الذي اعتاد عاد من العادات الباطلة والسيئة هذا شأنه فالآية تعليل تعليل علماء النفس فوق مستوى كيف يجرؤون على الكفر بآية الله ما بعد الكفر كيف يجرؤون على قتل الأنبياء والعلماء من إخوانهم من أنبيائهم ومن علمائهم ما هم مستعمرين لهم دخلوا عليهم من جلدتهم كيف يجرؤون على هذا يقول الحكيم جل جلاله وعظم وسلطانه ذلك بأنهم يكفون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق وكيف تمكنت هذه الحالة السوء من نفسهم ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون العصيان والاعتداء ومجاوزة الحد والشارع والقانون ذلك بسبب عصيانهم فمن هنا حرم الله عز وجل الكلمة الباطلة كلمة فقط ما تسقط السماء ولا تتناثر الكواكب ولا يغر الماء ولا يموت الخلق ومع هذا حرم الله كلمة فقط يقولها العبد حرم نظرة فقط يتعمدها العبد حرم أكل حبة عنب حرم كل ذنب لما يترتب على ذلك الذنب وما ينتج عنه وينجم من أنه يستحيل إلى وضع يصبح ذلك الذي فعل مرة ذنبا ما يقض على تركه ولا يستطيع التخلي عنه إذن فالعصيان ما هو العصيان أن يأمر الأمير فلا يطار أن يأمر الأب ما يطار أن يأمر الوالد ما يطار العصيان ما هو عدم الطار عصى يعصي عصي عصيان إذا لم يستجب للأمر ولا للنهي والمراد من العصيان وعدم الطاعة أولا عصيان أمر الله ونهيه عصيان أمر موسى وأخيها الرسولين ونهيهما عصيان العلماء الرشداء ككالب ويوشع بالنون وغير من العلماء كانوا بينهم صالحين فلما عصوهم وكانوا يعتدون الاعتداء مجاوزة الحد ما يقفون عندما أحرم الله وحرم الله بل يتجاوزون ذلك ما يقفون عندما قنن لهم وشرع يعتدون اعتداء الحيوانات على ما حرم الله ونهى الله عنه من المأكلات المشروبات والمناكح وما إلى ذلك معاشر المستمعين نرجع لهذه الآيات ولا نشغل أنفسنا ببني اسرائيل فإننا نحن المأمورون بهذا والمخاضرون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم لن نصبر على طعام واحد فالذين ما يصبرون على الخبز الحلال واللحم الحلال والشراب الحلال ويريدون ما حرم الله من المطاعم المشارب والملابس هل صبروا ما صبروا ويطلبون هذه المحرمات ويسعون الحصول عليها باختراق أصوار الكتاب والسنة ما الفق بينهما بين أولئك التائهين الذين قالوا لن نصبر على طعام واعد فالذي عنده قرص العيش وما يرضى به ويحاول أن يكذب أو أن يخدع أو يغش أو يسلب يغصب حتى يأكل اللحم وإلى البقلاواء ما بينه وبين أولئك من فرق أبدا ما صبر وطالب بغير ما أعطاه الله الذي يسكن في خيمة في عش كما يقولون في كوخ يسكن في منزل ويقول إلى متى وأنها كذا فيقدم على بنوك الرباء ويستقرب الآلاف ليبني ويعتذي يقول أين أسكن أنا وأولادي وهذه حال عام في العالم الإسلامي وهذا أسأل عنه طول العام ماذا أصنع ما عندي مسكن أسكنه إذن أخذ من البنك بالقرب وأبني لنفسي وأولادي هل يجوز هذا هو مسلك بني إسرائيل ما نصبر على ما أعطاني ربي خيمة من شعر كوخ من خسر وقصر أسكن كما يسكن الفقار المساكين ولا أتعد حدود الله وأخرج عن طاعة الله وأبني لعمار أو بيت بالمال الحرام ذبحت نفسي وأنا لا أشعر والذي يجر على مثل هذا سوف لا يستطيع أبدا أن يقف عند حد من حدود الله متى طالبة نفسه وصاح في شهوة وهواه ويسترسل وراء هذا يتجر بتجارة بسيطة على قدر حاله ما يصبر ما يحمل الله على أن وفر قوتا حلالا وهو الخبز والماء وهو يعلم أن رسول الله صلى الله ما شبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد حتى لقي الله ما يرضى بهذا ويطلب الربا من البنوك ليوسع التجارة توسع التجارة لماذا ماذا تريد أتقتل نفسك وأنت لا تشعر ويأتي بالمال الحرام وآخر يدع أن يتزوج ما ما يجد ماذا يفعل يدفع مئة ألف مهرا ويعد حفل لكذا ويطلب المال من المال الحرام من البنك لعل يواهم أنا أعجب منها نحن في ديار القدس كم بنك في المدينة خمسة ستة عشرة هل بيننا يهود ونصار أو مشركون والله ما فيه من هم الذين يأتون البنك ويعمرونه حتى ينمو ويزداد ويفتح آخر عبد آخر كيف يتم هذا يتم لأننا ما شكرنا نعمة الله كاليهود لما قالوا لأن نصبر على طعام واحد أو كفرنا وظلمنا وفسقنا يختلف عنهم ما يختلف آبدا الله يقول ذلك بما عاصوا وكانوا يعتدون وعصياننا واعتداؤنا لا بأس به لأننا ماذا أبناء الأنبياء نحن لا أبدا هم أبناء الأنبياء ما نحن إذن وإذ قلتم يا موسى لن نصب على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثايا وفومها وعدسها وبصلها هذا ينطبق علينا أيضا أننا نطلب ألوام الطعام والشراب والملابس من الخارج من ديار الكفر لنكون مثلهم هل يليق بنا هذا لو كنا صالحين نطلب أطعيم ليست من حظنا ولا من نصيبنا أشريب نستويدها لمما نشهب الماء الذي عندنا أليس هذا هو عدم رضا بالنعمة التي بيننا ونطلب غيرها وكيف يصيل هذا الطعام والشراب لا تسأل عن محامله وكيف وصل إذن قال لهم بسم الله ايبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أيها الشجعان أيها الأبطال يا من آلمكم هذا الغذاء الطيب الطاهر وتريدون البصل والثوم وتريدون ماذا المعازف والمقاصف والملاه والأباطيل اهبطوا مصرا اغزوا وافتحوا ما استطاعوا أشكتهم إذن وقوله تعالى وضربت فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغض من الله يا معاشر المؤمنين والمؤمنات كل من يسترسل وراء المعصية يمشي وراءها فيحاد الله ورسوله ويخرج عن طاعتهما فليعلم أنه سيصاب بما أصيب به من قبلنا والعالم الإسلامي مصاب الآن بالذلة والمسكنة اليهود أصبحوا أغفعوا منا أصبحوا أعز منا أكرم منا في العالم أليس كذلك ألف مليون مسلم أذلهم اليهود هذا من عجائب تدبير الله هنا لا تنظر إلا إلى الله هذا الذي يرفع قوم أذلهم بل كتب عليهم الذلة والمسكنة فيرفعهم ويزيل الذل والمسكنة عنهم لنشاهد آيات الله في الكون والله ما فعل الله هذا إلا من أجل تأديبنا من أجل تبصيرنا وفتح عيننا علنا نعود إليه ونمد أيدينا إليه بطاعته والإيمان به ومع هذا ما استفاق النائمون أبدا وإنها والله لأعظم آية أعظم من آيات موسى ألف مليون مسلم يذلهم الأذلة يمسكنهم الممسكنون المضوب عليهم الذل والمسكناء أليس هذا عجبا إيو الله عجب لما يفعل الله هذا لأنه ليس له من أولياء إلا نحن فقط نحن المسلمين أولياء الله فلما تمردنا عليه وخرجنا عن طاعته يبيدنا يصيبنا بوبا ينهي وجودنا ليس له إلا نحن المؤمنون إذن فلابد وأن يؤدبنا وهو مظهر من مظهر التديب الإلهي وإلا كيف تتصور أن خمسة ملايين يهودي يذلون العالم الإسلامي ويهينون أهم من فعل هذا الله الذي لا إله إلا هو والعرب سواه أهل أفاق النائمون هل الصحاء الغافلون ما زنك ما نحن ما عرفنا الطريق إذن وقوله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفون بآية الله هل تعليم لنا ولا لا الذين يكفون بشراء الله يعطلونها وأحكام الله يدوسونها ويتعدونها ينزل الله بهم نقامه فليس العالم إسلام بأشرف أبدا من أبناء الأنبياء وأولاد الموصلين والله يقول فضلناهم على العالمين لكن لما فسقوا وعاصوا وخرجوا عن الطاعة وحاربوا أولياء الله من الأنبياء والعالمين بالله إذن انظر ماذا أنزل عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وأخيرا الطابع الأخير ذلك الذي سمعتم سببه بعصيانهم واعتدائهم مجرد عصيان ما طاعوا الله ولا طاعوا رسوله وكانوا يعتدون على حدود الله فيتجاوزونا وهذا أبو القاسم العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فثنة بني إسرائيل كانت في النساء هل عاش رهم هل عاش معهم كيف عرف هذا الوحي لله اتقوا الدنيا كيف نتق الدنيا ما نعطيها قلوبنا ووجوهنا ونجي وراءها للإكثاب منها للتفوق فيها للزايد عن الطعام والشراب واللباس والسكن أو كيف تتقى الدنيا الدنيا إذا أقبلت على العبد وأقبل عليها سلبته مخه وعقله وأصبح ماديا بحتها لا يتحرك إلا في مجال الدنيا كيف نتقى الدنيا يا رسول الله بماذا نتقيها نتقيها بضرتها بالآخرة نقبل على الآخرة ونحول همومنا كلها إلى الضار الآخرة فيخف فيخف ما نحن مقبلون عليه من الشهوات والأهواء والأطماع في الدنيا نعم من أقبل على الآخرة أدبر عن الدنيا أعرض عنها ومن أدبر عن الآخرة وأقبل على الدنيا أكلته أخلته فأصبح ما نعطي ما نعطي للآخرة ولا ساعة الذين يصلون خمس صلوات عبارة عن ساعة لا ربع أين الأرب وعشرين ساعة ماذا عطينا للآخرة مع أن الآخرة خير وأبقى ولا الآخرة خير وأبقى ونتق النساء كيف نتق النساء ماذا بما نتق النساء نتق النساء بتعليم هن بما يحب الله وما يكر الله ليلزمنا البيوت يذكرنا الله ويعبدنا الله نتق النساء بعدم فتح باب الخلاع والدعار لهن نتق النساء بألا نجي وراء النساء فيسلبنا قلوبنا وعقولنا ويصبح لا هم لنا إلا النساء أصيب من قبلنا بهذه المحنة آل يهود آل الكتاب سبب هلاكهم ودمارهم النساء ونحن نركض في نفس الطريق من أندليس إلى المغرب في نفس المسلك الدنيا والنساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقد ذكر لنا الكعب العالي فإذا بيباع في المدينة كانت اليهودية إذا كانت قصيرة الجسم ما تظهر طويلة في الشارع تلبس حذا كعبه عالي الآن نساؤنا وبناتنا يلبسنا كيف تم هذا الكعب العالي المهم يا معاشر المستمعين المستمعات أن نعلم أننا غارقون ولا منقذ لنا إلا الله وطريق الإنقاذ الصدق في الإيمان ثم الإقبال على الله نطلب رضا بسلوك المسالك التي أمرنا أن نسلكها في كلامنا في نومنا في يقضتنا في لباسنا في طعامنا في شرابنا في تجارتنا في إلاحتنا في كل مضاعي حياتنا ما عندنا شيء تركه رسول الله ولم يبينه يقول أبوه غير رضي الله عنه ما مات رسول الله وترك شيئا ينفع هذه الأمة وما دلهم عليه ولا يضرها ولا ما بين أولهم حتى قال علمنا كل شيء حتى الخراءة كيف نجلس في المرحاض نجلس جلسة خاصة علمنا ذلك وإذا بنا نعرض إعراضا كاملا ولم يبق بيننا إلا القليل الذين يحاولون أن يسلك مسالك الهدى وأن يسلك سبل الخير وكيف الطريق الطريق فقط أن نعود إلى المسجد المسجد ملتقى أرواح المؤمنين من الملائكة ومن الإنس والجن بيت الله كيف يا شيخ كهذا الجلوس اسمع يا بني واسمع يا أمة الله لو كان أهل كل قرياء هم الآن جالسون هذا المجلس لا دكان مفتوح ولا عمل ولا ولا غابة الشمس فهم في بيت ربي يتلقون الكتاب والحكمة كل مسجد في أي حي من أحياء المدن غابة الشمس ببيت الله أسألكم بالله هل يضيعهم الله هل يصلط عليهم وباء أو أعداء هل يبقى بينهم من تسول له نفسه أن يسرق أو يفجر أو يزنئ أو يعهر هل يبقى بينهم من يكيد ويمكر أو يحسد ويغش إخوانه المؤمنين والله ما يبقى لأنه العلم العلم معرفة الله إذ كل ما نشكوه وتشكوه البشرية كما قدمنا وقررنا هو الجهل بالله وبمحابه ومصاخطه وبما عنده وما لديه من لم يعرف الله ما يطيعه من لم يعرف الله ما يحبه من لم يعرف الله لا يستجيب لنداء أولا معرفة الله كيف يمكن أن نعرف الله يا معاشر المستمعين والمستمعات ما الطريق الطريق أن نجتمع في بيته ويثل علينا ويثل علينا كتابه وتبير لنا سنة نبي ونطالب بفعل الأمر وترك الني وبالتأذب وتخلق بما يحب الله ورسوله والنصب على ذلك العام بعد العام وإذا بنا أم ربانية يصبح كامنا ربانيين وعلماءنا ربانيين ونصبح في وضعية قد نسود فيها العالم ما نريد السيادة وإنما نريد أن نقود البشرية لننقذها من جهنم والخلود في عالم الشقاء البشرية الآن في أوروبا وأمريكا واليابان والصين تستغيث تستصرخ أكلها الباطل والشعر والدمار من ينقذها من يمد يدها إليها المؤمنون الربانيون العالمون أولياء الله والذي يعزيني أنا بالذات نقول هذا جزاؤهم ما كاروا بالإسلام وغشوا الناس وخدعوهم وورطوا العالم الإسلامي في هذا الذل والعار و هذا الجهل و هذا الذنوب إذن فليبقوا على كفرهم وفسقهم وفجورهم وضلالهم حتى يخلدوا في عذاب النار وإن كان هذا لا يكون لكل واحد الطغم التي تحاول ضرب الإسلام مجموعة خاصة جمعيات التنصير أغلب الشعوب هابطة لا تعب إسلام ولا مسلمين هذا وقد تركنا قراءة الكتاب وهو بين أيدي الطلاب نقرأ ما قرأناه أمس واليوم إن شاء الله قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفلكم خطاياكم خطيئاتكم أو خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يصلون يجاهدون يتواصلون بما كانوا يفسقون احذر يا عبد الله الفسق احذر يا أمط الله الفسق ما الفسق يا شيخ الخروج عن طاعة الله أن يعمرك الله بكذا فتخرج عن الأمر أن ينهىك الله عن كذا فتتحدى وتفعله والله لهذا هو الفسق قال شرح الكلمات القايا مدينة القدس رغدا عيشا واسعا هنيئا سجدا ركعا متطامنين لله خاضعين شكرا لله على نجائه من التيه حطة فعلا مثل ردة وحدة من رددت وحددت أمره من يقول حطة بمعنى أحطط عنا خطايانا وارفع وارفع حطة على أنه خبر مثل المحذوف أي تقدير ادخل الباب سجدا حطة لذنوبنا نغفر بمعنى نمحو ونسطر خطاياكم الخطايا جمع خطية الذنب يقترف العبد فبدل أي غير القول الذي قيل لهم قولوه وهو حط فقالوا حب في شعيرا ريسا وباء وطاعون يفسقون يخرجون عن طاعة الله ورسوله إليهم وهو موسى ومن بعده معنى الآيتين قال تضمنت الآية الأولى تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم تجلت فيها نعمة الله على بني إسرائيل وهي حال تستوجب الشكر وذلك أنهم لما انتهت مدة التيه وكان قد مات كل من موسى وهارون وخلفهما في بني إسرائيل فتع موسى يوشع بن نون وغزى بهم العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس أمرهم الله تعالى أمر إكرام وإنعام فقال ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم غذا واشكروا لي هذا الإنعام بأن تدخلوا باب المدينة أراكعين متطامنين قائلين دخولنا الباب سجدا حطا لذنوبنا التي اقترفناها بنقولنا عن الجهاد على عهد موسى وهارون نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد المحسنين منكم ثوابا كما تضمنت الآية الثانية حادثة أخرى تجلت في حقيقة سوء طباع اليهود وكثرت رعوناتهم وذلك بتغييرهم الفعل الذي أمروا به والقول الذي قيل لهم فدخلوا الباب يزحى زاعفين على أستاههم قائلين حب في شعيرا ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على الظالمين منهم طاعون أثناء منهم خلقا كثيرا جزاء فسقهم عن أمر الله عز وجل وكان فيما ذكر عظى لليهود لو كانوا يتعظون هداية الآيتين أولا تذكير الأبناء بأيام الآباء للعظى والاعتبار تذكير الأبناء بأيام الآباء من أجل العظى والاعتبار ثانيا ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخصران ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخصران كما حصل لنا مع اليهود ثالثا التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشرع كما تعرفون رابعا حرمة تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشرع منها كما يفعل جماعتنا خامسا فضيلة الإحسان في القول والعمل ما هي؟ معنى أستايم هذا يعرفه العوام يعني الأليتين والدبر يزحفون هكذا على أدبارهم وأستايم بدل ما يدخل راكعين متطامنين خاشع الله قالوا نزحف باقي وقت والآية التي درسناها اليوم أو الآيتين وما قبلها شرح الكلمات قال استسقى أي طالب له من الله تعالى السقية أي الماء للشعوب وغيره بعصاك الحجر عصا موسى التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين تعرفون ما كان يرعى الغنم لشعيب عليه السلام من أعطاه شعيب ليعابها الغنم تلك هي العاصة التي امتحنه الله فيها قبل دخول مصر وأصبحت ثعبان يهتز كناجان تلك هي العاصة قال بعاصاك الحجر عصى موسى التي كانت معه منذ خروج خرج بلاد مدين وهل هي من شجر الجنة هبط بها آدم كذا قيل والله أعلم ما عندما ننفي ولا نثبت والحاجر هو حاجر وربع الشكل من نوع الكذان رخه كالمدر كالطين وهل هو الذي فر بثوب موسى في حادثة معروفة كذا قيل أو حاجر من سائل الحجار الله أعلم تعرفون الحجر الذي هرب بثوب موسى بني إسرائيل قال موسى آدر بأذر خصيته منتفقة فلهذا ما يغتسل معنا في ساحل البحر إذن فأراد الله أن يكذبهم فدخل موسى وحده يغتسل ووضع ثوب على حجر صخرة ولما خرج وإذا بالحجر يهرب يزحف بالثوب ثوب حجر ثوب حجر ما يسمع له حتى دخل في بني إسرائيل في جماعتهم وشاهدوا موسى عريان وما به أدرى هذا جاء من صورة الأحزاب يا أيها الذين أم لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيعه هل هو هذا الحجر جائز والله أعلم لما يذكر أهل التفسير القول ما في كتاب ولا سنة ماذا نقول ما ننفي نقول الله أعلى قال فانفجرت لانفجال انفلاق فانفجرت انفلقت من العصى العيون لاثنتين عشر عين مشربهم موضي عشروا بهم رزق الله ما رزق الله بالعبادة من ساري الأغرية ولا تعثى العثي العثي والعيثي أكبر الفساد وفعله عثية كراضية عثية يعثى كراضية يرضى وعثى يعثو كعادى يعجو أقبح الفساد أو هو نشر الفساد كيف ينشر الفساد الناس يفتح تعرفون ما يفتح يفتح بانك يفتح الفيديو يفتح سينما هذا هو في أشياء أخرى لا تسأل قال ولا تعثوا العثي والعيثي أكبر الفساد وفعله عثية كراضية يعثى كيرضى وأثى يعثو كعادى يعد مفسدين الإفساد ما هو العمل بغير طاعة الله وواصله في كل مجالات الحياة والله العظيم لكل من عمل بغير ما شرع الله وواصله لهو مفسد في العظيم ولن يفسد شخص ولا إقليم ولا أمة إلا بمعصية الله والرسل البقل أو مفسدين نعم البقل وجمعه البقول شائر أنواع الخضر كالجزا والخردل والبطاطس ونحوها القثة الخيار الخيار والقثة القثة ونحوهما الفوم الفوم الحنطة وقيل الثوم لذكره بعد البصر أو لذكر البصر بعده والله أعلم لكن الراجح أنه الحنطة لأجل الخبز هم يطلبونه أتستبدلون لاستبدال تركوا شيء وأخذوا آخر بدل منه أدنى أقل صلاحا وخيريا ومنافع كاستبدال المني والسلوى بالفوم والبقل مصر مصر مدينة من المدن قيل لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم والتحدي لأنهم ناكلوا عن قتال الجبارين فأصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينة القدس وفلسطين ضربت عليهم الذل أحاطت بهم ولازمتهم الذل وهي الصغار والاحتقار والمسكنة هي الفقر والمهانة باءوا بغضب رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم رجعوا بغضب الله وصخطه عليهم والعياذ بالله وبئس ما رجعوا به ذلك بأنهم أي ذلك إشار إلى ما أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أي بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم فالباء سببية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات أذكروا أن هذه الآيات تنزل واليهود من سكان المدينة واليهود كما عرفتم شعب يقال فيهم بني إسرائيل ثم عرفوا باليهود هؤلاء بينهم علماء من ذوي العلم والمعرفة لأنهم أهل كتاب ولكن حبهم العاجلة ورغبتهم في الدنيا وتطلعهم إلى الحكم والسيطرة والسيادة صرفهم صرفة كاملة عن الإسلام وارضوا بالنار من أجل أن يصلوا إلى هدفهم الذي لن يصل إليه بإذن الله إذن وهذه الصورة مدنية من أوائل ما نزل بالمدينة فبدأت تذكرهم يا بني إسرائيل أذكروا نعمة الله عليكم أذكروا عهودكم لله ومواثقه ويستعرض عليهم ما كان عليه أسلافهم قرون المتعذلة من أجل هدايتهم من أجل رحمتهم والإحسان إليهم وقد تقدم لنا الكثير وهو يقول لهم أذكروا كذا أذكر يا رسولنا لهم كذا وآخر ما ذكرهم به وقوله تعالى وضعبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهذا الموقف في الحقيقة يجعلهم ييأسون من رحمة الله بما سجل الله تعالى عليهم ضربت عليهم الذلة لا تفارقهم والمسكنة كالقب عليهم لا يخرجون منها بسبب ماذا كفرهم بآية الله قتلهم الأنبياء عصيان تمرد خيوج عن طاعة الله بلا حد ومعنى هذا كما قدمت لكم أنه أيأسهم من الخير بالمرة حسب الخطاب الإلهي لكن رحمة الله واسعة والله غفور رحيم والله تواب رحيم فاسمعوا ماذا قال وهو فتح لباب وجاء لهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أرجعهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن إذن لا تقنطوا ولا تيأسوا آمنوا وعملوا الصالحات فينتفي عنكم الخوف ويحق لكم الأمن ويذهب الحزن ويحل محل الصرور والفرح نعم الباب فتحه الرحمن إن الذين آمنوا وهم نحن إن شاء الله الذين آمنوا إيمان حق وصدق لا إيمان نفاق وكرم آمنوا الإيمان المطلوب الذي هو تصديق الله تعالى وتصديق رسوله في كل ما أخبر به سواء كان مما تدركه العقول أو تعجد دونه العقول إذا أخبر الرحمن بخبر في الملكوت الأعلى أو الأسفل في الماضي أو الحاذر أو المستقبل أو أخبر رسوله صلى الله عليه وصح الخبر لأن أخبار الله في القرآن لا يعتريها النقص ولا الزيادة إلا أن أخبار رسول صلى الله سواء ما 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 هي إلا روايات تروى وأحاديث تؤثر كلابد أن يصح الخبر فإذا صح الخبر عن الرسول سنرسل بأنه قال كذا من كذبه كفر لكن إذا كان الحديث ضعيفا أو له احتمالات أخرى ما يكفر وإن كنا لا نرضى له هذا الموقف ما دام قد بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يحمل على محمل الكفر لأن روايات فيها ما يقبل وفيها ما يرد كما تعلمون إن الذين آمنوا وهم المسلمون المسلمون بحق وصدق والذين هادوا وهم اليهود لما قيل فيهم هادوا وقيل فيهم اليهود إما أن يكون الاسم مشتق من يهود ابن إسحاق ابن يعقوب عليه السلام يهود أخ يوسف وابن يمين فأسقط النقطة عن الدال فأصبح دالا يهود لكن الذي هو أصح أنهم أخوذ من قولهم هدنا إليك من هاد يهود إذا عاد رجع وتاب وهم بالفعل في حادثة العجل في صورة الأعراف جاء قول الله تعالى عنهم إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي فسأكتبها الآيات هدنا أي رجعنا هذا الأصل في كلمة يهود إن الذين آمنوا الذين هادوا أي راجعوا إلى الله وتابوا وهو يعني آل يهود والنصار والنصار هم المسيحيون إن صح التعبير لأنهم ينتسبون إليه أو الصليبيون كما هو حالهم والصلبان في عناقهم أو هؤلاء هم النصار لكن من أين اشتق هذا اللفظ أقرب ما نقول إنها من قرية الناصر التي ولد فيها عيسى عليه السلام إذ كانت بها والدته مريم عليه السلام أو من النصر أو المناصر فالكل جائز والعبر ما هو باشتقاق العبر النعف من هم النصار ألا وهم الصليبيون المسيحيون الذين عبدوا عيسى عليه السلام مؤله وجعلوا ثالث لذا سواء كانوا عربا أو عجما بيضا أو سودا والصابين قراءة ورشع النافع بإسطاط الهمزة والصابين ومن همز قال والصابين والعرب تقول صبأ فلان إذا مال عن دينه ودين آباي وأجداد إلى دين محمد إلى لا إله إلى الله يقول في صابع والصابع فرق من الناس كانت ديارهم بأرض الموصل وهم ليسوا بيهود ولا بنصار يقولون لا إله إلا الله ولم يتابع المسلمين ولا اليهود ولا النصار هؤلاء هم الصابئة وهم الصابعون والصابون هؤلاء الفرق أهل الأديان المسلمون واليهود والنصار والصابعون يقول تعالى واسمع الخبر من آمن منهم بالله واليوم الآخر كيف يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بوجود الله ربا وإلها لا رب غيره ولا معبود سواه بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير المعبود بحق الذي ورب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين رب موسى وهارون ورب إيسى ومحمد وعامة المرسلين من آمن منهم بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه ولازم هذا أنهم إنقادوا ومشوا في سبيل مرضات الله عز وجل وهذه قضية أصبحت عندنا من الظرويات أن الإيمان بمثابة الروح فإذا حل الإيمان فقلب إن دفع العبد يمكن أن يغض بصره أن يسد سمعه أن يكف لسانه أن يمنع يده أن يوقف رجله لوجود طاقة عنده فإن لم يكن مومنا أو إيمانه ضئيل وضعيف لا قيمة له ما يستطيع حتى كلمة الحق أن يقول من آمن بالله واليوم الآخر هل هناك يوم أول ثم يوم آخر نام الحياة الدنيا هي الأولى والآخر هي قيامة اليوم الآخر الذي تنتهي فيه هذه الحياة وتبتدي حياة جديدة حياة الخلد والبقاء الأبدي هذه هذه كالدور فقط يقضيها الناس فيها وينتهون إلى دارهم الخالدة الباقية إذ شاء الخلاق العليم ماذا أوجدنا على سطح هذه الأرض موقتا لما تنقض الساعة والأجل يتحل للكون ويتبخ كل ما فيه ويعود سديما وبقارا وإذا بنا في العالم الثاني اليوم الآخر اليوم يمر السنة والشهر والاسبوع يوم بعد يوم سيأتي يوم آخر يوم لا بعده والذين يؤمنون باليوم الآخر هذا الجزء هو داخل في الإيمان أركان الإيمان ستة أليس كذلك هي الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ولكن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما الطاقة القوية القادرة على أن تدفع بالإنسان حيث يموت بسبب الله فالذي يضعف إيمانه بالله يضعف عمله والذي يضعف إيمانه بيوم الآخر يضعف عمله أكثر ولا يقو على أن يصلي ركع لله لأنه آيس من جزاء يتلقاه ويعطاه بعد نهاية الحياة هو لا يؤمن بنهايتها ولهذا عندما تتبع القرآن تجد ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله والملاقة إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر في النساء فالحيض إن كنا يؤمن بالله اليوم الآخر يا معشر المستمعين والمستمعات قو إيمانكم بالله وباللقائه أي باليوم الآخر إذا حصل ضعف أو فطور فالركنين حبست يا ولدي ولم تستطع التحرك قو إيمانك بالله واليوم الآخر وحسبنا أن الله اشترط للأمن والصر والفرح هذا الشر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ما لهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف فلهم من آمن بالله اليوم الآخر وعامل صالحا وعامل عملا صالحا وقد عرف أهل الدرس زادهم الله معرف أن العمل الصالح هو الذي أمر الله بفعله أو أمر رسوله بفعله وأن يفعله عبد الله ولا يريد به إلا وجه الله وهو ما يعرف بالإخلاص أن لا يلتفت إلى شيء وهو يؤدي ذلك العمل لله ثانيا أن يفعله حسب التعليم الذي بينه رسول الله وإلا لن يكون صالحا أعيد ما قد ينساه الناس وهو أن العمل الصالح المزكي للنفس المطهر للروح المنتج للخيرات والبركات هذا العمل أولا أن يكون قد شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل والدليل من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الحديث ربع الشريعة أو ثلث من عامل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مدود على صاحبه لو قام الليل كله في عباد لم يشرح الله لن يجزى بها أبدا خيرا لو أنفق كل ماله في غير ما أذن الله واستحب وشع والله لن يستبيد شيئا ولهذا نجان الله من البدع أهل البدع ينفقون الأموال يقضون الساعات بلها الأيام الليالي ويخجون بلا شيء ولا حسنا لما لأن ما عملوه ليس عملا صالحا ما شرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله من عمل عملا زيد ليس عليه أمرنا ما طبعناه فهو رد على فاعله سواء كان من أعمال القلوب أو الألس أو الجوار فالجماعة الذين يجلسون في مجلس طيب مباك ويذكرون الله هو 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 ساعات حدث مرة في فرنسا الجيران الفرنسيون استدعوا الشرطة وقالوا ما الذي أصاب هذا الجار لأنهم جالسين على خشب سقف خشب ويضعبون هو هو تهولت الدنيا فباتم كالذين يضكون الله 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 ساعتين ثلاثة وأربعة يقضونها هل الله عز وجل شرع هذا الذكر هل رسول صلى الله عليه وسلم علمه أمته بينه لزوجاته وبناته علمه أصحابه من أين لكم أنتم فقط لأن فيه روحاني أولذ الله 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 ما يعطون ولا حسن أصحاب الموالد الذبايح الأموال غناطي والسك وأكياس الشاهد يظن أنهم يثابون ولا حسن واحد آبدا سواء كان مولد سيد الخلق أو مولد سيد البدوي لا فرق بينها كلها واحدة لأن الله ما شعر عن موالد نعم من ولد له ولد ذكاء أنثاء يوم السابع يذبح لله عز وجل شكرا له على نعمة الولد نعم يثاب على البنت شاء وعلى الذكر شاتاني في من يقول ما ينفع ممكن يقول عاقل هذا تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المولد نعم أما بعدما يمضي أربعون سنة ذكرى مولد والدتي لأنهم بيت غنى الشاهد عندنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اسمعوا أغلض لكم لا يجوز لمسلم جالس الآن أو مسلم يقوم من هذا المكان وما يحفظ هذا الحديث تساهن كثيرا وضاع العلم كيف ما تحفظ هذه الكلمة قولها بالبربرية بالانجليزية علهم أهلك الرسول الكريم نبينا صلى الله وسلم يقول لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا تعجز عن هذه الكلمة إذن كيف تعيش لما تعرف اللحم كم يساوي والخبز من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد إن قلت ما فهمت معنى ليس عليه أمرنا أي ما أمرنا به ولا دعونا إليه ولا رغبنا فيه ولا بيناه للناس بدعة يعني ابتدعت واخطرعت ما فهمت معنى رد ما تفهم معنى رد مردود على وجهك لا يقبل أغلظت لكم وإلى أن يقولون اسمع كلهم والله لا خير لك من خمسين الفرياد يا من كنت لا تحظظ وقد حفظه والله أفضل من خمسين الفرياد نور هذا من يوم أن عرفنا هذا الحديث ما يستطع وحد يروج علينا بدعة أبدا كيفما كان ننفر منه نهرب من عمل عملا ليس عليه أمنا فورد اضرب به وجهه لا تدعون إلى باطل نريد عملا يزكي نفوسنا يطهر أواحنا يوجد مادة النور في قلوبنا إذن ثانيا أو ثالثا أن تفعله كما بيّنه رسول الله سلم لا تزد ولا تنقص فإن زدت أو نقصت فيه بطل مفعل فسد لا تقدم ولا تؤخر فإن قدمت وأخرت أجزاء بطل مفعل ما ينتج وعندنا مثالان مركبات الكيميويات حبة الأسبيرين كم قرام فيها خمس قرامات يقول الطبيب هذه كول يشربها بعد الأكل فأنت تقسمها على خمس قسام أو ستة وتأخذ جزء منها فقط ينفع ما ينفع تقول إيش حبة تأخذ عشر حبات مع بعض البعض ينفع ويقتل هذا مثال أما المثال العاملي صلاة المغرب كمراكعة ثلاث وكال لو قلنا نحن مسلمون ومؤمنون وصالحون هيا نصلي المغرب خمسة ليلة لله وصلينا خمس وكال يوجد تحت السماء من يقول صلاةكم صحيحة لماذا نحن كفرنا أشركنا كذبنا رسول الله ما هو ذنبنا ألفقوا لا صلاتكم باطلة بمعنى ما تنتج لكم الحسنات ما ولدت شيئا لأن مفعولها بطل لفسادها من أين من أين أتهى الفساد زيادة زيادة زيدنا ثلاثة ركعتين والنقصة كالزيادة لو قلنا يا جماعة نحن الآن في تعب وإعياء هيا نصلي المغرب ركعتين فقط ونحن مسلمون ربي موفي حاجة إلى هذا الركوع والسجود وصلينا ركعتين هل يفتين فقيه تحت السماء فالشرق والغرب بأن صلاتنا صحيحة يقول صحيحة والله ما يوجد من يقول صحيحة إذن الزيادة كان نقصا لأن مركبات أدق من الكيميويات لأنها وضعت لتنتج النور لتولد الكهرباء ما يقضي هين أمن السهولة واليوسف أن تولد أنت الكهرباء بدون أجهزة وأدواتها اضرب بعصاك وولد فهذه العبادة لتوليد النور فإن لم تكن مما شاء الله والله لن تولد فإن لم تأتي بها كما هي في صفتها في كميتها والله ما تولد والزمان والمكان أيضا العمل الصالح هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وراعى فيه فاعله الإخلاص فإن أشرك بطل إن الكافة إلى غير الله يريد أن يريه عمله ليثني عليه أو يشكره أو يجزيه بخيرا أو يدفع عنه المذمة بطل المعمل وقرأوا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسعين والرسول يقول إياكم إياكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر قال رياء أن يتصدق رجل صدق لله ويرد أن يسمع بها الناس ويرعها يدخل في الصلاة يحسن وينمق ويزين وحتى يقال فلان يحسن الصلاة هذه الرياء تبطل العمل لا يقبل الله تعالى إلا ما كان لوجه خاصة التفت إلى غير الله أطلب الأجم غير الله إذن الزمان والمكان تعرفون الزمان والمكان أرأيتم لو صلينا العشة الليلة وقال خادم الحرامين أطر عمره غدا أهوال صلوا الصبح حتى ما ترجعوا الليلة إلى بيوتكم وصلينا الصبح بعد صلاة العشة هل يوجد تحت السماء من يقول صلاتكم صحيحة يا شيخ ما فعلنا إلا الطاعة أبدا صلينا لله اللهم أوفي حاجة إلى الزمان ولا المكان صلاتنا ما بها الجواب صلاتكم باطلا ما معنى باطلا لا أجر فيها لا ثواب عليها لأن مولاها ما قبل والعلم عندكم لأنها ما تزك النفس ما تولد الطاقة النورانية لاختلالها هذا هو سلواء الآن عرفتم ما هو العمل الصالح رقص شطح أضاحيك ولعيب بدع وضلالات العمل العمل الصالح هو ما شرعه الله لعباده لتزكية أنفسهم وتطهي عواحهم ليقبلهم في جواره لأن الله يحب المطهرين هذه الطهارة لن تتم إلا على تلك العبادات التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في الكيفية والعدد والزمان والمكان ومثلنا غير ما مر لو عزمنا هذا العام أن نقف بأحد جبل أحد جبل عظيم قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه لما جلس عليه رسول الله صلى الله وسلم بعد نهاية المعركة معركة أحد إذا طهب ماذا قال هسكن أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان ماذا الجبل هسكن يا أحد لماذا تطلب ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان وسكن قلنا هذا العام الوقف في أحد هل يقال حج الوقف أين تكون بعافة قلنا هذا العام ننقل هذه المدينة حرم مكان قدس فتيا هل يقال حج والله ما حج أبدا أبدا ولن يحدث هذا الوقوف في نفوسهم أقل من قرام نور كما يقول لا بد من المكان وإلى لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة وقارعة الطريق فهل ومعاطن الإبل زيد هي خمسة فلو صلينا حيث نهانا الرسول صلى الله تصح الصلاة المقبرة والمجزرة ومعاطن الإبل وقارعة الطريق تعرفون قارعة الطريق ما هي حيث يقع الناس الأرض بأرجلهم ما مر الناس أنت تاتي وسط طريق الله أكبر الصلي الناس يقفون من هنا ومن هنا ينتظرون أذيت المؤمنين كيف يجوز لك هذا صلاتك باطلة والذي يصلي في معاطن الإبل وإذا هاج البعير ورفع رأسه وضربك برجله تدخل تصلي وأنت خائف ما تدي تتم هو إلى لا ما يجوز والشاهد عندنا إذا راعى الشرع المكان لابد من ذلك وإلا بطلة العبادة الزمان لو أردنا أن نقدم رمضان نصومه في شعبان لظروف خاصة وأعلن العام المقبل أيها المسلمون الصيام في شعبان إما لحر شديد يواجهنا أو لكذا وصمنا ثلاثين يوما بسم الله بإذن الله نيابة عن عمضان هل في من يقول صح صيامكم والله ما يوجد وحد قط ما دفعنا الزمان غير الزمان إذن إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصرى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هل عرفتم العمل الصالح متى يكون العمل الصالح إذا توفرت في تلك الشروط قال تعالى فلهم أجوهم عند ربهم هو الذي يتولى الجزاء أجوهم مثوبتهم مقابل عملهم عند ربهم مدخولهم مخبأ يعطيهم منه في الدنيا ويعطيهم موه كاملا في الآخرة فلهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا انتفى الخوف ماذا يكون بعده الأمن وإذا انتفى الحزن ماذا يكون بعده الصرور إذا آمن ومصرور هذه السعادة السعادة أمن وصرور السعادة أمن وفرح فرح وخوف ماهي بسعادة أمن وحزن ماهي بسعادة أمن وسرور وفرح فلا خوف عليهم ولا محزنهم وهذا بيان الله عز وجل لكل البشرية من أراد أن يأمن من عذاب الله وأن يفرح بلقاء الله في دار السلام فعلي أن يؤمن حق الإيمان ويعمل صالحا ما السلر في هذا لأن الإيمان يدفع إلى العمل الصالح ويقوي والعمل الصالح يزكي النفس ويطهر وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دست وعاد السياق إلى اليهود بعدما أزاد ذلك الهم من نفوسهم وقال لا تيسوا لا تغنطوا أنتم كغيركم اسمعوا خبار الله من آمن من اليهود من النصا من المجود من المسلمين وعمل صالحا فلا خوفوا ولا حسن والأزم مذخور لهم عند الله يوم القيامة ثم واجههم فقال وإذ أخذنا ميثاقكم أضخوا يا بني إسرائيل أضخوا يا رسولنا لهم إذ أخذنا ميثاقكم الميثاق هو العهد المؤكد الموثق كما توثق الشاب الحبل توثقها تغبط بحبل إذن أخذ ميثاقهم أين هذا الميثاق وافعنا فوقكم الطور أذكروا الوقت الذي جيتم مع نبي الله موسى واجتمعتم وطلب إليكم أن تحملوا التغاة وتتحملوها ليأخذ عليكم عهدا وميثاقا أن تقرؤوها وتفهموها وتعملوا بما فيها هؤلاء اجتمعوا وموسى هو الذي جمعهم عليه السلام ليأخذ منهم عهدا على أن يعملوا بالترات أولا يقرؤونها يفهمونها يعملون بما فيها من صورة العراف قال تعالى وإذ نتقن الجبل طوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه إذن ذكروا بهذه الحادثة ومع الأسف لما قال هذا هو كتاب الله ألا والترات تعهدوا أن تقرؤوا وتفهموا وتعمل بما فيه قالوا ما نستطيع يا عباد الله أن تتعف ظروفنا وأحوالنا والدنيا وأتعابا كيف نلتزم ما نستطيع يا عباد الله أعطوا عهدا لربكم هذا هو كتاب هدايتكم كمالكم وإصلاحكم وسعادتكم التزموا بعهد منكم قالوا ما نقدر يا شيخ لو عرض هذا على المسلمين اليوم يقولون نقدر حتى ما تفهموا فهما بعيدا الآن يعرض على المسلمين العودة إلى الإسلام ما سطعوا قالوا ما نقدر هذه الظروف كذا والأحوال كيف نقص اليد وكيف نعمله كيف نجتمع على الصلاة كلنا ونغلق بوابنا واقع وإلى طالبناهم فقط بابين المغرب أعظم الخطوة إذا مالت الشمس إلى الغرب وقف دولاب العمل أغلقت الدكاكن المتاجر المزار المصانع إلى أين إلى بيت الرب مأو بيت الحاكم إلى بيت الله بأطفالنا ونسائنا ونجتمع من المغرب العشاء اجتماعنا هذا ليلة آية وليل حديث أي مع الله ورسوله طول العام هل يبقى بيننا جاهل أو جاهلة والله ما كان أما النتائج ما تستطيع أن تقدرها يختفي الظلم والشرع والخبث والفساد والفقر والبلاء والإصراف كل وتنتهي لعلمنا أن العالم العارف بربه لا يفجر لا يشهد الزر لا يزني بمرة مؤمن لا يفسد عليه عبده أم المسلم هذا هل قالوا نستطيع دلوني عام كامل نحن نصر ما استطى أهل حي من حياء المدينة يجتمعون أو أهل قارية عرفتم أن بني إسرائيل لما قالوا ما نستطيع يا كلم الله أمورنا ودنيانا وأشغانا كيف نلتزم نخاف نلتزمنا وخلنا يهلكنا الله ويعذبنا ماذا فعل الله ما كان من الله تعالى إلى أن نقذ الجبل من أسفل ورافعوا كالسحاب السوداء على أهل وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلع هل هو جبل الطو أو جبل آخر كله جائز المهم جبل نتقاه الله من أسفل وارتفع كالظل على أسفل والآن تأخذون وإلى لا ها قالوا نأخذ وسجدوا سجدتهم الآن في البيع كيف يسجدون اليهود ما يسجدون كما نسجد يسجدون على خدهم لأن هذه السجدة نجاهم الله بيع سبات لأن من الخوف ينظر الجبل فوق وهم ساجدون إلى الآن يسجدون هكذا فلما اعتبع والآن تأخذون نطبق ونقر ونعمل بماغ إذن هل وفوا ثم توليتم من بعد ذلك أيراجعتم لما كنتم تقولونه قبل العهد ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين قلت لكم عرفتم هذه الحادثة ذكر تعالى في صورة العراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تم هذا وبعد ذلك هل اجتمع على التواد درسوها قراؤوها عملوا بما فيها كما هو حال المسلمين لا فاق نحن وبن عمنا على حد سر فلهذا يقول علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن لو تحل احفظ يهتف العلم بالعمل يا عمل فإن أجابه وإن لو تحل ومعنى ومعنى هذا أن العلم إذا لم تعمل به لن يبقى عندك ولن يستقره في دينك ولا نفسك إلا إذا طبقته وعملت به الذين علموا الليلة من عمل عملا ليس علي أمونا فورد إذا لم يعملوا به ينتهي ينسونه لكن إذا أخذ يتحفظون كل ما تعرض عليهم بدعاء ينظرون الرسول قال من عمل عمل ما ينسى هذا أبدا إذن وإذ أخذنا ميثاقكم هو يخاطب في اليهود الموجودين أو في الأولين قدمنا أنهم أمة واحدة أولهم كآخرهم لأنهم ينتما كامل عرفتم ما في فرق بين يهود اليوم واليهود الذين كانوا أيام رسول والذين كانوا أيام سليمان وداود أو موسى وحارون أبدا لا فرق مدم أمة واحدة منهج واحد عقيدة واحدة خطابهم واحد وإذ أخذنا ميثاقكم وافعنا فوقكم وقلنا لكم خذوا خذوا القرآن احفظوه ودوسوه وعملوا بما فيه لعلكم تتقون عذاب الله وخزيه ما نستطيع نزيل الليلة هذا واقعنا نحن يا مسلمون أسألكم بالله القرآن بين أيدينا وإلى لا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب هل اجتمع أهل قرية فقط ما أقول إقليم مملكة أهل قرية فقط اجتمعوا على كتاب الله بنسائهم وأطفالهم يدرسون ويعملون ويعلمون بما فيه دلوني وجوء موجود هل أخذ على المثاق أو ما أخذ من المثاق واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا هذه الآية من صورة المايدة آخر ما نزل من المخاطب بهذا اليهود لا والله من هم المسلمون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به متى لما قلتم سمعنا وأطعنا فكل من قال أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد رسول الله أعطى عهدا وميثاقا أن يعبد الله ولا يعبد معه سوى ولا يقر أو يعترف بعبادة غير الله حتى الموت ثانيا أن يمشي وراء رسول الله أن يطيع رسول الله في الصراء والضراء في المنشط المكرى في كل الأحوال ولا يتقدمه ولا يتي عن يمينه ولا عن شماله وإنما يمشي وراءه حيث وضع الرسول رجله وضع رجله هو هل عرف نطبقنا هذا؟ مرة ثانية هل اجتمع أهل قرية بنية أن يدخلوا في رحمة الله عز وجل النساء وراء وراء الأطفال أمامهم والفحول أمام الجميع والمربي وربي ليلة آية تكرر تكرر حتى تحضر ثم يبين لهم معنى بلغة لسانهم فهمتم ما قال ربكم قالوا نعم قالت خديجة لعنى ما فهمت اسمعي يا أمة الله معنى الكلام كذا وكذا وكذا فهمتم قالت قال فلاننا ما فهمت اسمع أعيد لك الله يطلب منا أن نفعل كذا أو نترك كذا أو نوم بكذا حتى يكونوا قد فهموا وآخيرا فهمتم ما أراد الله منكم ماذا أراد قال أقيموا الصلاة فلا يتخلفن رجل ولا مرأة إذا ناد منادي الله أن حي على الصلاة يوم آخر الله يكره الله يسغط الله يبغض الذين يمشون بالنميمة بين المسلمين ويقطعون أرصال المؤمنين والمؤمنات عربتم قالوا نعم قرأتم الآية قالوا قرن إذا لا يمكن أن يرى الله في قريتنا من ينقل كلمة سوء ليحطم بها فلان أو يمزق صيلة فلان أبعد هذا يبقى رباء يبقى زناء تبقى سرقا يبقى دش وأغاني وأباطيل يبقى يبقى لن يبقى هذا أبدا أحببت أن نفى ماء ما ننعى على اليهود ما هم عليه ونحن غارقون أعظم من غرقهم غارقون متى نثوب إلى رشدنا ونعود إلى ربنا دلونا الواهمون الخلافة الإسلامية الحاكم المسلم هو باطل كم من مر من سنين نقول لو خرج عمر ونحن هكذا والله ما استطاع أن يقودنا ويفشل معنا كيف إذن نراجئ أنفسنا هل نحن مؤمنون أن نحن صادقون في إسلامنا لله الوجوه والقلوب من قال نعم إذن بعد اليوم ما نسمع بكلمة سوء في قريةنا ما نرى منظر باطل بيننا ما يحدث حدث سوء في وجودنا وإن ندى في عشرين عام سرق السارق في ثلاثين سنة زنزاني هذا ما يلتفت إليه لأن الشذور يقع سنة الله أما هضطنا إلى الحضير الرباء الزنا الغيباء النميم الخيانة الكذب أعطيكم صورة وإلى هذا الشيخ المسكين عميل ذنب كذاب تهربون من الدنيا عرفتم هل صورة فقط وإلا كل علمائنا وكل رجال في أي قرية في بلد إلا النقد والطعن وكذا وكذا لا إله إلى الله ما علة هذا الجهد ما قرأنا كتاب الله ولا جلسنا بين يدي رسول الله وتعلمنا الهداء هيا نرجع ما نستطيع يا شيخ الأمو كما تعف كيف نترك أعمالنا نغلق الدكان مع المغرب كيف هذا ما هو ممكن إذن كيف نعقى كيف نطلع كيف نكمل كيف نأمن كيف نسعد الجواب غير ممكن ترجمة نانسي قنقر